عبقرية خالد تأليف عباس محمود العقاد قراءة هزار الحرك اشراف عماد زيتون البادية والحرب كان قتيبة بن مسلم قائدا من نوابغ القادة المعدودين الذين انجبتهم الامة العربية في صدر الاسلام وكان يلي خرسان لملوك الدولة الاموية فخرجت بها خارجة اهمت فقيل له ما يهمك منهم وجه اليهم وكيع ابن ابي مسعود فانه يكفيكهم فابى وقال لا ان وكيعا رجل به كبر يحتقر اعداءه ومن كان هكذا قلت مبالاته بعدوه فلم يحترس منه فيجد عدوه منه غرى وهذه كلمة من كلمات القائد العربي تنبئ عن كثير تنبئ عن ملكة القيادة فيه وتنبئ عن ملكة السيادة في الامة التي نشأ منها واستطاعت بها ان تسوس الامم في الحرب والسلم سياسة للنجاح وللبقاء فالحق ان شروط القيادة على وفرتها وعظم التبيعة فيها جميعا ليس يوجد بينها ما هو الزم للقائد من القدرة على سبر قوته وسبر قوة خصمه وكل ما عدا ذلك فانما هو ترتيب لما يصنعه بقوته وما يتوقع من القوة التي ينازلها ان تصنعه او هو تنظيم للأهبة والحيطة بين الفريقين في المكان الذي يتلاقيان فيه وقد كانت لهزيمة الدول امام العرب اسباب كثيرة منها ضعف العقيدة واختلال النظام ونقص القيادة وانشلال الترف وتفرق الاراء ولكن البلاء الاكبر انما حاق بتلك الدول من اثة الغرور الباطل والاستخفاف بالخصم المقاتل فانتصر العرب لانهم ظنوهم لا ينتصرون ولا يعتزمون الانتصار وكان الاستخفاف والاهمال شرا على تلك الدول المتصلفة من الاستهوال والفزع بل كان الاستخفاف والاهمال سببا لانقلابهم اخر الامر الى استهوال يخذل المفاصل وفزع يفت في الاعضاء فاجتمعت عليهم البليتان من سوء التقدير ولم تنفعهم قلة المبالات بالعدو ولا فرط المبالات به بعد الاوان كانت دولة الفرس لا تنظر الى البادية العربية الا نظرة السيد المبجل الى الغوغاء المهازيل الذين يحتاجون اما الى العطاء واما الى التأديب وبلغ من طغيان كسرة حين جاءته الدعوة المحمدية انبعث الى النبي العربي بشرزمة من الجند تأتيه به في الاصفاد وبلغ من طغيان جنده عامة وخاصة انهم كانوا يأنفون ان يقرنهم احد بالعرب في معرض من المعارض او غرض من الاغراض ولو للحيلة والمكيدة فاتفق في بعض وقاعات العراق ان زعيما عربيا من جيرة الفرس اقبل على القائد الفارسي مهران بن بهرام ليمده بابناء قبيلته ويعينه على خالد بن الوليد وجنده فقال له ان العرب اعلم بقتال العرب فدعنا وخالدا فجاراه القائد الفارسي مجاملة وخدعة ليستخلص منه اقصى العون والنجدة وقال له صدقت العمري لانتم اعلموا بقتال العرب وانتم مثلنا في قتال العجم فغضب اتباعه لمجاملته هؤلاء القوم الذين يعينوهم ويقاتلون في صفوفهم وسألوه كيف تقول ما قلت لهذا الكلب فلم يهدأوا عنه حتى اعتذر لهم بانه يخدع القوم ويغرر بهم وقال لهم دعوني فاني لم ارد الا ما هو خير لكم وشر لهم فان كانت لهم على خالد فهي لكم وان كانت الاخرى لم يبلغوكم اي المسلمون حتى يهنوا فنقاتلهم ونحن اقوياء وهم مضعفون وسخفوا في طلاء وقعة اليس فلم يحفلوا بجيش خالد الزاحف اليهم وتنادوا الى طعامهم الذي هيؤوه ولم يكلفوا انفسهم قبل ذلك من شقة استطلاع الطريق ليأمنوا البغتة قبل تهيئة الطعام اما الروم فكان لهم غرور كهذا الغرور في مواجهة البادية العربية وكان قصارى ما حذروه في اول الامر ان يغير العرب على تخومهم لينهبوا ويسلبوا ثم يثروا بسلبهم الى الصحراء فان اوغلوا في بلاد الدول الرومانية فهم مأخوذون بالهبات والوعود او مأخوذون بالكثرة المستعدة لا يقوم لها جند قليل يوشك اي تجرد من السلاح بالقياس اليهم فلما جد الجد وعرفت الدولة الرومانية من تقاتل من اولئك الجند العزل على زعمها اذا هي تنقلب من الغفلة الشديدة الى الفزع الشديد ويبدو لنا ان المؤرخين المحدثين لم يبرأوا كل البراء من هذا الخطأ القديم فما يزال الاكثرون منهم يستعظمون على العرب ان يغلبوا الفرس وان يغلبوا الروم ويحسبون هذه الغلبة شيئا قد حصل وكان ينبغي ان لا يحصل لولا انها فلتة لا يقاس عليها ومصادفة لا تقبل التكرار وبعضهم يلتمس العلة فيقول انما هي وهن الدولتين ومصابهما بالخور والانحلال او يلتمس العلة فيقول انها عقيدة المسلمين القوية وافتقار الفرس والروم الى مثل هذه العقيدة وكل اولئك تعليل ناقص من كل نواحيه فالمصادفة لا محل لها في حوادث الوجود ولا تضطرد في قتال بعد قتال من جوف الصحراء الى عمران العراق والشام ومصر ومشارق الارض ومغاربها بين افريقيا والصين وانحلال دولة من الدول قد يفنيها ويعجزها عن النصر ولكنه لا يقيم دولة اخرى لم تتجمع لها اسباب النهوض والتمكين والعقيدة قوة لا غنى عنها بقوة اخرى لمن يفقدها ولكنها هي وحدها لا تغني عن الخبرة والاستعداد ولا تفسر لنا اختلاف النجاح باختلاف الخطط والقواد وقد كان المسلمون على عقيدتهم الراسخة يوم لقائهم هواز وشعتها بوادي حنين فأوشكوا ان ينهزموا لاعتدادهم بكثرتهم وقلة مبالاتهم بعدوهم وأوشكت عقبة الاستخفاف هنا ان تصيب المسلمين كما اصابت الفرس والروم وفي ذلك يقول القرآن الكريم ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين فمهما يهرب هؤلاء المؤرخون من الحقيقة فلا محص لهم من الرجوع اليها لفهم الغلبة الاسلامية او فهم الهزيمة الفارسية والرومانية وهذه الحقيقة هي ان المسلمين كانوا ايضا اخبر بالفنون العسكرية من اهل فارس والروم وكانوا اقدر على تنفيذ الخطط العسكرية التي تنفعهم من قواد تينيكا الدولتين وان البادية العربية سواء في عصور الجاهلية او صدر الاسلام لم تكن من الجهل بفن الحربي بتلك الحالة التي تواهمها المؤرخون الاوروبيون بل معظم المؤرخين عامة ولا نحاشي منهم العرب والمسلمين فالصورة الشائعة في خيال اكثر القارئين عن البادية ان حروب الصحراء لم تكن الا مشاجرات بالسيوف والرماح او بالقصي والمقالية لا ترجع الى نظام ولا تنهج على خطة ولا يخلص منها ثن يتعلمه المتعلم ويتلقاه اللاحق عن السابق وقوام امرها شراذم من الصطات والمغيرين سرعان ما تقبل حتى تدبر وقصار ما تعرفه من اساليب القتال ان تفر بعد الكر وان تكر بعد الفرار وهذه صورة مضللة لمن يسترشد بها في اختبار قدرة البادية على الحروب الكبيرة والمناوشات الصغيرة فمن الخطأ اولا ان تستخف بالرياضة التي يراد عليها الجيل بعد الجيل حيث تتعاقب الاجيال على امثال هذه المناوشات او على ما نسميه اليوم حرب الاصابات حتى لو صح انها كانت هي كل ما يعرفه اهل الصحراء من فنون القتال فالذي لا ريب فيه ان الصحراء قد تعاقبت فيها الاجيال على حروب العصابات التي تشترك فيها القبائل ابدا بين عادية ومعدو عليها وان البدوي قد عاش زمنا كما جاء في التوراة يده على كل انسان ويد كل انسان عليه فحصل من ذلك على ملكة مطبوعة يصح ان تسمى حاسة الحرب او اهبة الميدان الخالد التي لا تفارقه في ليل ولا نهار فلا يزال حياته في حيطة المدافع واستعداد المهاجم ويقضة القلب للنضال الذي يتعرض له بين مضطر مغتصب او طائع مغتار وهذه ملكة لا تحصل لابناء المدن الذين يندبون للقتال بين اوينة واخرى ويتدربون عليه كأنه عمل يؤدى في مكان العمل ثم يطرح عن العاتق في سائر الاوقات ومن الرياضة التي يراد عليها الجيل بعد الجيل حيث تتعاقب حروب العصابات انهم يتعودون الصبر على الفرار ويملكون الجأش عند الاتبار لان الفرار عندهم حركة من الحركات المألوفة في كل وقعتين يخودون غمارها وليست هزيمة تطيش باللب وتخلع الفؤاد وتوقع في روع صاحبها انه ضيع الامل ولم يبق له من اطوار القتال غير التسليم فهو في حالة صالحة لاستئناف القتال ان اقبل وان ادبر وسواء طمع في النصر او لاذ بالنجاة وكأنه يتأخر ليتقدم في حينها او بعد حين ويتحول الى الوراء كما يتحول الى الشمال او اليمين طوعا لامر مقصود وجريا في عنان مندود ومن هنا تأسر لقواد العرب في الغزوات الكبيرة ان يلموا شمل الجيش المنهزم في سويعات معدودات وان يتدارك الخذلان من حيث يعصر على الجيوش المنظمة ان تتداركه قبل زمن طويل ولن تخل العصابات المغيرة مع طول الميران من علم باصول الاستطلاع والمباغة والتبييد والمخاتلة وحسبان الحساب للرجعة والافلات وهي على بساطتها اصول لا ندحة عنها في اكبر الميادين واصغرها على السواء هذا ان صح ان حروب العصابات هي كل ما حذقه عرب البادية من فنون القتال في تاريخهم القديم وذلك غير صحيح فالعرب قد عرفوا في حروبهم التي وقعت بينهم تسيير الجيوش بعشرات الالوف على اختلاف الاسلحة والاقسام وقيل ان جيش الغساسنة الذي حارب المنذر بن ماء السماء لم يكن يقل عن اربعين الفا بين راجل وفارس وكان في الجيش معا راكبوا الخيل وراكبوا الابل وحاملوا السيوف وحاملوا الرماح والضاربون بالسهام والنبال والضاربون بالحراب والحجارة ولقد كان الغساسنة والمناظرة اصحاب ملك قائم لا يعصر عليهم تسيير هذه الالوف المؤلفة الى الميادين القريبة ولكن القبائل التي لم تكن على شيء من هذا الملك كانت تسوق الالوف للقاء امثالها وتستعد لها بالجيوش التي تساوي في عددها بعض جيوش القتال في عصرنا الحديث فاستعدت مذحج لقتال تميم يوم الكلاب الثاني بثمانية الاف وجرى بين الفريقين من حيل الاستطلاع والمراوغة والهجوم والمطاردة ما هو محتوى لكل عناصر الكفاح الاولى في كل زمان على ان البادية لم يفتها قط علم الحرب كما علمته دول الحضارة في عصور الجاهلية العربية فكانت غسان على مقربة من الروم تدخل معهم في الفرق المتطوعة على حالي الدفاع والهجوم وكانت ملوك الحيرة على مقربة من الفرس يخدمهم احيانا كتيبان من الجيش الفارسي هما الشهباء والدوسر او الدوشير بمعنى الاسدين شعار الدولة الفارسية وكان جند الشهباء من ابناء فارس وجند الدوسر من ابناء القبائل العربية وليس يحتاج العربي الى اكثر من هذه المقاربة وهذه القدوة لالتقاط الفنون التي يحتاج اليها في تعبئة الجيوش وللفتنة الى المخاوف التي يتقيها في مواجهة التعبئة النظامية من جانب دول الحضارة وقد تبين هذا فعلا في وقعة ذيقار التي تغلب فيها العرب على الدولة الفارسية فان العرب كانوا في تلك الوقعة ابرع قيادة واخبر بفنون الزحف والتعبئة من قادة الجيوش النظامية فلم يغفلوا قط عن حيطة واجبة او حيلة نافعة قبل اشتباكهم بالجيوش الفارسية بعثوا الطلائع وبثوا العيون وقسموا جموعهم الى ميمنة تولاها بن عجل وميسرة تولاها بن شيبان وقلب تولته بطول من بكر عليهم رئيسهم القدير هاني ابن مسعود وانفذوا الى قبائل العرب الذين في جيش الفرس رسلا يثيرون نخوتهم ويغرونهم بالتخلي عن اصحابهم حين يجد الجد ويلتحم الجيشان فوافقتهم اياد وبرت بوعدها فولت من الميدان في احرج الاوقات ولما اصبح يوم الوقعة الحاسمة اقبل الفرس ومعهم الافيال والفرق المدرعة فلم يرع قادة العرب ما شاهدوا من ذلك الجيش الزاخر وتلك العدة الوافية بل تشاوروا في امرهم وعقدوا بينهم ما يشبه مجلس الحرب في اصطلاح هذه الايام فقال ربيعة بن غزالة السكوني لا تستهدفوا لهذه الاعاجم فتهلككم بنشابها ولكن تكردسوا كراديس فاذا اقبلوا على كردوس شد الاخر وقال حنظلة بن ثالبة ان النشاب الذي مع الاعاجم يفرقكم فاذا ارسلوه لم يخطئكم فعاجلوه اللقاء وابدأوا بالشدة وقال يزيد بن حمار اكمنوا لهم كمينا ففعلوا واكمنوه في موضع يقال له الخبأ واوصوه ان يظهر حين يشتد القتال بين العسكرين وتفر قبيلة اياد من صفوف الاعاجم فيكون فرار انصارهم واقبال المدد الى خشومهم مع احتدام القتال ضربتين متداركتين لا يقوون بعدهما على التبات ولم يغفلوا عن حمية الجند والفرسان يلهبونها للمجازفة بالحياة والانفة من طلب النجاة وهو ما نسميه اليوم بالروح المعنوية فعمد حنظلة بن ثالبة الى وضين راحلة امرأته اي خزامها فقطعه وتتبع رواحل النساء فقطع وضنها جميعا فسقطت على الارض وصاحب قومه ليقاتل كل رجل منكم عن حليلته وراح السيافون يقطعون اقبيتهم من مناكبها لتخف ايديهم لضرب السيوف وتسابق الخطباء والشعراء في التذمير والتحريد فذهبوا جميعا يرددون قول قائلهم المنية ولا الدنية واستقبال الموت خير من استدباره وتبارز بعض الفرسان من العسكرين ثم التحم الفريقان وحمي الوطيس وظهر الكمين في اوانه وولت اياد فتتبعها فريق ممن كسرت قلوبهم هذه الصدمة التي فوجئوا بها على غير انتظار واطبق الكمين على قلب الجيش ومعه كوكب الجيش العربي كله فحقت الهزيمة العاجلة على اقوى الجيشين وكتب النصر لاولى الفريقين به في ميزان الفن العسكري الذي يشمل جميع المرجحات مع عدى المرجح المادي دون غيره وهو العدد والسلاح اذ الحقيقة ان غلبة العرب في يوم ذيقار انما كانت غلبة لليقظة على الغفلة وللكفاية على العجز وللخفة على الفخامة وللفن الحربي الصحيح على النظم التقليدية التي لا تصرف فيها وللعزة المشكورة على الكبرياء المزعومة وكان العرب خلقاء ينتصر بكل وسيلة من وسائل النصر في الحروب القديمة والحروب الحديثة الا تفوق الفرس في بعض العدد التي لم ينفعهم تفوقهم فيها عند التحام الصفوف وليس في وسع عالم من علماء الحرب في زماننا هذا ان يأخذ عليهم خللا في خطتهم لم يلتفتوا اليه او يحصي عليهم وجها من وجوه التدبير قصروا فيه لان وجوه التدبير كلها فضول بعد ان تستقيم للقاتل اولا قهبة الاستطلاع ثانيا رسم الخطة ثالثا تنظيم الجيش في مواقفه رابعا تنظيم الجيش في حركاته خامسا اذكاء العزيمة في نفوسه سادسا اضعاف العزيمة في نفوس خصمه وهذه كلها هي صفوة لباب الحرب في العصر الحاضر وفي العصور الغابرة وهي في جميع العصور الى اخر الزمان يبدو لنا ان مزية الفرس والروم في انواع الاسلحة والعدد كانت مزية مبالغا فيها على الاقل في ميادين الاشتباك والالتحان اذا صح ان لها الرجحان في مواقف الحصار ومواقف الحرب من بعيد لاننا عرفنا من اخبار الحروب الماضية ان بعض الفرسان البواسل كانوا يترجلون ليحكموا الضرب والحركة وكانوا يخلعون عنهم شكتهم تبرما بها وتخففا من ثقلها ولا سيما في ايام القيض او في المواضع الوعرة التي تصعب فيها حركة المدرعين في الشكة السابقة وكان بعض الضباط من النبلاء يستصحبون خدما لهم ليحملوا لهم شكتهم الى حين الحاجة اليها وجاء في كتاب فيشتيوس انجل الحرب عند الرومان الاقدمين ان الجنود كانوا يضيقون ذرعا بالدروع المدنية ويستثقلونها ويودون لو يطرحونها ويتاح لهم العمل بغيرها ولم تكن لهم حاجة بها الا حين يرادون على الاقتراب من مواقع السهام والنبال والحراب الطويلة لاداء عمل من الاعمال وعندنا ان العرب قد كسبوا الطريقتين معا بنشأتهم في البادية واقترابهم من دول الحضارة ونعني بهما طريقة العصابات وطريقة الجيوش في ادارة الحروب فقد برعوا في حرب العصابات بالميران الطويل ثم اقتبسوا ما لازمهم ان يقتبسوه من فنون الحرب عند الدول الكبرى على ايامهم فلم يخسروا بذلك احدى الطريقتين بل جمعوا بينهما واستفادوا بما تفيده كل منهما في موضعها فاضافوا سرعة العمل في طريقة العصابات الى احكام التنظيم في طريقة الجيوش وكانوا يقاتلون بفنين متساندين يأخذون منهما ما يأخذون ويدعون منهما ما يدعون حيث كان الفرس او الروم يتقيدون بفن واحد على التراث المحفوظ الذي لا يحسنون التجديد فيه ومن المحقق ان قبائل العرب التي اقامت في الحواضر كانت على الزمن تتلقى النصيب الاوفى من كل الطريقتين اما بالقدوة والتلقين او بالتعليم المقصود ولا سيما قبائل قريش التي كانت تقين في عاصمة العواصم العربية من الوجهة الادبية والثقافية وكانت تجمع كل ما تفرق بين ابناء الجزيرة من المزايا والمعارف والصفات لانها اخذت نفسها باداب الرئاسة المدنية والبدوية التي يدين بها جميع هؤلاء فالتاريخ الصادق يتقاضانا ان نعرف هذه الحقيقة لنعرف موقع العدل والانصاف من حكم الزمن بين الامم الكبيرة التي تنازعت السيادة بعد ظهور النهضة العربية فالنهضة العربية لم يكتب لها النصر لان الفرس والروم كانوا يستحقون الهزيمة وكفاء بل هي قد انتصرت بانها كانت تستحق النصر باسبابه التي لا مصادفة فيها ولا محابات ولا محل لها لفلتة نادرة لا تقبل التكرار وانما كانت اسباب النصر عند العرب ناقصة ستمت في اوانها فغلبوا بوسائل الغلبة جميعها كانوا متفرقين بغير باعث الى الوحدة والنهوض فجاءتهم الدعوة الاسلامية تجمع شتاتهم وتبعث كرامتهم وتنطلق بهم في سبيلهم فتم لهم ما نقص وتهيأت لهم ذرائع النصر في شرعة الارض والسماء وعلم النبي عليه السلام بيوم ذيقار وهو يدعو العرب الى دين التوحيد فرأى فيه بوادر نصر العرب على العجم وايقن انه يوم تتلوه ايام وانه مسمع بدعوته الامم جميعا عما قريب قريش ومخزوم كانت قريش موئل الثقافة العربية من انحاء الجزيرة كلها بين خاضرة وبادية ومن قديم عصورها الى حديثها لانها كانت وسطا بين الحضارة والبداوة وكانت تقيم في عاصمة الحجاز والى جوار الكعبة التي يحج اليها العرب تبركا بحرمتها ولياذا باصنامها ويحملون الى اسواقها ازواد الادب والشار والحكمة كما يحملون اليها ازواد القوتي وسلع التجارة وكانت قريش تنتقل الى بلاد العرب كما ينتقل العرب اليها من بلادهم فكان لها رحلتان في الشتاء والصيف احدهما الى اليمن والاخرى الى الشام وكانت تضيف الى ما تعلمه بالسماع والرواية علم المشاهدة والمراس حيث نزلت في طريقهما من ديار العرب او من ديار الروم والحبشة وسائر الامم الاعجمية كما كانت تسميها والعرب من دأبهم حفظ السير ورواية الاحاديث والتنقيب عن الاخبار والطوايا لان الاستطلاع من طبيعة سكان الصحارة وتتوقف سلامتهم احيانا على خبر يعلمونه في اوانه كما تستهدف ارواحهم احيانا للخطر العظيم من جراء طارئ داهم تفوتهم الحيطة له في حينه ولم يزل ابناء القبائل على ولاعهم المأثور بالسير والاخبار لغير هذه الضرورة التي يدعوهم اليها حب الامن والسلام فهم غيرون على تراث الاباء والاجداد تفاخرا بالنسب العريق وتصحيحا للعلاقات وتمييزا للأقربين والبعداء ومع هذا الولع الاصيل في الطبيعة العربية باستقصاء الخبر يصعب على الذهن ان يتخيل ان قريشا تجهل شأنا من شؤون الثقافة العربية وهي تقيم في مثابة الجزيرة كلها وتسهر على عاصمة العرب وتجوب انحاء هذا الوطن الكبير من شماله الى جنوبه ومن جنوبه الى شماله وتتابع العصور حقبة بعد حقبة وهي في مرقبها الذي تطل منه على كل ما يعنيها فقل ما غاب عنها علم عربي وصل اليه ابناء الحواضر والبوادي باجتهادهم واختبارهم او وصلوا اليه بالقدوة والسماع عن الامام الاجنبية وقل ما خفي عنها ثن من فنون ثقافة العرب في مصالح السلم والحرب او معارض السياسة والشؤون الاجتماعية ونظن ان خطأ المؤرخين في تقدير معارف العرب السياسية لا يقل عن خطائهم في تقدير معارفهم الحربية وقد كانت كما رأينا تفوءا لحضارة الدولة الفارسية وتجارب قوادها واساورتها وكذلك كانت لهم في السياسة والنظم الحكومية خبرة لا يستخف بها من ينفذ الى بواطنها فهي لا تبلغ ان تكون فلسفة مشروحة ومذاهب مفصلة على مثال النظم العصرية ولكنها كذلك لا تنزل الى الفوضى ولا الى الغريزة الهمجية التي لا مساك لها ولا تدبير فيها واوجز ما يقال عن خبرتهم بالنظم الحكومية ان العالم القديم لم يعرف قط نظاما من انظمة الحكم الا كان للعربي نموذج منه يوافق مصالحهم وعقائدهم ويجري على عادتهم وخلائقهم عرفوا نظام الامارة التي ينفرد فيها الامير برأيه ويستأثر فيها بشريعته وقضائه وعرفوا نظام الامارة التي يتولى فيها الحكم نائب عن الامير يقصل في قضايا الرعية بمعونة ذوي الرأي منها الا ان يكون غزوا او قتال فهو باسم الملك دون غيره وهو النظام الذي جرى عليه اهل الحيرة زمنا مع ملكه من منذر ونائبه زيد بن حمد من بني ايوب وعرفوا نظام الامارة التي يختار اميرها من امة اخرى كما تنتقل الاسر الاوروبية اليوم من مواطنها الى الموطن الذي تحكمه بالمصاهرة او بالاتفاق بين الدولتين وعلى هذه السنة اجتمع البكريون حين غلبهم سفهاؤهم واكل قويهم ضعفهم فقال شيوخهم لا نستطيع دفع ذلك الا ان نملك علينا ملكا نعطيه الشات والبعير فيأخذ للضعيف من القوي ويرد على المظلوم من الظالم ولا يمكن ان يكون من بعض قبائلنا فيأباه الاخرون ولكن نأتي تبعا فيختار لنا فقصدوه فملك عليهم حجرا امير كيندا وهو ابو امرئ القيس الشاعر المشهور وعرفوا الحمايات لأعلى انواعها حماية الامارة التي تستعين بجيش اجنبي وحماية الامارة التي تعتمد على جيشها وحماية الامارة التي تدين لدولة واحدة او تدين لدولتين كما حدث ذلك في ملك اليمن بين الحبشة وفارس وسادات البلاد وعرفوا رئاسة القبائل المنفردة ورئاسة القبائل المجتمعة الى نسب واحد ورئاسة الرحل الذين يرعون الابل والشاء ورئاسة اهل القرى الذين يغرسون المروج والبساتين ويزاولون التجارة من موسم الى موسم وكانت قريش تسمع بهذه النظم وتشاهدها في مواضعها وتختبس منها ما هي في حاجة اليه ولكنها لم تأخذ بنظام الامارة لان التنافس بين بطونها يمنعها ان تتفق على ملك من احداها ولم تتعرض لنظام الحماية لانها كانت بنجوة من سلطان الدول الاجنبية ولم يوافقها نظام اهل البد ولا نظام اهل القرى لانها كانت وسطا بين الحضارة والبداوة كما قدمنا وكانت ترعى مصالحها ومصالح الوفود التي تقبل اليها حاجة او متجرة وليست هي من عشائرها التي تقبل منها حكم الشيخ في قبيلته على اية صفة من صفاتها فاختارت لها نظاما فريدا يوفق بين هذه الاطوار الاجتماعية المختلفة فيها ولعله اشبه النظم بنظام المشيخ بين الرومان الاقدمين وانما يقول الرأي الاخير فيه الى مجلس يجتمع من رؤساء كل بطن من القبيلة ويشك ان يكون امره شورى او على صورة الشورى التي ترضى بالمجاملة وان لم يكن فيها رضا بالحقيقة اذ الحقيقة ان المرجع الاخير الى اقوى الاقوياء من اولئك الزعماء كلما حزب الامر وتشعبت الاراء ومن زكانة الحكم عندهم انهم فهموا مناطر رئاسة القراشية التي يدين بها حجاج البيت الحرام وقصاد مكة من الحضار والبادية وهي الدين واللغة والتجارة المجموعة المشتركة فحافظوا مناسك الكعبة وجعلوا اسواقهم معرضا للبلاغة الشارية والخطب المروية وتعاهدوا على ضمان الثقة بالتجارة كلما غدر غادر بذمتها او اعتدى معتد على حقوقها واحتالوا على التوفيق بينهم بتقسيم المفاخر والمراسم على بطونهم وزعمائهم حسب اقدارهم ومزاياهم فانتهى الشرف الى عشرة بطونهم هاشم وامية ونوفل وعبد الدار وأسد وتيم ومخزوم وعدي وجمح وسهن فكانت لهاشم ثقاية الحاج وكانت لأمية راية الحرب يخرجها عند القتال ليسلموها الى قائدهم المختار وكانت لنوفل الرفادة وهي اعانة الحجاج المقطعين بالمال وكانت لعبد الدار السدانة والحجابة واللواء وكانت لبني تيم الديات والمغارم وكانت لبني مخزوم القبة وهي مجتمع الجيش والاعنة وهي قيادة الفرسان وكانت لبني عدي السفارة ولبني جمح الايسار او الازلام ولبني سهم الحكومة والاموال المحجرة وظلوا يتولونها جيلا بعد جيلا الى ظهور الاسلام ولم يكن لهذه الوظائف الموزعة شأن واحد في جميع الاوقات والاحوال بل كانت تعلو تهبط على حسب الزعيم الذي يتولاها وعلى حسب القوة التي يكون عليها بيته عند ولايته اياها ولكننا اذا نظرنا اليها نظرة مجملة وجدنا منها ما كان يقصد به جبر الخاطر والارضاء وما كان يشبه الوظائف الشورية او الادارية الثانوية في حكومتنا الحاضرة ولم نجد بينها سلطات فعالة خليقة ان تتعاقب مع الزمن غير ثلاث متفرقات وهي السلطة الروحية لهاشم وعبد الدار والسلطة السياسية لأمية والسلطة العسكرية لمخزوم من بني مخزوم هؤلاء نشأ خالد بن الوليد بطل هذا الكتاب وكانت نشأته في اعرق بيوتها واعلاها واشرفها واغناها فلم يكن من ابوته او عمومته الا رئيس ابن رئيس لا تعلو مكانته مكانة احد من رؤساء الجاهلية كان جده المغيرة بن عبد الله الذي كان الرجل من بني مخزوم يؤثر ان ينسب اليه فيسمى المغيري تشرفا بالانتساب الى الفرع الذي انافى على الاصول وكان ابوه الوليد بن المغيرة الملقب بالعدل وبالوحيد لانه كان يكشو الكعبة وحده سنة وتكشوها قريش كلها كسوة مثلها سنة اخرى وكان عمه هشام قائد بني مخزوم في حرب الفجار وبوفاته ارخت قريش كما تؤرخ بالاحداث العظام ولم تقم سوق بمكة ثلاثا لحزنها عليه وكان عمه الفاكه بن المغيرة من اكرم العرب في زمانه له بيت للضيافة يأوي اليه من شاء بغير استئذان وكان عمه ابو حذيفة احد الاربعة الذين اخذوا باطراف الرداء وحملوا فيه الحجر الاسود الى موضعه من الكعبة كما اشار النبي عليه السلام قبل الدعوة الاسلامية اما الذي فض النزاع بين القبائل على هذا الشرف حين اذن التنافس بينها بالشر المستطير فهو عم اخر من اعمامه وهو ابو امية بن المغيرة الملقب بزاد الركاب كما جاء في بعض الروايات فقد اشار عليهم ان يكلوا الحكم الى اول داخل من باب المسجد ليختار من بينهم من يرفع الحجر الى مكانه فارتضوا مشورته وتم صواب المشورة بتوفيق البشارة النبوية قبل اهلالها على العالم بسنين ولقب ابو امية زاد الركاب لانه كان يكفي اصحابه في السفر مؤنتهم فلا يتزودون بزاد ويظهر ان بني مخزوم هؤلاء كانوا في ثروتهم وعدتهم وبأسهم اقوى البطون القرشية حين ينفرد كل بطن منها عن سائر بطونها ولكنهم لم يستأثروا بالزعامة القرشية لانهم كانوا ينافسون بني هاشم وبني امية وبني عبد الدار وهم ثلاثة بطون قوية يلتقون في جد واحد اقرب من الجد الذي يجمعهم ببني مخزوم وهو مرة بن كعب بن لؤيا بن غالب بن فهر جد قريشة اجمعين وقد تبينت رجاحتهم هذه في مواقف كثيرة قبل الاسلام وبعده فاتطلعوا وحدهم ببناء ربع الكعبة بين الركنين الاسود واليماني واشتركت قريش كلها في بناء بقية الاركان وكان لبني مخزوم وحدهم في وقعة بدر ثلاثون فرسا من مئة فرس لقريش كلها ومئتا بعير واربعة او خمسة الاف مثقال من الذهب غير الازواد والامداد فلا جرم يعظم على نفوسهم ان يغلبهم منافس على الشرف والعزة وان يحوز كل ما حازوه من الرجال والاموال ثم تشيل كفتهم مرجوحة في ميزان الفخار ولا جرم يأخذون الامر مأخذ الانفة والخنزوانة بينهم وبين بني عبد مناف حين تظهر النبوة في هؤلاء ولا تظهر فيهم وقد اخذوها هذا المأخذ حين قال ابو جاهل تنازعنا نحن وبن عبد مناف اطعموا فاطعمنا وحملوا فحملنا واعطوا فاعطينا حتى اذا تحازينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذه وانما قال ابو جاهل بن عبد مناف ذهابا الى الجد الذي يجمع هاشما وامية وعبد الدار كأنه يستعلي في كبريائه ان ينافس هاشما وحدها دون ان يصعد الى ابيها الذي يجمع بينها وبين غيرها وكان الوليد بن المغيرة يزعم انه هو احق الناس بالنبوة والقرآن ويقول اينزل على محمد واتركوا وانا كبير قريش وسيدها ففي ذلك يقول القرآن الكريم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ونحن نعلم الان اي عقبة كانت هذه القنزوانة المخزومية في طريق الاسلام اذ نرجع الى الايات التي نزلت في رؤسائهم ووصفت ما كان من عنابهم وعتادهم وما كانوا يقابلون دعوة الدين الجديد بدعواهم في ابائهم واجدادهم فلم ينزل في رؤساء قبيلة مثل ما نزل في رؤساء هذه القبيلة ولم تتمثل منعة قوم كما تمثلت منعتهم في ردود القرآن على اقوالهم وهي اقوى ردود عرفت في السور المكية الاولى على ما جاء في الايات الكثيرة من سورة نون وسورة المداثر وسورة الكافرون عدا اشارات اخرى من سورة الحجر وعبس وتولى وكل اولئك فحواه شيء واحد وهو ان بني مخزون باء باسباب المحافظة على القديم جميعا حين تصدى الاسلام لتبديل ذلك القديم فهم اول من يصاب بهذه الدعوة الجديدة واخر من يلبيها ومن ثم كانت المصاولة بين الاسلام والجاهلية في وجه من وجوهها مصاولة بين محمد عليه السلام وبين خالد بن الوليد الذي انتهى اليه شرف الرئاسة المخزومية في ذلك الاوان والناس يختلفون في تمثيل بيئاتهم وطبقاتهم غاية الاختلاف ويصدقون في تمثيلها غاية الصدق وهم يتفاوتون بينهم تفاوت النقيد والنقيد لان البيئة مستودع شامل يوجد فيه الحسن والرديء ويأكل كل منه على حسب مورده ومأتاه وحسب ما هو مستعد له وقادر عليه فاذا قيل سيد من سادات القريش او نموذج من نماذج القرشية الجاهلية جاز لنا ان نتمثله على الوان كثيرة لا على لون واحد وجاز ان يكون هذا السيد خير السادات من طبقته او شرهم وشر اهل زمانه من جميع الطبقات ولكننا مع هذا قد نحصر الخصالة المشتركة والنعوطة الغسطى التي تشيع في هؤلاء السادات غير من تجاوز الحد وبلغ الندرة في الشذوذ والاستثناء سالغالب على هؤلاء السادة انهم يتوارثون الثقافة العربية ويتدارسونها بالتعليم والتلقين والمعاشرة ويستوعبون اخبار الحكماء وزوي الاحلام في علاج المشكلات وتدبير الحيل ومشانعة الناس والايام ويكثر فيهم ان يجمعوا الثقافة السياسية والعسكرية كما وصلت اليهم من تراث الاقدمين من عرب وعجم وبخاصة من كان منهم منوطا بعدة الحرب وقيادة القبيلة في غزواتها او مواقف دفاعها كما كان خالد بن الوليد ومن صفاتهم الشائعة فيهم حب السيطرة والسرامة وقلة الرحمة والاستزادة من المال ومتع الحياة والتفاخر بالوفر والثراء وجمعوا الحطام من حيث مجتمع باساليبهم التي كانوا يستجيزونها ولا يتحرجون منها واشيعها الربا والمغالات بالاسعار وقد وجد في اسرة خالد ما يكثر من الاقراض بالربا ومن يرى في اموال الربا شيئا من الدنس يقاربه في احوال ويستبعده في احوال اخرى فمات ابوه وله على قبائل مكة وارباضها ديون تحسب بالالوف لم يزل خالد يتقاضاها حتى اسلم واسلم المدينون فترك الربا من بعدها واكتفى برأس المال عملا بالقرآن الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وكذلك وجد في اسرته من نزه الكعبة عن انوال الربا وما شبهها فقال لقومه يا معشر قريش لا تدخلوا في بنائها من كسبكم الا طيبا لا يدخل فيه مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة احد وكلهم قراشي جاهلي من طبقة السادة واصحاب المال فحين نقول ان خالدا كان مثال طبقته وعنوان المحافظة على مزايا هذه الطبقة يحسن بنا ان نتجه الى تلك الخلائق الوسطى ونترقب منه نماذجها المشتركة التي لا غلو فيها من هنا او هناك حتى نرى دلائل الزيادة في خليقة من تلك الخلائق فذاك اذا خاصته التي يتميز بها بين قرنائه ولا تخرجه من معهود الطبقة كلها على الاجمال ولا يتم الكلام على تراث بني مخزوم حتى نضيف الى مزاياهم المختلفة مزية ملحوظة لها شأنها في كل مجتمع انساني وليس شأنها بالقليل في حياة خالد على التخفيص فقد كانت هذه القبيلة على كثرة الاقطاب بين رجالها مشهورة بجمال نسائها بين الحواضر العربية وبقيت لها هذه الشهرة الى ما بعد قيام الدولة العباسية اذ كان يقال لاب العباس السفاح ان المخزوميات ريحين العرب وعندك منهن يا امير المؤمنين ريحانة الريحين ولا بدع يكون هذا شأن القبيلة التي نبغ منها خالد بن الوليد وعمر بن ابي ربيع فقديما كانت الفروسية والغزل والمرأة بيئة واحدة تتعاون فيها البطولة والشاعرية والجمال وصفة هذا كله ان خالد بن الوليد قد دخل الاسلام باوفى نصيب من حمية السيادة العربية في عهد الجاهلية فصنع للإسلام وصنع الإسلام له الاعجيب وكان مقياس العبقرية العربية في عهدين متقابلين نشأة خالد خالد بن الوليد بن المغيرة أحد سبعة أخوة من الذكور وقيل عشر بل ثلاثة عشر بين ذكور وإناث ومنهم أختان وقد تقدم إجمال القول في شرف قومه ونصيب أعمامه خاصة من الرئاسة والزعامة أما أبوه الوليد فقد كان الرأس بين الرؤوس والزعيمة بين الزعماء وكانت له في بعض نواحي خلقه وعقله لمحات تلك المواهب التي تجلت بعد ذلك في عبقرية ولده العظيم كان أغنى أبناء زمانه في صفوف الثراء المعروفة بينهم كافة الذهب والفضة والبساتين والكروم والتجارة والعروض والخدم والجواري والعبيد وسمي من أجل ذلك بالوحيد ولقب من أجل ذلك بريحانة قريش وهو الذي قال فيه القرآن الكريم من سورة المدثر ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا مندودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ويروي صفيان الثوري أنه كان يملك ألف ألف دينار ويروي ابن عباس أنه كان يملك من الفضة تسعة آلاف مثقال ولكبريائه في جوده أو جوده في كبريائه كان ينهى أن توقد نار غير ناره في ميناء لإطعام الحجيج وكان يأنف لنفسه في الجاهلية أن يرى سكران على إباحة الخمر وشيوعها في تلك الأيام فانتهى عنها بغير ناهن وقيل إنه قطع يد السارق على سبيل القصاص وقد كان من أصحاب الحيلة والحول والإقدام ضربة من ضرباته في موقف اللبس والتردد ترين فيه أبا خالد قبل أن يعرف العالم ضربات خالد وذلك يوم تداعت الكعبة وأوجس المشركون أن يهدموها ليعيدوا بناءها توقيرا لتلك الحرمة التي كانوا يقاربونها بالضراعة والخشوع ويدخلها بعضهم حفاة الأقدام ولم يقربوها قط بهدم أو عدوان فلما رأى وسواسهم وفزعهم تناول المعول وضربت ضربة الأولى بيديه وهو يقول اللهم لم ترع اللهم لا نريد إلا الخير ومضى في أثره الهادمون غير متهيبين ويأخذ من بعض أحاديثه مع أبي جاهل أنه كان من أفقه الناس لمعاني الكلام ومن أحفظهم للشعر والخطب في أيامه قام النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يصلي والوليد بن المغيرة قريب منه يسمع قراءته فلما فطن النبي صلى الله عليه وسلم لاستماعه أعاد قراءة الآية فانطلق الوليد حتى أتى مجلس قومه من بني مخزوم فقال والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو وما يعلى ثم انصرف إلى منزله فقالت قريش صبأ والله الوليد ولتصبون قريش كلهم فأوفدوا إليه أبا جهل يحتال لصرفه عن الإسلام إن كان قد نوى الدخول فيه وما زال به حتى قام معه إلى مجلس قومه فقال لهم تزعمون أن محمد مجنون فهل رأيتموه يخنق قط تزعمون أنه كاهن فهل رأيتموه قط تكهن تزعمون أنه شاعر وما فيكم أحد أعلم بالشعر مني فهل رأيتموه ينطق بشعر قط تزعمون أنه كذاب فهل جربتم عليه شيئا من الكذب يسألهم ويجيبونه كلا في كل سؤال حتى عياهم أن يردوا كلامه فسألوه رأيه في تفسير بلاغة القرآن ففكر ثم قال ما هو إلا سحر يؤثر أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه فهو ساحر وهذا هو السحر المبين فذات إذ يقول القرآن الكريم إنه فكر وقدر فقوتل كيف قدر ثم قوتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر واختلف المفسرون في تفسير المعنى المقصود بالعتل الزنيم الذي قيل إنه نزل فيه فرأى بعضهم أن الزنيم هو الدعي وأن الوليد بن المغيرة يوصف به لأن أباه ادعاه بعد ثمان عشرة من مولده ورأى بعضهم أن الزنيم وصف له من زنمة كان يعرف بها في عنقه وهي اللحمة المدلات ويخالفهم آخرون فيقولون إن الرجل الذي كان يعرف بهذه الزنمة هو الأخنس بن شريق وكان أصله من ثقيف وعداده في زهر وفي رواية أنه عليه السلام سئل عن العتل الزنيم فقال إنه هو الفاحش اللئيم وغير ذلك من الروايات والتأويلات كثير إلا أن الذي يعنينا فيما نحن بصدده أن الوليد لم ينصد قط إلى أحد غير أبيه المغيرة وأن المغيرة لم يكن بحاجة إلى استلحاق ولد غريب عنه لكثرة أولاده ونجابتهم بين فتيان مخزوم وقريش عامة وأن شبه الوليد ببن المغيرة ظاهر حتى في بعض الفروع البعيدة فإن عمر بن الخطاب كانت أمه قريبة خالد بن الوليد وكان يشبهه أقرب الشبه كما يتفق في أيامنا هذه كثيرا بين أبناء العمات والأخوال وأن غير الوليد لا أولى بذلك الوصف لما تقدم من اعتزاز قريش بنسبته فيهم حتى لقب بريحانة قريش وسمي بينهم بالوحيد وعلى أي حال قد نشأ خالد في بيت الوليد بن المغيرة وهو سيد بني مخزوم وأحد السادات المعدودين في قريش وصاحب الكلمة التي يتعلق بها مصير قومه فيما يجنح إليه من شرعة أو دين أما أمه فهي لبابة بنت الحارث الهلالية وهي أخت ميمونة أم المؤمنين زوج النبي عليه السلام وأخت لبابة بنت الحارث الكبرى زوج العباس عمه وأخت أسماء بنت عميس التي تزوجها جعفر بن أبي طالب ثم أبو بكر صديق ثم علي بن أبي طالب ولها أخوات أخريات بنى بهن رجال من ذوي الأخطار ومقاديم العشائر النابهين وندر في بيوت العرب النبيلة بيت لم يكن له صلة بخالد وذويه بالنسب والمصاهرة من جانب أمه أو جانب أبيه والأقول في سن خالد وتاريخ مولده لا تنتهي إلى قول يمتنع فيه الخلاف فمن المؤرخين من يقول إنه مات وله من العمر ستون سنة فإذا كان قد مات في السنة الحادية والعشرين أو الثانية والعشرين للهجرة فقد ولد إذن في السنة الثامنة والثلاثين أو السنة التاسعة والثلاثين قبل الهجرة ولكنه قول يحول دون تصديقه والأخذ به أن خالد كان صغير السن في عام الفتح مكة كما يفهم من تلقيب أبي سفيان له بالغلام وشيوع هذا اللقب بين عارفيه فقد كان أبو سفيان والعباس يرقبان عبور الكتائب والقبائل في يوم الفتح فكان خالد بن الوليد أول من مر في بني سليم فسأل أبو سفيان من هذا قال العباس هذا خالد بن الوليد فعاد أبو سفيان يسأل وهو يخفي حنقة الغلام قال العباس نعم كأنه لقب كان معروفا بين شيوخ قريش والرجل لا يقال له غلام وهو في نحو السادسة والأربعين وقد يقال له ذلك وهو حول الأربعين إذا كان القائلون من رؤساء الشيوخ وكان اللقب قد عرف قبل ذلك بسنوات وبقي بحكم العادة والتردد على الأفواه فإذا كان خالد بن الوليد يومئذ في نحو السادسة والثلاثين أو السابعة والثلاثين فمولده على التقريب بين سنتي ثماني وعشرين وثلاثين قبل الهجرة وعندئذ تخطر لنا قصة أخرى لها صلة بهذا التقدير وهي قصة المصارعة بينه وبين عمر بن الخطاب وهما غلامان حيث غلب عمر وكسر ساقه في هذه المصارعة وإنما يتصارع الندان أو المتقاربان وعمر على التقدير المشهور قد ولد قبل الهجرة بأربعين سنة أو قرابة هذا التاريخ فالتوفيق بين هذه الأقوال جميعا إنما يستقيم لنا بتأخير مولد عمر قليلا عن سنة أربعين وتقديم مولد خالد قليلا عن سنة ثلاثين فيرجح إذن أن يكون مولده في نحو سنة أربع وثلاثين قبل الهجرة ولا مانع إذن أن يصارع عمر ويغلبه كما يغلب الفتى في الرابع عشر مثلا زميلا له في السادسة أو السابع عشر إذ كان مولودا للدربة على الرياضة وألعاب الفروسية وكان خالد ولا شك كذلك لأنه ورث قيادة الأعنة من باكر الصباه نعم يظهر أنه كانت عليه مخايل الفروسية منذ صباه الباكر إذ رشحه أبوه لقيادة الخيل ولم يكن أكبر أبنائه ورأيناه على قيادة الفرسان فرسان قريش في وقعة أحد التي أحاط فيها برومات المسلمين من ورائهم فحلت الهزيمة بجيش المسلمين بعد انتصاره وقد أسلفنا أن بني مخزوم كان لهم في الجاهلية أمر القبة والأعنة فالقبة هي خيمة عظيمة يضربونها ليجمعوا فيها عدة القتال والأعنة هي الخيل وفرسانها وولاية خالد على هذه الوظيفة الموكلة إلى قبيلته بين بطون قريش جميعا هي آية استعداده للرئاسة والقيادة منذ صباه وفي أخبار خالد قصة واحدة تنفعنا في تصور ملامحه وسيماته لقلة أوصافه المحفوظة على خلاف ما تعودناه من أحاديث العراب عن أبطالهم وهي في الغالب مفيدة في وصف أولئك الأبطال تلك القصة هي ما أشرنا إليه من المشابهة بينه وبين عمر بن الخطاب حتى كان أناس من ضعاف النظر يخلطون بينهما من قريب ولا يميزونهما بالرؤية ولا بسمع الصوت الخفيض وخلاصتها أن علقمة بن علاثة لقي عمر بن الخطاب سرا فقال له مرحبا بك يا أبا سليمان ثم دنى منه فلم يميزه مع دنوه وسماع صوته برد السلام عليه فقال عزلك بن الخطاب فأجابه عمر نعم فمضى علقمة يقول ما يشبع لا أشبع الله بطنه وأصبح عمر فدعا بخالد وعلقمة وسأل خالدا ماذا قال لك علقمة فنفى يكون قد لقيه أو جرى بينهما تلام وكرر عمر السؤال فأقسم خالد بالله ما رأاه ولا سمع منه شيئا فقال علقمة كالموسع له من حرج حلا أبا سليمان ولم يفتن لغلطه حتى تبسم عمر وأخبرهما بالحديث ومن هنا تفهم أن خالدا كان طويلا بين الطول وأنه كان عظيم الجسم والهامة نهيب الطلعة يميل إلى البيض وغني عن تواريخ المؤرخين ولا جدال أن خالدا قد تعلم في الصباح كل ما يتعلمه الفتى المرشح للحرب والفروسية وشمائل الرئاسة ومن الصغائر العرضة التي زعم أناس أنها أصل الجثاء بينه وبين قريبه عمر بن الخطاب أنه صارعه تم تقدم فغلبه وكثر ساقة وهي صغيرة تنبئ عن دراية باكرة بفنون الصراع والكفاح ولكنها لو لم تذكر في مصادرها لأغنان عنها علم القائد الكبير بفنون الفروسية على أنواعها وسرعته في مآزق النزال إلى مصارعة أقرانه ومبارزيه واحتضانهم بعنف شديد حتى يعجزهم عن الحراك وغير بعيد أنه تعود عيشة الشظف ورد نفسه على الخشونة عمدا في البادية ليصبر على مضانك الحرب وشدائد الجوع والضمع حيثما تنفرد عن موارد الزاد فقد جاء في بعض الأحاديث أن خالدا كان يأكل الضب ويشتهيه كما يأكله الأعراب ويشتهونه وهو أغنى إنسان في مكة أن يصيغ هذه الأكلة العرابية مع يساره وافتنان أهله في الأطعمة الحضرية قال ابن عباس رواية عن خالد أنه دخل مع رسول الله على خالته ميمونة بنت الحارث فقدمت إلى رسول الله لحم ضب جاءها مع قريبة لها من نجد وكان رسول الله لا يأكل شيئا حتى يعلم ما هو فاتفق النسوة ألا يخبرنه حتى يرين كيف يتذوقه ويعرفه إن ذاقه فلما سأل عنه وعلم به تركه وعافه فسأله خالد أحرام هو؟ قال لا ولكنه طعام ليس في قومي فأجدني أعافه قال خالد فاجتررته إلي فأكلته ورسول الله ينظر ومثل هذه التربية لقائد من قواد الحرب نموذج يحتذى في كل مدرسة من مدارس الفنون العسكرية الحديثة وعلى سنتها كتب نابليون تقريره وهو طالب في المدرسة الحربية يعيب على النظام يومئذ أن يسمح لأبناء الأعيان بمعيشة الترف واستحاب الخدم بين جدران المدرسة وهم أحرى بخدمة أنفسهم في مدرسة يتعلمون فيها الصبر على شدائد الحروب وكان لخالد ولا ريب علم بالبادية العربية من غير هذا الطريق طريق الرياضة المقصودة إن صح ما رجحناه فلعله سافر كثيرا في الجزيرة العربية قبل الإسلام ولعله عرف في تلك الأسفار دروبها العصية التي كان يطرقها من العراق إلى الحجاز ومن الحجاز إلى اليمن ومن نجد إلى الشام وبعضها كان يعتسفه على عجل بغير أدلاء ولم تكن بخالد ولا بإخوته حاجة إلى التجارة لكسب العيش وتحصيل المال إذ كان أبوه على تلك الثروة التي لا مزيد عليها في البلاد العربية وكانت ثروته أشبه شيء في عصرنا هذا بثروة المصارف التي تعمل في صفقات القروض والربا ومضاربات الأسعار أما الثمرات والخضر في مزارعه فلم تكن مما يحمل إلى البلاد القصية للبيع والشراء وإنما قصاراها أن تباع في الحواضر الحجازية وما قاربها من البوادي القادرة على شيء من الترفي والمتعة ولا سيما في أيام الأسواق والحجيج ولهذا فسر بعضهم وصف بنيه بالشهود فيما تقدم من الآيات بأنهم كانوا أبدا في صحبته وجواره مفاخرة بهم وتنزيها لهم عن التدح والتصرف في شؤون المعاش فأن قضيت لأحدهم رحلة أو سياحة ففي غير هذه الأغراض أو في غير حاجة ملحة إلى الاتجار وإنما هي الدربة والتمرس بالمصاعب والانتفاع بخبرة السياحة وآدابها وقد ينفقون في ذلك خير ما يكسبون كما كان يصنع عمه زاد الراكب وأعمامه الآخرون الذين اشتهروا بالأنفة من مجارات أحد لهم في الضيافة وبذل العطايا والهبات وموضع الترجيح والاستنتاج هنا إنما هو في إرسال خالد إلى البادية قصدا لرياضة النفس والجسد على خشونة الأعراب وشدائد الميادين فهذا وإن جرت به عادة بعض الأشراف في حواضر الحجاز لم يقطع به قول من الأقوال في سيرة الوليد بن المغيرة وبنيه الشهود على احتمال الشهادة للمعنى الذي قدمناه ولكن الأمر الموقوف به كل الثقة والذي لا موضع فيه لترجيح ولا استنتاج أن خالدا قد نشأ حيث نشأ في الحاضرة أو البادية مستعدا للخشونة مستطيعا لمعيشة الأعراب مستجيب السليقة والبيئة لما يتكلفه المجاهد في أوعار القفار وأعنف الحروب وكانت له ضلاعة العصبيين الأقوياء المعهودين بين رجال السيف وهي ضلاعة يوشك أن تستمد من حماسة النفس وشهامة القلب أضعاف ما تستمده من العضلات والأوصال فلم تعفه العبقرية من ضربتها التي لا مناصة من أدائها وآية ذلك أنه مات على فراشه في نحو الخامسة والخمسين وليست هي بالسن الغالبة في من يموتون بداء الشيخوخة من غير علة أخرى وإذا تجاوزنا هذه المظنة وهي كافية ألفين في تراجم الأسرة كلها ما ينبئ عن عوارض الأسر التي تهيئها الأقدار لإنجاب العباقرة في شتى المواهب والمزايا فهذه الأسرة الغريبة تكثر فيها عوارض الاختلاف عن جملة الناس في تركيب الأعصاب خاصة ويشاهد فيها فرد أو أفراد تتجمع فيهم عللها وتمين بهم مخالفاتها وعناصر شدودها حتى تسلمهم إلى الاختلال والاضطراب كأنهم ضحايا الأسرة كلها في سبيل إنجاب العبقرية منها وكانت هذه العوارض مشاهدة في أسرة خالد وفي أخوته على التخصيص فذكر كتاب الاستيعاب في أسماء الأصحاب أن الوليد بن الوليد كان يروع في منامه مثل حديث مالك سواء في قصة خالد وعن مسند بن أبي شيبة أن خالد بن الوليد كان يفزع في نومه فشكى إلى النبي عليه السلام فقال له إن عفريتا من الجن يكيدك وبذلت هذه الأسرة الممتازة ضحيتها الكبرى في شخص سليلها عمار بن الوليد أحد الأخوة المذكورين بأسمائهم من ذرية الوليد بن المغيرة وعمار هذا هو صاحب عمر بن العاص في رحلة الحبشة رسولين إلى النجاشي لتسليم المسلمين بها إلى قريش وكان مولعا بالخمر والغزل وسيما محببا إلى النساء فلما كان بالسفينة بصحبة عمر وامرأته شارب ونظر إلى امرأة عمر نظرة مريبة وقد نلمح عوارض الأسرة هذه في أعظم أفراد الأسرة كما نلمحها في هذا المسكين الذي ابتلي بالثمن الفادح والضحية الكبرى فخالد بن الوليد شرف بن المغيرة لم يفتنه الميل إلى المرأة كما فتن أخاه ولم يصرفه قط عن عبء من أعباء البطولة ولا عن فريضة من فرائض العظمة والعبقرية ولكنه على هذا قد تعرض للمؤاخذة من عمر بن الخطاب ومن أبي بكر الصديق في صدد الزواج المعجل في غير حينه فسب امرأة مالك بن نويرة وتزوج في حرب اليمامة وهو بميدان القتال وسب ابنة الجودي في دومة الجندل وقيل إنه فقد أربعين ولدا في طعون الشام وهو بقيد الحياة لم يجاوز الخمسين بكثير وتلك في جملتها شواهد العوارض التي يقرر النفسانيون المحدثون أنها صمات العبقرية في منابتها ومنابتها هي الأسر التي تنجبها وتبذل أثمانها قبل أن تنعم بمجدها وفخارها وكما ظهرت هذه العوارض في لون من ألوانها على أخيه عمارة ظهرت في بعض ألوانها الأخرى على أخيه الوليد الذي كان مثله يراع في رقاده فهذا الأخ الكريم كان مع جيش المشركين في وقعة بدر فأسره المسلمون وطال الكلام في فدائه لغناه وعداوة أهله للإسلام فطلب آسره أربعة آلاف درهم وعوصى النبي أن لا يقبل فدية له غير شكة أبيه الوليد وهي درع فطفاضة وسيف وبيضة وكل هذه المطاولة والمساومة والوليد باق على دين الشرك في أسر المسلمين فلما تم فدائه وذهب إلى أهله أعلن إسلامه بينهم وهم تارهون وعجب المشركون لأمره فسألوه هل لا أسلمت قبل أن تفتدى فقال كرهت أن يظن بي أنني جزعت من الإسار وصبر على التعذيب والنكاية والحبس بين أهله حتى أفلت بعد جهد وحيلة ولحق بالنبي مشيا على قدميه هذه أيضا نفحة خالدية من نفحات تلك الأسرة القوية التي تأبى لخلائقها أن تحير الناس وأن ترد عليهم من مورد التفاوت والأغراب والمخالفة للمألوف وهي في أطوارها المتباينة منجم العبقرية الذي لا مراء فيه ومعدن البطولة التي تكتب لصاحبها وهو في الأصلاب فها هنا نشأة بطل عبقري مدخر للقيادة والرئاسة بميراث حسبه وطبعه وملكات نفسه وجسده جاءته البطولة وهو ينتظرها ولا يشك فيها وتهيأ لها بالقدرة على الشدة والرخاء والنامة والبأساء ويكاد الصدق والإشاعة معا يتوافيان إلى دلالة واحدة في تربيت هذا البطل المنذوري للبطولة والعبقرية من قبل ميلاده فأكلة الضب التي سبق ذكرها واحدة وغيرها أكلات مسمومات يبدو لنا أنها مخترعة أو محرفة ولكن اختراعها وتحريفها يدلان لا محال على شيء وهو اشتهار خالد بترويض بنيته على تجرع الغصص التي يتقزز منها الناس ويخافون منها الهلاك ففي اليواقيت للقطب الشعراني أنه حاصر قوما من الكفار في حصن لهم فقالوا تزعم أن دين الإسلام حق فأرينا آية لنسلم فقال احملوا إلي السم القاتل فأتوه به فأخذه وقال بسم الله وشربه فلم يضره وتردد مثل ذلك في كتاب الإصابة فروي عن مصادر شتى أنه لما قدم الحيرة أتى بسم فوضعه في راحته ثم سمى وشربه ولم يؤثر فيه وقد سمعنا نيتشي بشير السوبرمان في العصر الحديث يقول إن السم الذي لا يميتني يزيدني قوة فهذه بنية بطل نشأت للمجد على هذا الغرار إسلامه كان إسلام خالد ضربا من التسليم كان ضربا من التسليم بمعناه العسكري المصطلح عليه في عرف القادة ورجال الكفاح لأنه أسلم أو سلم تسليم القائد البصير بحركة القتال بين المد والجزر والنصر والهزيمة الخبير بموضع الإقدام وموضع الإحجام المقاتل والقتال شجاعة المسالم والسلم ضرورة لا محيض عنها ولم يكن تسليمه تسليم العاجز الوكل ولا الجازع المنخذل بل لعله بلغ من نفسه غاية ثقة بالقدرة وحماد اليقين بالخبرة يوم أسلم وسلم إلى معسكر الدين الجديد كأنه آمن بالله لأنه علم من ذات نفسه أنه لن يغلبه إلا الله وكأنه كان يقول في قرارة ضميره أيهزمني أحد وليس له مدد من النبوة أيعل سيف على سيفي وليس له سر من السماء فبلغ نهاية الإيمان بنفسه يوم بلغ بداية الإيمان بالله وقد كان على دويه في بني مخزوم أن يحاربوا حربهم إلى نهايتها لأن الصراع بين الجاهلية والإسلام لم يكن إلا صراعا لهم قبل كل جاهلي وكل قرشي وكل عربي على التعميم وكان معسكرهم أولى المعسكرات أن يصمد إلى موقف الحسم من النضال بين الفريقين لأن بلاءه بإدبار الجاهلية أكبر من كل بلاء وموقفه أمام الإسلام موقف من ينافح عن عزته وعزة بيته وعزة آبائه وأجداده وعزة النظام الاجتماعي كله كما قررته الجاهلية أحقابا بعد أحقاب لأنه النظام الذي به يقومون وبهم يقوم وقد أبلى أبوه في هذا الصراع قصار ما في وساهي من بلاء وهو شرح يطول وتفصيل تضيق به الفصول ولكن إشارة واحدة فيه تغني عن بيان طويل وصفحة مجزة من صفحاته تغني عن الإطناب في القيل والقال وحسبنا من تفصيل مكائده وجهوده كلها في حرب الإسلام أن نقول إنه قد هان عليه في هذا السبيل أن يبذل العزيزين الولد والمال ففي بداية الدعوة المحمدية سعى وقومه إلى عم النبي أبي طالب ليسلمهم محمدا أو يتخلى عنه وله بديلا منه عمارة بن الوليد وقد وصفوه بأنه أنهد الفتيان وأشعرهم وأجملهم في قريش وبعد استفادة الدعوة المحمدية يسعى إلى النبي في من سعى إليه من سورات قريش ليشاطروه أموالهم ويسكت عن أربابهم وعباداتهم وفي ذلك يقول القرآن الكريم في سورة الأحزاب ولا تطع الكافرين والمنافقين وبمقياس هذا البذل السخي في سبيل الدين تقاس كراهة الرجل للدين الجديد وهي كراهة الهرم التي تبقى إلى الموت لأنه فجأ بالإسلام وهو يقارب الثمانين وظل على الكيد له حتى مات بعيد الهجرة وقد نيف على الخامسة والتسعين وكان خالد فتناشئا يوم ظهر النبي بالدعوة الجديدة فنفر منها كما نفر قومه أجمعون وزاد على النفرة لهبا من حمية صباه وتحفزا فتيا يسبق به أباه فما هو إلا أن بلغ مبلغ الزعامة في القتال حتى تجرد لها بعزيمة الفتوى وشجاعة البطولة ولم تنقضي سنتان على موت أبيه حتى كان قائد الميمنة في وقعة أحد المشهورة وتولى الهجمة التي مالت بكفة النصري من جانب المسلمين إلى جانب المشركين وذلك أن النبي عليه السلام أقام الرمات من وراء جيشه وقال لهم قوموا على مصافكم هذه فحموا ظهورنا فإن رأيتمونا قد انتصرنا فلا تشركون وإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرون فلما ول المشركون منهزمين وتبيعهم المسلمون مغتنمين خالفت كثرة الرمات وصاية النبي وتصايح بينهم ما مقامنا هاهنا وقد انهزم المشركون فكانت هي الغرة التي اهتب لها خالد ولم تذهله عنها الهزيمة المطبقة بقومه فكر بالخيل وتبيعه عكريمة بن أبي جهل صاحب الميسرة وداروا من وراء جيش المسلمين فحملوا على من بقي من الرمات فقتلوهم وقتلوا أميرهم عبدالله بن جبير وانتقضت صفوف المسلمين واستدارت رحاهم واختلطوا فصاروا يقتتلون على غير شعار ويضرب بعضهم بعضا من العجلة والدهشة وشاع أن عليه السلام قتل في المعركة وقتل فيها حمزة وسبعون من الأنصار وأرجف المرجفون بكبار الصحابة حتى ظن أبو سفيان أن أبا بكر وعمر من القتلى وصاح بين الصفوف يوم بيوم بدر والحرب سجال واشترك خالد في وقعة أخرى هي وقعة الأحزاب أو الخندق فكانت أيضا من أهول الغزوات على المسلمين وأوشكت أن تحيق بهم دوائرها لو لا يقضت علي بن أبي طالب ووقعة بعض الدهات بين أحزاب قريش وهبوب الريح التي عصفت ببيوتهم وقدورهم وزادتهم يأسا من اقتحام الخندق الذي حفره المسلمون حول المدينة وفي هذه الغزوة يقول القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك ابتل المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وقد كان خالد في هذه الغزوة يطوف بخيله حول الخندق يلتمس مضيقا يقحم منه الخيل فعياه وفشل عمر بن ود حين حاول العبور من إحدى نواحيه فلما حبطت حملة عمر وقتله علي بن أبي طالب بات المشركون ليلتهم يقسمون كتائبهم لكل فريق من المسلمين كتيبة تدهمه مع الصباح فكان خالد هو الموكل بالنبي عليه السلام في كتيبة غليظة من خيل قريش والأحزاب فاندفع يقاتل سحابة النهار وقليلا من الليل إلى أن تحاجز الفريقان ورجع المشركون وانصرف المسلمون إلى قبة النبي فارتد خالد بعد هنيها يطلب الغرة وكاد أن يظفر بها لو لا حرس من المسلمين بقيادة أسيد بن حضير تنبه له وفوت عليه غرضه ثم انقطع القتال وهو لا يزال على الطلب والطواف وكان آخر من ترك الحومة بعد يأس الأحزاب من عبور الخندق ودخول المدينة فظل هو وعمر بن العاص على ساقة الجيش في مئتي فارس رداء للجيش كله مخافة أن يتعقبه المسلمون وتصدى خالد مرة أخرى للنبي عليه السلام في سنة الحديبية وهو في طريقه إلى مكة وكان النبي قد خرج إليها معتمرا في نحو ألف وخمسمائة من المسلمين لا يحملون سلاحا غير السيوف في القرب فأوجس المشركون خيفة أن يكون قدومه إلى البيت الحرام للقتال لا للعمرة وندب خالدا في مئتي فارس للقائه قبل بلوغ مكة فدنى خالد حتى نظر إلى أصحاب رسول الله وأمر رسول الله عباد بن بشر فتقدم في خيله وأقام بإزائه وصف من ورائهم رجاله ثم حانت صلاة الظهر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخوف وهم خالد أن يغير عليه لو لا نخوة من الفروسية أبت له العدوان على المسالم وقمعت فيه طمع الرئيس الموتور وقال خالد يصف ذلك بعد إسلامه هممنا أن نغير عليه ثم لم يعزم لنا وكان فيه خيرة فاتلع على ما في أنفسنا من الهجوم به فصلى بأصحابه العصر صلاة الخوف فوقع ذلك مني موقعا وقلت الرجل ممنوع إلا أنه مع هذا بقي على عداوته في خصومة الإسلام ومعاندة نفسه دون الإصغاء له والنظر إليه فلما صالح النبي قريشا ودخل مكة في عمرة القضية كره خالد أن يشهد دخوله وتغيب من جوار البيت ريث ما يعتمر المسلمون ويرجعون من حيث أتوا وهو معفى النظر من رؤية شيء لا يستحبه ولا يخلي بينه وبين حربه كذلك كانت كراهة خالد للإسلام بعد كراهة أبيه ومن وثباته هذه واللجاجة ذاك يغلب على الظن أن كراهته كانت من نوع تلك الكراهة التي هي أقرب إلى المبارزة والمناجزة منها إلى المقت والضغينة لأنها لا تعني صاحبها بالبعد من موضوعها كما تعنيه بالاشتغال به والعكوف عليه كأنه زميل المبارزة اللازم لإتمام الصراع وإذكاء حرارته وامتحان قدرة النفس عليه وهذه الحرارة حركة جياشة في النفس وليست كذلك الموات الذي تنقبض عليه النفس في الشيخوخة الثانية ولا كذلك الضغن الذي يتغذى بقيحه المخزون في طبيعة منغولة مع دومة الخير والنجدة مثل هذه الحركة الجياشة في النفس الحية الفتية في السيل المتدفع الآتي في واديه المحيط بجانبيه يظل متدفعا آتيا ما بقي في الوادي ومن همر عليه الغيث من ضفتيه ولكنه إلى أمد لا محالة لأنه سينتهي إلى مفترق الوادي فلا يجيش ولا يتدافع وسيقصر عنه الغيث فلا يرب ولا يترع وسيكون طريقه مع الوادي المفترقي غير طريقه مع الوادي المحصور والوادي هنا قد افترق في مجراه شعبة بعد شعبة منذ عهد قريب وإن لم ينتهي بعد إلى غاية المفترق في الأرض البراح افترق الوادي قليلا حين انقسم بيت المغيرة بين معسكر الجاهلية ومعسكر الإسلام وأصبح في معسكر الإسلام أخوان حبيبان إلى خالد وهما الوليد وهشام وافترق قليلا يوم أصغى أبوه إلى القرآن فحدث آل بيته عنه ذلك الحديث الذي أرابهم وأشجاهم فحسبوه قد صبع عن دينه وسألوه عن نبأ محمد فأوشك أن يقع في قلبه أنه وحي السماء لولا لم ينطق لسانه بأنه السحر الذي يفرق بين الرجل وزوجه والولد وبنيه والسيد ومولاه وافترق قليلا يوم شهد خالد سكينة المسلمين في طريق الحديبية وهم قائمون للصلاة وهجس في خاطره أن يغير عليهم فصدته عنهم رهبة الصلاة ونخوة الفارس المحجم عن الغدر والغيلة وسرى في روعه أن لمحمد لا سرا وأن الرجل لممنوع وكان لتلك الحركة الجياشة مدد من تحريك الكتائب وتجريد الطلائع وإقامة الأرصاد والتقاء الجموع واتفاق الكلمة بين المشركين على الحرب والعداء فإذا هم يتبلبلون مختلفين بعد صلح الحديبية وإذا بصلح الحديبية يلقي السلاح من الأيدي سنين طوالا لا لقاء فيها ولا نزال ولا ثورة من غضب ولا جذوة من غيظ ثار ومات الشيوخ الذين كانوا يخيمون بوقارهم وجمودهم على العقول وتهيأ الجو للسؤال فيما هذا العداء والنضال أمن أجل الكعبة ومحمد يرعاها ويحترم جوارها ويحج إليها أمن أجل الكرامة ومحمد يصون للعزيز كرامته ويعرف للحسيب قدره ومن أين لمحمد ذلك النصر المبين بعد النصر المبين ومن أين له تلك المهابة التي ترد عنه الأعين والأيدي من قريب ومن أين له ذلك العون الذي يدركه وقد أحاطت به الهزيمة من كل فج فإذا هو ناصل منها وإذا هو الطارد وقد خيل إليهم أنه الطريد المخذول ومن أين للمسلمين ذلك الأدب وذلك الخشوع ومن أين للنبي بينهم ذلك السلطان الصادع والصوت المسموع لقد رآهم ورآه سيد أهل الطائف عروة بن مسعود فعاد إلى قومه يقول والله يا معشر قريش جئت كسرى في ملكه وقيصرى في عظمته فما رأيت ملكا في قومه مثل محمد بين أصحابه ولقد رأيت قوما لا يسلمونه بشيء أبدا فانظروا رأيكم فإنه عرض عليكم رشدا فاقبلوا ما عرض عليكم فإني لكم نعصح مع أني أخاف ألا تنصروا عليه ولقد رأوه بعد ذلك في عمرة القضاء لا يتوضأ وضوءا إلا كاد المسلمون يقتتلون عليه وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده ولا يحدون النظر إليه ورأوهم في نظامهم ومودتهم وصدق إيمانهم وخالص نياتهم فأكبروهم وعز عليهم أن يصغروهم أو يتمادوا في الزراية بهم والآراض عنهم وانقلبوا إلى أنفسهم فإذا هم مرتابون في الغد متدابرون في المقصد منهزمون وهم الأكثرون محجمون وهم المتربسون فحانت الساعة لوزن الأمور ومراجعة الحاضر والمصير وفرضت هذه المراجعة فرضا على كل ذي بصر بالقيادة في معارك النضال أين تفشل وأين يتسع لها المجال فإذا بالرجلين المفتورين على توجيه الوجوه قد انتهيا إلى رأي في مصير المعركة بين الجاهلية والإسلام في ساعة واحدة وعلماء يقف الدينان المتنجزان من حق النصر وعوارد الهزيمة وهما عبقرية قريش في أصول القيادة على تباين السن والمذهب والمزاج خالد بن الوليد وعمر بن العاص وفي تلك الآوينة التي يشتد فيها الجذب والدفع بين الإنسان وقرارة ضميره وتجب فيها الموازنة وجوبا على كل ضليع بها قادر عليها لم يترك خالد لنفسه ولم يلبث أن جاءته الدعوة التي تنصره على عناده وتخرجه من تردده وتستدعي منه البت العاجل بجوابه وتمسح الغضادة التي لعلها كانت تثنيه عن تلبية ضميره وتلك رسالة من أخيه يحملها له من كلام محمد ولا غنى فيها عن جواب قال أخوه الوليد أما بعد فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقلك ومثل الإسلام يجهله أحد ثم مضى يقول سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين خالد فقلت يأتي الله به فقال ما مثل خالد يجهل الإسلام ولو كان جعل نكايته وحده مع المسلمين على المشركين لكان خيرا له ولقد دمناه على غيره فاستدرك يا أخي ما فاتك منه فقد فاتتك مواطن صالحة تلك كانت هي الدعوة التي جاءت في أوانها وكان إسلام خالد هو الجواب فهي مراحله الطبيعية التي لا بد له من عبورها بين الجاهلية والإسلام لم يكن طبيعيا أن يلبي أول دعوة وهو هو في قريش صاحب معقلها المنيع ولم يكن طبيعيا أن يلبي الدعوة في وطيس الحرب ومحتدم العداء ولم يكن طبيعيا أن يسكن هنيهة إلى الموازنة وقد انقسم بيته ثم انقسمت نفسه ثم جاءته الدعوة الكريمة في حينها فلا يكون الإسلام جوابه المنظور فهو قد انتقل من الإصرار إلى القتال إلى الموادع إلى الموازنة إلى الترجيح إلى الإجابة ولو عجل بواحدة من هذه الخطوات لكانت هذه العجلة هي مكان العجب وهي الأمر المخالف لطبائع الأمور وقد أسلفنا أن الإسلام كان في أمر خالد ضربا من التسليم فنعيد هنا أنه تسليم القائد في معركة نفسية وليس بتسليم القائد في معركة حسية وكفى ولهذا عناه أن يستغفر له النبي ربه عن ماضيه ولم يكن قصاراه أن يرحب به النبي ويسلكه بين صحابته ومرديه فقال يا رسول الله قد رأيت ما كنت أشهد من تلك المواطن عليك معاندا عن الحق فادعو الله يغفرها لي فأجابه النبي عليه السلام إن الإسلام يجب ما كان قبله فعاد خالد يؤكد رجاءه ويقول يا رسول الله وعلى ذلك فدعى النبي ربه اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك فرضي خالد واستراح ولا يكون هذا إلا تسليم القلب نفض عنه الكفر وليس تسليم اليد رامت منها السلاح وأحرى بنا أن نرجع إلى كلام خالد لبيان تاريخ إسلامه وسبب اهتدائه وتلخيص الأحاديث التي كاشف بها خلصاءه قبل الحاقه بالنبي في المدينة ليسلم على يديه فإنه أجمل ذلك كله إجمالا يفصح عن تلك الأطوار النفسية التي سورته وإن لم يقصد إلى الإفصاح عنها ولعل صدورها منه على البديهة أبين لها وأقرب إلى توكيدها من الشرح المقصود قال لما أراد الله بي من الخير ما أراد قذف في قلبي حب الإسلام وحضرني رشدي وقلت قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد فليس موطن أشهده إلا وانصرف وإني أرى في نفسي أني موضع في غير شيء وأن محمدا سيظهر فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية خرجت في خيل المشركين فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه بعسفان فقمت بإزائه وتعرضت له فصلى بأصحابه الظهر إماما فهممنا أن نغير عليه ثم لم يعزم لنا وكان فيه خيرا فاطلع على ما في أنفسنا من الهجوم به فصلى بأصحابه العصر صلاة الخوف فوقع ذلك مني موقعا وقلت الرجل ممنوع وافترقنا وعدل على سنن خيلنا فأخذت ذات اليمين فلما صالح قريشا بالحديبية ودافعته قريش بالراح قلت في نفسي أي شيء بقي أين المذهب فأخرج من ديني إلى نصرانية أو يهودية أفأقيم في عجم أو أقيم في داري في من بقي وبينما أنا كذلك اذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية وتغيبت فلم أشهد دخوله وكان أخي الوليد قد دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلت العمرة فطلبني فلم يجدني فكتب إلي كتابا فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقلك ومثل الإسلام يجهله أحد وقد سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين خالد فقلت يأتي الله به فقال ما مثل خالد يجهل الإسلام ولو كان جعل نكايته وحده مع المسلمين على المشركين لكان خيرا له ولقد دمناه على غيره فاستدرك يا أخي ما فاتك منه فقد فاتتك مواطن صالحة فلما جاءني كتابه نشط للخروج وزادني رغبة في الإسلام وصرتني مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت في النوم كأني في بلاد ضيقة جذبة فخرجت إلى بلد أخضر واسع فقلت إن هذه الرؤية حق فلما قدمت المدينة قلت لأذكرنها لأبي بكر فذكرتها فقال هو مخرجك الذي هداك للإسلام والضيق الذي كنت فيه الشرك فلما أجمعت الخروج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت من أصاحب إلى محمد فلقيت صفوان بن أمية فقلت أما ترى يا أبا وهب أما ترى ما نحن فيه إنما نحن أكلة رأس وقد ظهر محمد أعلى العرب والعجم فلو قدمنا عليه فاتبعناه فإن شرف محمد شرف لنا فأضع علي أشد الإباء وقال لو لم يبق غيري من قريش ما تبعته أبدا فافترقنا وقلت هذا رجل موتور يطلب ثأرا قتل أبوه وأخوه ببدر ولقيت عطرينة بن أبي جهل فقلت له مثل ما قلت لصفوان فقال لي مثل ما قال صفوان فقلت له فطوي ما ذكرت لك وخرجت إلى منزلي فأمرت براحلتي تخرج إلي إلى أن ألقى عثمان بن أبي طلحة وهو صديق لي أذكر له ما أريد ثم تذكرت من قتل من آبائه فكرهت أن أذكره ثم قلت وما علي وأنا راحل من ساعتي فذكرت له ما صار الأمر إليه وقلت إنما نحن بمنزلة ثالب في جحر لو صب عليه زنوب من ماء خرج وقلت له نحوا مما قلته لصاحبيه فأسرع الإجابة وأدلجنا بسحرة فلم يطلع الفجر حتى التقينا بيأجج على ثمانية أميال من مكة فغدونا حتى انتهينا إلى الهدة فوجدنا عمر بن العاص بها فقال مرحبا بالقوم قلنا وبك فقال أين سيركم قلنا ما أخرجك قال فما الذي أخرجكم قلنا الدخول في الإسلام واتباع محمد قال وذاك الذي أقدمني فاستحبنا جميعا حتى قدمنا المدينة فأنخنا بظاهر الحرة ركائبنا وأخبر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر بنا فلبست من صالح ثيابي ثم عمدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيني أخي فقال أسرع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بقدومك فسر بقدومك وهو ينتظركم فأسرعت الماشي فطلعت فما زال يبتسم إلي حتى وقفت عليه فسلمت عليه بالنبوة فرد علي السلام بوجه طلق فقلت إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال الحمد لله الذي هداك قد كنت أرى لك عقلا ورجوت أن لا يسلمك إلا الخير إلى أن قال وتقدم عمرو عثمان فبايعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قدومنا في شهر صفر من سنة ثمان فوالله ما كان رسول الله يوم أسلمت يعدل بي أحدا من أصحابه فيما حزبه فهذا السرد البسيط قد يحوم بنا حول الخالجة الأولى التي حركت قلب خالد إلى الإيمان بالدين الجديد ونحسب أنها قد خالجته يوم التقائه بالمسلمين في طريقهم إلى مكة قبيل صلح الحديبية يوم ردته سكينة الصلاة عن جموع المسلمين وهم مسالمون قانتون إلى جوار البيت الحرام ويوم بدى له أن هذا البيت العتيق غير خاسر شيئا بدعوة محمد وغلبة أصحابه على البلد الأمين ويوم تراء العمط من قريش أن يذود بن عبد المطلب عن كعبة آبائه وأجداده ويفسح طريقها للوافدين من حمير كما قال الحليس بن علقمة الكناني سيد الأحابيش فمنذ تلك الساعة تباعد ما بين خالد وبين الشرك وتقارب ما بينه وبين الإسلام وطفق يتباعد من هناك ويتقارب من هنا حتى كانت مبايعته النبي على ما تقدم قبل فتح مكة بشهور وفي تحقيق هذا التاريخ تاريخ إسلامه خلاف غير قليل ولكن التاريخ الذي جاء في سرده المنسوب إليه أرجح التواريخ جميعا لأسباب كثيرة ليس بأهونها ولا أوهنها السبب النفساني الذي اقترن بغيره فإن الوقت المشار إليه آنفا لهو أشبه الأوقات أي اتفق فيه قائد الحرب وقائد السياسة على انتهاء الجولة بين قريش والإسلام ولن نجد وقتا هو أولى باتفاق القائدين على اختياره للتسليم من ذلك الوقت الذي تواردت فيه الخواطر بين خالد بن الوليد وعمر بن العاص وبعده قضي الأمر ولم يبق لمكة إلا أن تفتح أبوابها طائعة لمن هجرته وهجرها تلك السنوات الثمان وقد علم النبي عليه السلام جلية الأمر منذ قدم إليه الرفاق الثلاثة فقال لصحبه رمتكم مكة بأفلاد أكبادها وحق للمسلمين أن يحسبوا منذ تلك الساعة أن أولئك الرفاق الأفداد قد جاءوا بمقاليد الكعبة ومسالك البلد الأمين فالواقع أن مكة قد آذنت بالفتح منذ فارقها خالد وعمر وعصنان بن طلحة فأصبحت المدينة المفتوحة التي نعرفها في استلاح هذه الأيام وأصبحت قضية مغلقيها في وجه الدين الجديد قضية عبث وحبوط ويغطئ الكاتبون الذين يزعمون أنها فتحت بعد شهور لأنها أخذت على غرة وزحف عليها جيش المسلمين في عشرة آلاف وأهلها معجلون عن الأهبة والدفاع فإن النبي عليه السلام إنما زحف عليها لأن قريشا غدرت بعهدها وصطت على حلفائه من خزاعة ثم أشفقت من القصاص فأوفدت أبا سفيان إلى النبي يستأمنه ويسأله مدى العهد الذي أبرم بينهم في صلح الحديبية فأبا النبي ولم يجبه وأحس المشركون منذ اللحظة الأولى أن المسلمين زاحفون عليهم لا محالة فلو أن قضية الشرك بقيت لها بقية من عزم لاستعدوا قبل السطو بخزاعة أو بعده على الأثر وأراحوا أنفسهم من الوساطة في التأجيل والمراوغة ولكنه التسليم الذي بدأ بإسلام خالد وصاحبيه قد تراخى به الوقت إلى أجله المعلوم فلما جاءها المسلمون دخلوها أمنين على كثرة من بها من المشركين وتقدم النبي صلوات الله عليه في كتيبته الخضراء وتقدم سعد بن عبادة والزبير بن العوام وخالد بن الوليد إلى أبوابها فدخلوها كل من الباب الذي وكل إليه ونهى النبي أصحابه عن القتال فيها فلم يحدث قط قتال إلا من صوب خالد بن الوليد لأن صفوان بن أمية وسهيل بن عمر وعكرمة بن أبي جاهل رصدوا للباب الذي وصل منه وجمعوا له جمعهم فمنعوه ورموه بالنبال وشهروا عليه السلاح فبطش بهم وقتل منهم قرابة ثلاثين أكثرهم من قريش وأقلهم من هذيل وأولى السادة والأتباع بعد ذلك في هزيمة النكراء أهو تدبير أم مصادفة أحكم من التدبير خالد دون غيره تصادفه جنود رفقائه بالأمس في جيوش المشركين فيرمونه ويرميهم وقد كانوا معنى يرمون المسلمين عن قوس واحدة إنه حارب في صفوف الإسلام عرب الجزيرة وعرب العراق والشام وحارب في صفوف الإسلام جيوش الفرس والروم وحارب في صفوف الإسلام كل من برز لتلك الصفوف فما بال الجاهلية القراشية وحدها ينصرها على المسلمين ولا ينصر المسلمين عليها وإن يلتقي بها إن فاته لقاؤها في ذلك اليوم لقد لقيها إذن في ساعتها التي لا ساعة بعدها وقال النبي حين سمع بضربته ألم أنهي عن القتال قالوا إنه خالد قتل فقاتل فقال قضاء الله خير ثم قال لا تغزى قريش بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة وغرائب الاتفاق هكذا تكون حيث تكون مع النبي أحاط بالنبي عليه السلام نخبة من كبار الرجال مختلفون في الأعمار والأقدار مختلفون في البيئات والأحساب مختلفون في فهم الدين وبواعث الإسلام فكان اختلافهم هذا آية من أصدق الآيات على رحابة الأفق وتعدد الجوانب في نفس ذلك الإنسان العظيم وكان علمنا بكل رجل من أولئك الرجال مزيدا من العلم بعظمة هاديهم وسيدهم وموجه كل منهم في وجهته التي هو أصلح لها وأقدر عليها وهم يلتقون أول الأمر وآخره في ذلك لينبوع الفياض من تلك الفطرة العلوية التي فطرها الله لهداية الأمم وقيادة الرجال بل لقيادة القواد الذين يروضون الأمم والرجال وما من عظيم من هؤلاء العظماء إلا كان تقدير النبي إياه بقدره الصحيح آية على عرفانه الشامل بخصائص النفوس وسبره العميق لأغوار الطبائع والأفكار ولكن تقديره لخالد بن الوليد على التخصيص كان آية الآيات في هذا الباب لأنه عليه السلام لم يكبره إكبار السياسي الذي يستجمع القوة حواليه وينزل كل زعيم منزلة قومه من الوفرة والعزة والجاه والعتاد وإنما أكبره لأنه عرف أقصى مستطاعه قبل أن يظهر من مستطاعه كثير وسماه سيف الله وبينه وبين الوقائع التي استحق بها ذلك اللقب الجليل بضع سنوات بل سماه سيف الله وهو قافل من معركة يلتقي المسلمون من عادوا منها بالنكير والتشهير ويحثون في وجوههم التراب ويصيحون بهم أينما وجدوهم يا فرارا يا فرارا فررتم من سبيل الله لم يكبر النبي خالدا كما أكبر أبا سفيان تآلفا له ورعيا لمكانه في قومه ولكنه أكبره للصفة التي سيوصف بها في تاريخ الإسلام بعد اهتدائه إليه ببضع سنوات أكبره لأنه سيف من سيوف الله والناس لا يرون إلا الهزيمة والارتداد ولم يكن النبي موليه القيادة في المعركة التي ارتد منها بجيش المسلمين فيقول قائل إنه ينصر قائدا هو المسؤول عن اختياره وهو من ثم المسؤول عن ارتداده أو فراره ولكنه ولا آخرين وترك اختياره بعدهم لمشيئة إخوانه في الجيش فاختاروه بعد ذلك مجمعين كثير من رؤساء الأمم يعرفون موضع الإكليل من رؤوس القادة وهم منتصرون ظافرون ولكنه موضع يخفى جد الخفاء عن أنظار هؤلاء الكثيرين إذ لم يدلهم عليه ضياء النصر والظفر ويبقى للعين الملهمة وحدها أن تراه في ظلام المحنة والبلاء وقد صحب خالد النبي ثلاث سنوات وعهد إليه النبي في كثير من الأعمال الصغيرة وأشركه في بعض الأعمال الكبيرة ومنها غزوة مؤتة وغزوة حنين وسرية بني جذيمة فما من هذه الأعمال الكبيرة عمل واحد لم يتسع فيه المقال للشانئ والحاسد ولم ينظر إليه الناظر من وجهتين متعدلتين تارة إلى جانب العذر وتارة إلى جانب الملام ولو أنه رضي الله عنه قضى نحبه في السنة العاشرة للهجرة أو بعد ذلك بقليل لعجب المؤرخون كيف سمي سيف الله وفيما استحق هذا اللقب الذي لا يعلوه لقب في الإسلام ولكن النبي وحده قد عرف قبل الحادية عشر للهجرة أنه حقيق بذلك اللقب على أوف مداه وسماه به قبل أن يهزم المرتدين وقبل أن يهزم الفرسة والروم وقبل أن يصون للإسلام جزيرة العرب ويضم إليها العراق والشام وهي الأعمال الجسام التي من أجلها يدعى اليوم سيف الإسلام وإنما هو البصر العلوي الذي يلمح هذه القدرة في معدنها حيث ينظر الناس فيرون خالدا مرتدا من غزوة مؤتة أو مأخوذا مع الخيل وهي تولي في أول المعركة من ميدان حنين أو صانعا في سرية بني جذيمة ما يبرأ منه النبي عليه السلام ولهذا ينبغي أن توزن هذه الأعمال بميزانها الصحيح لإقامة خالد نفسه في مقامه الصحيح فهي ولا ريب من المعدن الذي نجمت منه حروب الردة وفتوح العراق والشام سرية مؤتة وأول هذه الأعمال قد اشترك فيها متطوعا بعد إسلامه بشهرين أو ثلاثة أشهر وهو سرية مؤتة التي سيرت إلى البلقاء وكان سبب هذه الغزوة أن النبي عليه السلام أرسل وفدا إلى ذات الطلح بمقربة من الشام ليدعوهم إلى الإسلام فقتلوا جميعا وعدتهم خمسة عشر إلا رئيسهم نجى من القتل نجى وحده ولعلهم أبقوا عليه عمدا ليخبر بما رأاه على عادة المنكلين في إبلاغ مثلاتهم إلى من يهددونه بالتمثيل والتنكيل وأرسل عليه السلام الحارث بن عمير الأزدي رسولا إلى هرقل فقتله شرحبيل بن عمر الغساني وهو في الطريق فأشفق عليه السلام من عقب السكوت على كلتا الفعلتين وهو غير مأمون وعلم أن قبائل الجزيرة العربية نفسها قد أذعنت للدعوة الجديدة ومنها المتربص للغدر متى قدر عليه والموهون الإيمان الذي لا يصبر على الإغراء والاستثارة فإذا استضعف الغسانيون وجيران الغسانيين شأن النبي وأفلتوا من جراء رفالة كتلك الفالة اللئيمة جرأهم ذلك عاجلا على اقتحام الصحراء للنقمة من المسلمين فتهبوا القبائل لنصرتهم في طريقهم وتمدهم الدولة الرومانية بالمال والسلاح تقريرا لهيبتها في عيون أولئك البدو الذين جهلوا بأسها ووهموا أنهم قادرون عليها إذ لا مطمع للدولة الرومانية في مقاتلة المسلمين وإخضاع الجزيرة بغير هذه الوسيلة ولا سبيل إلى تسيير الجنود الرومانيين بنظامهم المعروف ومعداتهم الكثيرة لمنازلة المسلمين في عقل دارهم من وراء المفاوز والنجود وتسييرهم بحرا إلى شواطئ الحجاز لا يغنيهم عن الاستعانة بأناس من العرب وأهل البادية وهم أولى يستعينوا على هذا المطلب بأتباعهم الأقدمين في تخوم الشام فلم يجد عليه السلام مناصا من السأر لأصحابه المقتولين وجرد لتأديب المعتدين جيشا صغيرا لا تتجاوز عدته ثلاثة آلاف وكان في ذلك الجيش خالد بن الوليد ونخبة من أقدم استحابة عهدا بالإسلام فلم يتولى خالد قيادته لأنه كان على الأرجح أحدثهم عهدا بالدخول فيه وتولاها زيد بن حارثة فإن أصيب فالرئيس جعفر بن أبي طالب فإن أصيب فعبد الله بن رواحة فإن أصيب فليرتضي المسلمون بينهم رجلا فليجعلوه عليهم وأمرهم عليه السلام أن يذهبوا إلى حيث قتل الرسول فيدعو القوم إلى الإسلام فإن أجابوا وإلا فالقتال وأوصاهم لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا ولا ثانيا ولا معتزلا بصومعة ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرا ولا تهديموا بناء ولا شك أن هذا الجيش إنما كان بالوصف العصري حملة تأديبية وبعثة استطلاع يقاد على هذا الاعتبار ومن أجل هذه الغاية ولا يراد به بداهة أن يحطم قوة الدولة الرومانية أو يفتح البلاد التي كانت يومئذ في يديها فمضى لهذه الوجهة حتى نزل معانا وقام بها ليلتين وسمع المسلمون هناك أن هيرقلا قد عسكر بمآب في مائة ألف من الروم ومائة ألف من قبائل لخم وجزام والقين وبهراء وبلا على أهبة اللقاء وقد يقعوا في الخاطر أن الروم عالموا بمسير جيش المسلمين فأعدوا هذه الجحافل الجرارة ثم سيروها إلى تخوم الدولة في مدى الأيام التي مضت من خروج جيش المسلمين إلى بلوغهم أردمعان وهو خاطر بعيد جد البعد لما هو معلوم من صعوبة جمع الجلوش وتسيرها في مثل هذه السرعة ولما يبدو من ضخامة هذه الجحافل بالقياس إلى القوة الإسلامية التي مهدوا لرقائها ولم يكن ليفوتهم أن يعلموا بحقيقتها لو أنهم تلقوا الخبر بخروجها ممن رآها والأرجح أن هرقل إنما كان في جموعه هناك في زيارة الشكر التي نذر لله أن يؤديها إذا هو ضفر بالفرس ورد منهم صليب الكنيسة الكبرى الذي حملوه معهم يوم فتحوا بيت المقدس وربما كان هرقل قد بارح بيت المقدس في ذلك الحين وتخلفت جيوش ركابه لأداء هذه الفريضة معه أو للقيام بمراسم الحفاوة في تلك الزيارة التاريخية ورأى المسلمون أن مدد الروم حاضر على مقربة منهم وأن الحرب بين عسكرين على هذا التفاوت البعيد عمل غير مجد ولم يكن منظورا ولا مقصودا عند مسير الجيش من المدينة فرجع بعضهم وتمهل الأكثرون منهم ليستأذنوا النبي فيما يصنعون وغلبت حماسة الشجاعة وحمية الشهيد على عبد الله بن رواحة فانتهر المترددين والمثبطين وقال لهم يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة فاستمعوا إليه ولم يشاءوا بأي حال أي يرجعوا قبل الانتهاء إلى مقصدهم الذي خرجوا من أجله وهو إبلاغ الدعوة إلى قاتلي الرسول النبوي وإبراء الذمة إليهم قبل القصاص إن وجب القصاص تتقدموا من معان إلى مؤتاء على مسيرة نحو ليلتين وفيها حصن للغسانيين يقيم به أمير منهم في خدمة الرومان واحتمل أمير الغساني منهم بحصنه ثلاثة أيام لعله كان ينتظر فيها مددا أو أمرا من رؤسائه ثم التقى الفريقان على مزرعة في جوار البلدة فاستمات من بقي من جيش المسلمين وحاربوا على ما يظهر وهم مفاجأون لأننا لم نسمع في أخبار الوقعة بتوجيه الدعوة أو الإجابة عليها ولأن قائدا منهم أعجل عن طعامه ولم يذق القوتى ساعات فلما فوجئوا بالقتال لم تدع لهم المفاجأة من خطة غير خطة الصمود للخطر والثبات في وجهه مخافة المصاب الأكبر في هذه الحالة وهو مصاب الذعر والدهشة والملاحقة بلا هوادة وكأنما استح القادة الثلاثة أن يرشح للموت ويرجع دونه ابتغاء النجاة فقاتل زيد بن حارثة حتى قتل وأحاط القوم بجعفر بن أبي طالب وهو يحمل اللواء ويثير من حوله نخوة المسلمين فأنحو عليه بالضرب الدراك حتى قطعت يمينه ثم قطعت شماله ثم ضم اللواء إلى عدديه ولبث يناضل عنه إلى أن مات ودعي بن رواحة إلى الرئاسة فجاءه بن عم له بهرق من لحم وقال له شد بهذا صلبك فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت فأخذه من يده فانتهش منه نهشة ثم سمع الحطمة من ناحية المعترك فألقاه من يده وجرد سيفه وهو ينشد يا نفس إلا تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد صليتي وما تمنيتي فقد أعطيتي إن تفعلي فعلهما هديتي فتفط يصول بين الصفوف ويهدر بالشعر حتى قتل والمعركة في أشدها فما هي إلا لحظة حتى دبر المسلمون أمر الرئاسة بوحي البديهة ونور العقيدة وهداية الفداء التي تهدي إلى المصلحة الكبرى وتغفل كل مصلحة دونها وإذا باللواء يأخذه في تلك اللحظة ثابت بن أقرم من بني العجلان وينادي في أصحابه يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم قالوا أنت قال لا ما أنا بفاعل فاتفقت الكلمة على خالد بن الوليد فإذا هو يتولى القيادة في حينها ويصنع لساعته خير ما يصنع في ذلك الحين وخير ما يصنع في ذلك الحين هو الارتداد المأمون وهو أصعب من النصر في بعض المآذق لأن النصر ميسور مع اجتماع العدة له واحتمال الشدة فيه ولكن الارتداد المأمون غير ميسور لكل من يريده وهو في أضعف الموقفين إلا أن تكون له خبرة بالقيادة تكافئ الرجحان في قوة العدو الذي يرتد بين يديه وأول شيء ينبغي أن يحتاط به لارتداده هو أن يوقع في روع عدوه أنه لا ينوي الارتداد بل ينوي الهجوم أو يقصد إلى الحيلة فصمد في الميدان حتى المساء ثم بدل مواقف الجيش تحت الليل فنقل الميمنة إلى الميسرة ونقل الميسرة إلى الميمنة وجعل الساقة في موضع المقدمة والمقدمة في موضع الساقة ورصد من خلف الجيش طائفة يثيرون الغبار ويكثرون الجلبة عند طلوع الصباح فلما طلع الصباح على الفريقين إذا بكل طائفة من طوائف الغسانيين والروم ترى قبالتها وجوها غير الوجوه وأعلاما غير الأعلام وإذا بالجلبة مع هذا الاختلاف في الوجوه والأعلام توهم القوم أن مددا جديدا أقبل على جيش المسلمين وكانوا قد ذاقوا منهم أمر المذاق بغير مدد وهم مفاجؤون فلما ذهب خالد يدافع القوم ويخاشي بجيشه لم يتبعوه حذرا من الكمين وتوقعا للإحاطة بهم من ورائهم وأبلى خالد في هذه المدافعة والمخاشات بلاء لم يبله قط في غزواته الكبرى على كثرتها فاندقت في يده تسعة سيوف ولم تصبر معه إلا صفيحة يمانية وكان هذا التراجع المحمي بشجاعة المستميت غطاء صالحا للجيش الصغير في مواجهة الجيش الكبير فقفل إلى المدينة بسلام وعرف خالد منذ ذلك اليوم بلقبه الذي أطفاه عليه النبي وهو سيف الله وعاد الناس يقولون مع النبي أنهم الكرار بإذن الله وليسوا بالفرار وقد سمعنا في عصورنا هذه بالألقاب الكبار تدفع على القادة لأنهم نجحوا في خطة ارتداد لا محيص منها فتلك هي السنة النبوية تسبق النظم العصرية إلى تقدير القائد البارع بقيمة النجاح في ارتداده كما تقدره بقيمة النجاح في تقدمه وانتصاره ولو أن خالدا ملتته فترة المجازفة ولم تملكه فترة القيادة البصيرة لساءت العقبة أي ما سوء وتعرضت الدعوة الإسلامية لمحنة لا نعرف مداها الآن ولربما تعرضت لهذه المحنة من جانب الجزيرة العربية قبل أن تتعرض لها من جانب الرومي والغسانيين لأن الجيش قد خرج من المدينة تأديبا لأناس متصلفين قتلوا رسولا واحدا أو قتلوا وفدا لا تجاوز عدته 15 فإذا تورط هذا الجيش في الزحف حتى استلم كله ولم يعد منه أحد فكيف يكون وقع هذا التأديب المعكوس في نفوس البادية المتحفزة أو في نفوس أهل مكة ولما تسلم مفاتيحها للمسلمين إنه لا يبعث السخرية والاستهانة من حيث أريدت لها الهيبة والمنعة وإنه لا يثير من الفتن ومساوئ الظنون ما يصعب استدراكه في سنين ولكن الجيش قد عاد وأبلى في أعدائه وتسامعت الجزيرة بعدد الجحافل الهرقلية التي حسبتها مرصدة له ولم تقدر على تمزيقه ولا أصابت منه غير 12 قتيلا منهم القادة الثلاثة الذين ندبوا للشهادة قبل خروجه فالسرية إذن قد نهضت بأمانتها ووقع في نفوس المسلمين من فرط الثقة ببأسهم أنها كانت قادرة على جهاد أعظم من جهادها وثبات أطول من ثباتها وهي مغالاة في القوة والبأس خير من المغالاة في الضعف والخور ولا ضرر منها ما شفعتها تلك البصيرة العلوية التي تضع الأمور في نصابها وتصف النجاح بصفاته ولو بدى للناس في ثياب الإخفاق بن جذيمة وقد أثنى النبي على خالد في مهمة لم يندبه لها ولم يرشح لها مرشح غير كفاءته واتفاق رأي المسلمين فيها ولكنه لامه وبريء من عمله حين أخطأ في مهمة ندبه لها بعد فتح مكة وهي السرية التي قادها إلى بني جذيمة ليكشف عن طويتهم ويدعوهم إلى الإسلام فبعد فتح مكة توجهت عنايته عليه السلام إلى تطهير البواد المحيطة بها من عبادة الأصنام فأرسل السرايا إلى قبائلها لدعوتها والاستيثاق من نياتها ومنها سرية خالد إلى بني جذيمة في نحو 350 من المهاجرين والأنصار وبني سليم أرسلهم دعاة ولم يأمرهم بقتال وكان بن جذيمة شر حي في الجاهلية يسمون لعقة الدم ومن قتلاهم الفاكه بن المغير وأخوه عما خالد بن الوليد ووالد عبد الرحمن بن عوف ومالك بن الشريد وإخوته الثلاثة من بني سليم في موطن واحد وغير هؤلاء من قبائل شتى فلما أقبل عليهم خالد وعلموا أن بني سليم معه لبسوا السلاح وركبوا للحرب وأبوا النزول فسألهم أمسلمون أنتم فقيل إن بعضهم أجابه نعم وبعضهم أجابه صبأنا صبأنا أي تركنا عبادة الأصنام ثم سألهم فما بال السلاح عليكم قالوا إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونوهم فأخذنا السلاح فناداهم ضعوا السلاح فإن الناس قد أسلموا فصاحبهم رجل منهم يقال له جحدم ويلكم يا بني جذيمة إنه خالد والله ما بعد وضع السلاح إلا الإسار وما بعد الإسار إلا ضرب الأعناق والله لا أضع سلاحي أبدا فما زالوا به حتى نزع سلاحه في من نزع وتفرق الآخرون فأمر خالد بهم فكتفوا وعرضهم على السيف فأطعه في قتلهم بن سليم ومن معه من الأعراب وأنكر عليه الأنصار والمهاجرون أن يقتل أحدا غير مأمور من النبي عليه السلام بالقتال ثم انتهى الخبر إلى النبي فرفع يديه إلى السماء وقال ثلاثا اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد وبعث بعلي بن أبي طالب إلى بني جذيمة فعصم دماءهم وما أصيب من أموالهم قيل إنه كان يعصم حتى ميلغة الكلب ويسألهم أبقي دم أو مال لم يعصم لكم فلما اكتفوا وردوا فرق بينهم بقية المال احتياطا لرسول الله وقد سأل رسول الله فتى من جذيمة انفلت إليه لينبئه نبأ خالد مع آله وذويه هل أنكر عليهم أحد قال نعم قد أنكر عليه رجل أصفر ربعة ورجل طويل أحمر فاشتدت مراجعتهما وكان عمر بن الخطاب بمجلس رسول الله فقال أما الأول يا رسول الله فابني عبد الله وأما الآخر فسالم مولى بني جذيمة ويعزى إلى خالد أنه استمد في قتالهم إلى قول عبد الله بن هذافة إن رسول الله قد أمرك أن تقاتلهم لامتناعهم عن الإسلام وقد عمى النكير على الحادث بين أجلاء الصحابة من حضر منهم السرية ومن لم يحضرها واشتد عبد الرحمن بن عوف حتى رمى خالدا بقتل القوم عمدا ليدرك ثأر عميه الذين قتلهما بني جذيمة مع عوف أبي عبد الرحمن ورجل من بني أمية وقصة مقتلهم أنهم كانوا قد خرجوا تجارا إلى اليمن ثم عادوا ومعهم مال رجل من بني جذيمة قضى نحبه هناك يحملونه إلى ورثته وأهله فاعترضهم رجل من قبيلة جذيمة في رهط من قبيلته يدعى خالد بن هشام وزعم أنه وارث المال وأحق به من غيره فمنعوه ينظرونه أن يصلوا بالمال إلى أهل الميت فغضب وقاتلهم بالرهط الذي معه فقتل عوفا والفاكهة بن المغيرة ثم عمد عبد الرحمن إلى خالد بن هشام هذا فقتله بتأري أبيه وهمت قريش بغزو بني جذيمة لو لا أن مشى بعض العقلاء بينهم بالصلح فتصالحوا على الدية والمال ومن الإسراف أن يظن بخالد بن الوليد أنه تعمد قتل أناس وهو يعلم أن دمهم حرام ويتخذ من مهمة النبي ذريعة إلى شفاء ثأر قديم فأدنى من ذلك إلى القصد في فهم الحقيقة أن نبحث عن دواعي اللبس ودواعي الطبع التي تدفع خالدا خاصة إلى مثل هذا التصرف فإن كانت هذه الدواعي وهذه الدوافع قائمة مفهومة فهي تفسير لما حدث وفيها الكفاية وإن لم تكن قائمة ولا مفهومة فهناك ينفسح مجال الظنون والفروض لمن يشاء وقد كانت دواعي اللبس ودواعي الطبع قائمة مفهومة في مقتلة بني جذيمة فإن البواد كلها حول مكة كانت تزخر بالشر وتتحفز للوقعة في تلك الآوينة بعد تسليم مكة فلم تنضي أيام على سرية خالد حتى كانت بطون هواز وثقيف وجشم وغيرها متجمعة في العدة الكاملة والعديد الواثر لمباغتة النبي وجمعه فإذا ارتاب خالد في نيات طائفة من أهل البادية مشهورين بالشراسة والغدر وهم يلقونه بالسلاح فله في ارتيابه وجه لا يخفى وإذا أضيف إلى ذلك تلجج القوم في إعلان إسلامهم والإفضاء بنياتهم فليس اللبس هنا بعازب عن بال المتوجس في أشباه ذلك المقام وقد يغني الشعر والقصص في الكشف عن شعور القوم هنا ما ليس يغنيه التاريخ وتسلسل الرواية فمن كلام أحد الوهبيين في خطاب بني جذيمة بن عامر يسوغ لنا أن نفهم أنهم لم يكونوا متفقين على الإسلام والمسالمة وذلك إذ يقول دعونا إلى الإسلام والحق عامرا فما ذنبنا في عامر إذ دولت وما ذنبنا في عامر لا أبالهم لأن سفهت أحلامهم ثم ضلت وقال أحد من جذيمة فلا قومنا ينهون عنا غواتهم ولداء من يوم الغميصاء ذاهبوا وفي قصة رواها محمد بن إسحاق بن يسار وهو من الثقات شواهد على إصرار بني جذيمة وعنادهم إلى ما بعد الإسار والإنذار وفحوا هذه القصة كما أثبتها صاحب كتاب الأغاني حيث نقلت ببعض التصرف أن خالد بن الوليد كان جالسا عند النبي عليه الصلاة والسلام فسئل عن غزوته بني جذيمة فقال إن أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثت فقال تحدث فقال لقيناهم بالغميصاء عند وجه الصبح فقاتلناهم حتى كاد وجه الشمس يغيب فمنحنا الله أكتافهم فتتبعناها نطلبهم بغلام له ذوائب على فرس ذنوب في أخريات القوم فبوأت له الرمح فوضعته بين كتفيه فقال لا إله فقبرت عنه الرمح فقال إلا اللات أحسنت أو أسأت فهمسته همسة أذريته وقيذا أي مشرفا على الموت ثم أخذته أسيرا فاشددته وثاقا ثم كلمته فلم يكلمني واستخبرته فلم يخبرني فلما كان ببعض الطريق رأى نسوة من بني جذيمة يسوق بهن المسلمون فقال أيا خالد قلت ما تشاء قال هل أنت واقفي على هؤلاء النسوة فأتيت على أصحابي ففعلت وفيهن جارية تدعى حبيشة فقال لها ناولين يدك فناولته يدها في ثوبها فقال أسلمي حبيش قبل نفاذ العيش فقالت وأنت حييت عشرا أو تسعا وترا وثمانيا تترا قال وتنشد الأشعار حتى قتل وأقبلت الجارية ووضعت رأسها في حجرها وجعلت ترشفه وتبكي إلى آخر القصة في الجزء السابع من الأغاني وهي على ظهور الاختراع في بعضها لا تخلو من دلالة على موقف بني جذيمة من سرية خالد فإذا صح مع هذا أن خالدا تلقى من عبد الله بن حذافة السهمي أمرا بقتال بني جذيمة نقلا عن النبي عليه السلام فهو خليق أن يعتمد على الفتوى من أمثاله لحداثة إسلامه وقلة علمه بفقه الدين وأحكامه وهي على أي حال رواية لا تغفل كل الإغفال في صدد البحث عن أخبار هذه السرية والجو كله بعد هذا وذاك سواء في البادية أو في مكة هو جو الحرب والريبة وجو التربص والنفور فلا عجب أن تختلف فيه النوازع والآراء وأن تستطار فيه دواعي الشر والنقمة وأن يتطرق إليه اللبس وتتعذر فيه استبانة الوجه الصريح وعند خالد دوافع الطبع إلى جانب دواعي اللبس واختلاط الأراء وهي الدوافع التي قد نعد منها حداثة السن في ذلك الحين ومنها أنه تناول الموقف كما يتناوله القائد المطبوع على القتال في الصحراء ويحدث للقائد في هذا الموقف كثيرا أن يفرق بين ضربين من التسليم هما تسليم المراوغة والختل وتسليم الإذعان والنصيحة ولاسيما تسليم العدو المتهم المتردد الذي يحيد عن الصراحة ويفند أناسا منه مقال أناس آخرين ومن دوافع الطبع عند خالد تلك الصرامة التي ينشأ عليها كل من نشأ في مثل بيئته الجاهلية وتلك الشدة التي تثيره إليها أعصابه ويومئ إليها تفزعه في نومه ومشاركة إخوته في عوارضها الموروثة على نحو من الأنحاء وهي لا ريب تلك الشدة التي عناها عمر بن الخطاب حين قال إن في سيف خالد لرهقا وهو من أعرف الناس به وأقربهم إليه وهي التي توقعها جحدم أخو بني جذيمة حين صاحب قومه محذرا إياهم من إلقاء السلاح ويلكم يا بني جذيمة إنه خالد كأنها خليقة معهودة منه لا تحتاج إلى تأويل بعيد وندورت في تاريخ الحروب القديمة والحديثة حرب تدور على العقيدة الدينية أو الحمية الوطنية لا تحصى عليها فلتة من أشفاه هذه الفلتات ولا يقع فيها نذير السيف حيث ينبغي أن يقع بشير السلام ولا يبعد أن يكون خالد قد ورث من عمومته جفوة لبني جذيمة فجنح به شعوره إلى سوء الظن بهم وقلة الطمأنينة إليهم من حيث لا يقصد الثأر ولا يتعمد الانتقام كل هذا أقرب إلى تعليل بطشه بالقوم من اتهامه بحمل أمانة النبي على دخل وسوئينية وهو الرجل الذي حارب أصدقاءه وأقرب الناس إليه على أبواب مكة وله ندحة عن حربهم لو تعمد اجتنابها أو كان قصاراه أن يتعلل باللسان ولا يرجع إلى صدق نيتي في إطاعة النبي عليه السلام ومهما يلم اللائمون أو يعذر العاذرون في هذه الزلة فمقطع القول فيها بين المنصفين أنها خطأ وأن الإبقاء على خالد بعدها صواب لأن صواب الإبقاء على خدمته بعد غزوة بني جذيمة قد ظهر أيما ظهور في حروب الردة وحروب الفرس والروم وذلك مثل من تربية النبي عليه السلام لأفذاذ الرجال ويتجلى تمام هذا المثل بإعطاء الرجال فرص المراجعة والإصلاح في أمر يشبهه الأمر الذي أخطأوا فيه وموقف قريب من الموقف الذي عرضهم للملامة وهذا الذي توخاه عليه السلام حين أرسل خالدا دون غيره إلى بني المصطلق وهم من بني جذيمة ليستخبر له خبرهم ويتبين الحق فيما بلغه عن ارتدادهم وكان الوليد بن عقبة قد أخبره أنهم ارتدوا عن الإسلام فندب عليه السلام خالدا وأمره أن يثبت ولا يعجل فانطلق حتى أتاهم ليلا فبعث عيونه فلما جاءوه أخبروه بأنهم متمسكون بالإسلام وسمعوا آذانهم وصلاتهم فلما أصبحوا أتاهم خالد فرأى ما يوجبه فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وهو مثل ينبئ عن كثير وقد ينبئ فيما ينبئ عنه أن خالدا لم يتعصف كل التعصف في شكه الأول ببني جديمة على اختلاف بيوتهم لأن الشك فيهم ما زال يتكرر بعد ذلك بشهور وما زال يدعو إلى تلقي الإشاعة عنهم وإفاد الوفود إليهم مرتين للتمحيص والاستخبار غزوة حنين ولم تنضي أيام معدودات على مقتلة بني جديمة حتى لمس خالد موضع الثقة من نفس النبي في حادث من أكبر حوادث الإسلام وهو غزوة حنين لمس هذه الثقة في غزوة حنين مرتين مرة في إسناد قيادة الخيل إليه على طليعة الجيش ومرة في سؤاله عنه وعنايته به بعد هزيمة الخيل مولية عند اشتباك الجمعين وحق خالد في تلك الثقة إنما يستبين من عرض الغزوة كلها لجلاء الأسباب التي أوقعت الهزيمة الأولى بجيش المسلمين ولا يد فيها لخالد من قريب أو بعيد بل لعلها توحي إلينا أن هزيمة خيله يومئذ إنما كانت كصد الإجسام للإجسام ضرورة مادية لا دخل فيها للعوامل النفسية أمام جارفة من الجوارف القوية تأخذ ما أمامها من إنسان أو حيوان ومن شجاع أو جبان فقد فتحت مكة والأعراب من حولها ثائرون حانقون وعلموا يومئذ أنها الوقعة الفاصلة وأنه لا مطمع بعدها في مكافحة النبي إذا تطاولت الأيام على قيام دينه في البلد الحرام وموطن التعبة والأصنام فاجتمعت قبائل همدان من هواز وثقيف وجشم ومشى بعضهم لبعض يقولون إن محمدا قد فرغ من قتال قومه ولا ناهية له عنا فلنغزه قبل أن يغزونا واستنفروا القبائل فلباهم من أقربائهم عدد كبير منهم بن سعد بن بكر الذين تربى بينهم النبي وهو رضيع وتولى قيادتهم مالك بن عوف النصري وهو فتى جريء في نحو الثلاثين يجمع إلى غطرسة الإمارة وحمية الفروسية حدة الشباب ولدد الخصومة والعناد فساق أموالهم ونساءهم وأبناءهم وأمرهم إذا رأوا المسلمين أن يكسروا جفون سيوفهم ثم يشدوا شدة رجل واحد فإما فوز وإما فناء وصفة الخيل ثم الرجالة المقاتلة ثم الإبل عليها النساء ثم صفة الغنم ثم صفة النعم في حراسة لألا تفر والجيش مشتغل عنها وسأله دريد بن الصمة حكيم القوم ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير قال أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم فسخر دريد برأيه وقال له روايعي صبقان والله وهل يرد المنهزم شيء إنها أي الحرب إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك فرماه مالك بالخرف ولج في عناده ولمح في بني هوازن ميلا إلى كلام دريد فجمع به غضبه العارم وأقسم لتطيعني يا معشر هوازن أو لأتك أن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري فهي عظمة رجل مستميت لا يبالي ما يصنع بنفسه أو بقومه في سبيل قهر المسلمين ونمى الخبر إلى النبي فخرج في ألفين من أهل مكة حديثي العهد بالإسلام وعشرة آلاف من أصحابه الذين قدموا معه من المدينة وقيل إنهم كانوا جميعا ثمانية آلاف وأعوزه السلاح فاستعار من بعض المشركين دروعا فأعطوه ثلاثين أو أربعين درعا وقيل مئة درع بما يكفيها من السلاح واستعار من ابن عمه نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ثلاثة آلاف رمح فأعاره إياها وهو يقول كأني أنظر إلى رماحك هذه تقصف ظهر المشركين وأخرج خالدا على طليعة الجيش في مئة فارس من بني سليم قال الحارث بن مالك خرجنا مع رسول الله ونحن حديث عهد بالإسلام فسرنا معه إلى حنين وكانت لكفار قريش ومن سواهم من العرب شجرة عظيمة خضراء يقال لها ذات أنواط يأتونها كل سنة فيعلقون أسلحتهم عليها ويذبحون عندها ويعكفون عليها يوما فرأينا ونحن نسير مع رسول الله صدرة خضراء عظيمة فتنادينا من جنوبات الطريق يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله وكان في الجيش كثير من أمثال هؤلاء المسلمين المحدثين ومعهم في ساقة الجيش جمع من المشركين بين رجال ونساء ينظرون ما يكون وكان فيهم أبو سفيان الذي قال حين رأى بوادر الهزيمة لا تنتهي هزيمتهم دون البحر وفيهم كلدة بن الحنبل الذي صرخ شامتا متعجلا ألا قد بطل السحر اليوم وصرخ معه آخرون يقولون اليوم ترجع العرب إلى دين آبائها وكان الغالب على جيش المسلمين في خروجهم قلة الاكتراث بعدوهم فقال أبو بكر الصديق لن نغلب اليوم من قلة ونسبت هذه الكلمة إلى غيره ولكنها قيلت على التحقيق لما جاء في القرآن الكريم إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين وتقدم الجيش حتى حضرت صلاة الظهر فجاء رجل فارس فقال يا رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبلا فإذا أنا بهواز عن بكرة أبيهم بضعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين فتبسم رسول الله وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله ثم قال ما يحرسنا الليلة قال أنس بن أبي مرسد أنا يا رسول الله فأمره عليه السلام أي استقبل الشعب حتى يكون في أعلاه وقال له لا تغرن من قبلك الليلة فلما أصبحوا سأل النبي هل أحسستم فارسكم يعني ذلك الحارس المستطلع قالوا يا رسول الله ما أحسسنا فجعل عليه السلام يصلي ويلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته قال أبشروا فقد جاءكم فارسكم فجعل ينظر إلى خلال الشجر في الشعب وإذا هو قد جاء حتى وقف وقال إني انطلقت حتى إذا كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أرى أحدا فسأله هل نزلت الليلة قال لا إلا مصليا أو قاضي حاجة وروا مسلم من حديث عكرمة بن عمار عن إياس بن سلم بن الأكوعي عن أبيه قال غزونا مع رسول الله حنينا فلما واجهنا العدو تقدمت فأعلو ثانية فاستقبلني رجل من المشركين فأرميه بسهم وتوارى عني فما دريت ما صنع ثم نظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثانية أخرى فالتقوهم وصحابة رسول الله فولى أصحاب رسول الله وأرجع منهزما وحدث أبو عبد الرحمن الفهري قال كنا مع رسول الله في حنين فسرنا في يوم قائض شديد الحر وروا محمد بن أسحاق بسنده خرج مالك بن عوف بمن معه إلى حنين فسبق رسول الله إليها فأعدوا وتهيأوا في مضايق الوادي وأحنائه وأقبل رسول الله وأصحابه حتى انحط بهم الوادي في عماية الصبح فلما انحط الناس تارت في وجوههم الخيل فشدت عليهم وانكفأ الناس منهزمين لا يقبل أحد على أحد وفي روايات شتى أن كمينا من المشركين فاجأ المسلمين من شعبة في الوادي وقابلهم بنبال كأنه الجراد المنتشر وكانوا رماتا لا يكاد يسقط لهم سهم فأدبرت الخيل وأدبر المقاتلة وراءها لا يلون على شيء وتلك جملة الأخبار عن بدء المعركة جمعناها من مصادر متعددة وأثبتنا بعضها بحروفها ويتبين من المعارضة بينها أن الهزيمة انكشفت من الهجمة الأولى لأن الخيلة فوجئت في الطليعة بالنبال المنتشر من الكمين المستتر فولت منهزمة في جفلة حيوانية معروفة في أشباه هذه المواقف وقديما ذكر الرواة عن حرب الإسكندر وأمراء الهند أن جفلة الفيلة من الحديد المحمى كانت هي سبب الهزيمة التي أصيبت بها الهند فانقلبت الفيلة وبالا عليهم وقضت وهي مولية على الكثيرين من فرسانهم ومشاتهم تطأ بعضهم وتوقع الآخرين وتدفع من حاول الثبات إلى الفرار ولم تنضي على حنين بضع سنوات حتى لقي الفرس من فيلتهم في حرب المسلمين مثل هذا المصرع ومثل هذه الجفلة الحيوانية يوم تعمدها المسلمون بالضرب في الأعين والخياشيم وقد حدث مثل هذا مرة أخرى في وقعة حنين هذه حين حاول المسلمون أن يكروا بعد الفرار فصار الرجل يلوي بعيره فلا يقدر على ذلك لكثرة الأعراب المنهزمين فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه ويأخذ سيفه وترسه ويقتحم عن بعيره ويخلي سبيله ويأم الصوت وهكذا بدأت الهزيمة بفرار الخيل ولحاق المشاتبهم واختلاط الحابل بالنابل بعد ذلك من الفريقين وتواتر القول أن الطلقاء الحديثين في الإسلام أدبروا منهزمين عمدا بعد الهجمة الأولى فأشعوا الهزيمة في من معهم من المهاجرين والأنصار ولقد أوشكت أهل مكة أي استقبلوا الأعراب المتقدمين على رضا من بعضهم لحنينهم إلى الدين القديم وعلى كره من بعضهم لأنفتهم من غلبة الأعراب على قريش ولولا أن تغير مجرى القتال ودارت الدائرة على المشركين لحظات وكان الفضل في ذلك لحركة جاءت من قبل المسلمين وحركة جاءت من موافكر الأعراب وكان مجيئهما في الموعد المقدور فأما الحركة التي جاءت من قبل المسلمين فهي بروز النبي عليه السلام بشخصه الكريم إلى مقدمة الصفوف فقد ثبت في ذلك الهول الجارث ثبوتا يجل عن الوصف وأخذ زمام المعركة كلها في يديه ليمضي وحده في القتال كيفما تصير الأمور وكان قد شهد المعركة على بغلته دلدل أو الشهباء فانحاز إلى اليمين سريعا ليستطيع التقدم بين تلك الصفوف المتدفعة من مدبرين ومقبلين والتفت إلى اليمين ونادى يا معشر الأنصار ثم التفت إلى اليسار ونادى كذلك يا معشر الأنصار فتسامعوا وتجاوبوا وعطفوا كما وصفهم شاهدون موقف عطفة الإبل على أولادها واجتمع معهم حول رسول الله مئات في لمحة عين وتختلف الروايات في وصف هذه الحركة المجيدة من بدايتها فيقول بعضها إن الناس أدبروا يومئذ عن رسول الله حتى بقي وحده ويقول بعضها بل بقي معه نفر قليل منهم أبو بكر وعمر وعلي والعباس وابنه الفضل وأبو سفيان بن الحارث وربيع بن الحارث ومعتب بن أبي لهب وعبد الله بن مسعود وقليلون لا يتجاوزون الاثني عشر وجعل رسول الله يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد مطلب ثم أمر عمه العباس أن يصرخ في الجيش يا معشر الأنصار يا أهل السمرة يا أصحاب سورة البقرة يا بني الخزرج وكان العباس رضي الله عنه جهير الصوت يسمع صوته على مسافات بعيدة وقيل إنه كان يقف على سلع وينادي غلمانه بالغابة فيصنعونه وبينه وبينهم ثمانية أميال فلما جلجل صوته بهذا النداء إذا بالأنصار والمهاجرين يتجاوبون يا لبيك يا لبيك ويسرعون إلى ناحية الصوت زرافات زرافات حتى تجمع منهم ثلاثمائة أو يزيد في لحظات ثم شاعت بين الألوف المؤلفة قدوة الكر والإقبال بعد الفر والإدبار فإذا بالجيش بقضه وقضيده يعدوا إلى ساحة القتال ويرسل الخيل والمطايا ليملك كل منهم زمام يديه وقدميه وهانت النفوس حتى استهدفت النساء للموت غير مباليات ومنهن من لم تكن على صحة في النظر كالعميصاء أم أنس بن مالك وكانت وهي حامل تحزم وسطها ببرد لها وفي حزامها الخنجر لدفع ما يجدرئ عليها وكان خالد بن الوليد قد سنع عنان فرسه بعد التوائه في الهجمة الأولى فلم يزل يقاتل حتى سقط مثقلا بالجراح لا يقوى على السير من مؤخرة رحله وهناك وجده النبي عليه السلام حين خرج يتفقد الجرح بعد المعركة فبارك له وواساه أما الحركة التي جاءت من قبل المشركين فأعانت على هزيمتهم فذاك أنهم قد غرتهم طلائع النصر فأقبلوا على الغنائم والأسلاب وشغل الكثيرون منهم بالتقاطها واستلابها عن مطاردة المدبرين فاتفقت الحركتان في وقت واحد لتحويل وجهة القتال ويتبين من مقدمات المعركة كلها ومن بوادرها التي أجملناها أن الهزيمة فيها بعد الهجمة الأولى كانت ضرورة مادية لا محيد عنها وأنها ضرورة لم يكن لخالد يد فيها ولا طاقة باتقائها لأن أسبابها كلها كانت من وراء تدبيره ومشيئته وهي كثيرة نجملها مع واسعنا الإجمال فمنها أن الروح التي غلبت على جيش المسلمين في بداية المعركة كانت روح استهانة وقلة اكتراث وأن الروح التي غلبت على روح المشركين يومئذ كانت روح استماثة وعناد مع تقارب العدد بين الجيشين وربما رجحت كفة المشركين في الدروح والسلاح لما تقدم من حاجة النبي عليه السلام إلى استعارة بعض الدروح والرماح ومنها أن جيش المسلمين كان فيه كثير من الطلقاء قد يبلغون الألفين وقد يزيدون وكانوا على مكر أو على ضعف يبيتون النية على خذلان النبي فخذلوه وتبعهم الناس ومنها أن جيش المشركين سبق المسلمين إلى مواقفه فاختار وأحسن الاختيار وهجم في الوقت الذي ارتضاه ومنها أن المسلمين كانوا يواجهون الشمس عند الصباح واليوم قائض لا تقوى فيه العيون على مواجهة شعائها فحيل بينهم وبين التثبيت والإحكام في مطلع الصباح إلى أن استوت الشمس في كبد السماء ومنها أن استطلاع المسلمين لم يكن على عادته من البراعة والتيقن والإسراع فقد أبطأ الفارس المستطلع حتى التمسه النبي عليه السلام مرات ثم جاء ولم يخبر بشيء ثم ظهر الكمين المرهوب من حيث لا يرونه فأوقع بالخيل وهي لا تحسب له أي حساب وهذا مع مهارة المسركين في الرماية حتى قيل إنهم لا يسقط لهم سهم ومنها أن بني سليم أصحاب الخيل التي تولاها خالد كانوا على قرابة من هوازن وعز عليهم أن يلاحقهم المسلمون بعد استدارة المعركة فكانوا يقولون ارفعوا القتل عن بني أمكم وكانوا مع هذا ضعاف الإسلام فسبقوا إلى الردة بعد موت النبي عليه السلام وما زالوا في موضع الظنة بعد ذلك على عهد الخلفاء فتقدير النبي عليه السلام لخالد بن الوليد إنما هو التقدير الصحيح لأعمال السرايا والجيوش في مؤتى وبني جذيمة وحنين وكأنما هو تقويم الجوهري الخبير للجوهر النفيس في معدنه الخثي غير مصنوع ولا مسقول وللتاريخ من بعده تقويم الجوهر بما يطفي عليه من جمال الصوغ والضياء وهنا نقول إن تقدير النبي عليه السلام خالد بن الوليد لم يكن تقدير المجاملة لمكانه أو لما يرجى من قومه الأقياء بني مخزوم فإنه عليه السلام لم يجامله في وصفه الذي طبقته حوادث الأيام ولم يجامله حين قدم عليه في القيادة ثلاثة من السابقين في الإسلام وترك اختياره بعدهم لاتفاق كلمة المسلمين بل لم يجامله حين خاصم عبد الرحمن بن عوف فغضب النبي عليه السلام وقال له معرضا يا خالد زر أصحابي لو كان لك أحد ذهبا فأنفقته قراطا قراطا في سبيل الله لم تدرك غدوة أو روحة من غدوات أو روحات عبد الرحمن إنما هو سيد السادة ومربي الرجال والأبطال يقوم الأعمال بقيمتها وينزل العظماء في منازلهم ولا يمنعه أداء المجاملة أن يجامل بمقدار على حسب السوابق والأقدار وقد تولى خالد للنبي أعمالا أخرى في سنوات صحبته الثلاث ولكن الأعمال التي اخترناها هي أكبر أعماله في حياته عليه السلام وهي أقرب الأعمال إلى وزن كفايته وتقويم معدنه وتمييز خلقه ولكنه أريد لكل عمل صغير كما أريد لكل عمل كبير وكانت للنبي عليه السلام نظرة في كل مهمة مقدورة ندبه إليها فمن مهامه الصغيرة تسيره في ثلاثين فارسا لهدم العزة بعد فتح مكة ببضعة أيام وهي الصنم الذي كان أبوه يتمسح به وينحر له الإبل والغنم وكان من بطون بني سليم الذين قاتلوا مع خالد في مقاوم شتى وقد كان معبود القبائل التي لقيها المسلمون في يوم حنين وأصله ثلاث شجرات بأرض نخلة يزعمون أن ربهم كان يشتو بها لحر تهاما ويصيف بالله عند الطائف لبردها وظلت مخوفة إلى ما بعد الإسلام فيقول الكلبي إن اللات والعزة ومنات لكل منها شيطانة تكلمهم وتوراء للسدنة من صنيع إبليس وأمره وهي التي أرجف من أرجف من المشركين أن القرآن الكريم يرتضيها ويساومهم على عبادتها ويجعلون منه قولهم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى فهي مهمة مخوفة من وجهتها النفسية وإن سهلت من الوجهة الحربية فخرج خالد حتى انتهى إليها فهدمها وجاء في بعض الأقاويل أنه لما انتهى إليها جرد سيفه فخرجت إليه امرأة سوداء عريانة ناشرة شعرها فجعل السادن يصيح بها أعزة إذا لم تقتل المرأة خالدا فبوئي بإثم عاجل أو تنصري فأخذ خالدا إقشارار في ظهره وضربها بالسيف فشقها ثم لقي النبي فقال له الحمد لله الذي أكرمنا بك وأنقذنا بك من الهلك لقد كنت أرى أبي يأتي العزة بخير ماله من الإبل والغنم فيذبحها للعزة ويقيم عندها ثلاثا ثم ينصرف إلينا مسرورا ونظرت إلى ما مات عليه أبي وإلى ذلك الرأي الذي كان يعاش في فضله وكيف خدع حتى صار يذبح لما لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع فقال عليه السلام إن هذا الأمر إلى الله فمن يسره للهدى تيسر له ومن يسره للضلالة كان فيها وكذلك بلغت العبرة إلى خالد قبل أن تبلغ منه إلى الناس ومن المهام التي نذب لها في حياة النبي مهمة يمتزج فيها الشك بالأمل والرفق بالشدة والترغيب بالترهيب لأنها بعثة إلى أناس غلابين مجتمعي الرأي أولي أسبة وبأس وحنكة ولهم سمة يخالفون بها سمة العرب في معظم أنحاء الجزيرة وهم بن الحارث بن كعب بن جران أرسله إليهم وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام ثلاثة أيام فإن استجابوا قبل منهم وإن لم يفعلوا فله أن يقاتلهم فخرج إليهم وبعث الركبان فيهم يبشرون بالدين الجديد ويبصرونهم بفضائله وأحكامه فاستجابوا له ودخلوا فيما دعوا إليه وأقبل وفد من عظمائهم على النبي بأمره عليه السلام فقال حين رآهم من هؤلاء القوم الذين كأنهم رجال الهند قيل يا رسول الله هؤلاء رجال بن الحارث بن كعب ثم سلموا ونطقوا بالشهادتين فقال لهم عليه السلام أنتم الذين إذا زجروا استقدموا وأعادها ثلاثا وهم لا يجيبون فلما أعادها الرابعة قال زعيمهم يزيد بن عبد المدان وفيه تكبر وعجرف نعم يا رسول الله نحن الذين إذا زجروا استقدموا وكررها أربعا فقال النبي لو أن خالدا لم يكتب لي أنكم أسلمتم ولم تقاتلوا لألقيت رؤوسكم تحت أقدامكم فانطلق بن عبد المدان يقول أما والله ما حمدناك ولا حمدنا خالدا قال فمن حمدتم قالوا حمدنا الله عز وجل الذي هدانا بك يا رسول الله قال صدقتم ثم سألهم بما كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية قالوا متغضبين لم نكن نغلب أحدا قال بلى كنتم تغلبون من قاتلكم فعادوا يقولون كنا نغلب من قاتلنا يا رسول الله إن كنا نجتمع ولا نتفرق ولا نبدأ أحدا بظلم قال صدقتم وقفلوا إلى ديارهم فأرسل إليهم عمر بن حزم يفقههم في الدين ويعلمهم السنة ومعالم الإسلام ويأخذ منهم الصدقات وقد شهد خالد مع النبي عليه السلام غزوتين لم يجري فيهما لقاء ولا اشتباك وهما غزوة الطائف وغزوة تبوك وكانت غزوة الطائف تتمة لوقعة حنين لاذت بها القبائل بعد فرارها وامتنعت وراء أسوارها وجمعت من الميرة ما يكفيها إلى السنة القابلة فأحاط المسلمون بالأسوار فرماهم المشركون بالنبال كأنهم أسراب الطير وقتلوا وجرحوا وهم متمكنون في أسوارهم فبرز خالد لهم يدعوهم إلى النزال ولا يجيبه أحد ثم صاحبه عبد ياليل عظيم ثقيف لا ينزل منا أحد ولكن نقيم في خصنا فإن فيه من الطعام ما يكفينا سنين فإن أقمت حتى يفنى هذا الطعام خرجنا إليك بأسيافنا جميعا حتى نموت عن آخرنا فضربهم المسلمون بالمنجنيق وتقدم نفر من الصحابة تحت دبابتين من جلود البقر يفتحون ثغرة في الحصن فأرسل عليهم المشركون سكك الحديد المحمد فأحرقت الدبابتين وصدتهم عن السور وأمر عليه السلام بكرومهم ونخيلهم فقطعت وهم يصيحون دعها لله والرحم فقال عليه السلام أدعها لله والرحم واستشار نوفل بن معاوية الديلي في أمرهم فأجابه يا رسول الله ثالب في جحر إن أقمت أخذته وإن تركته لم يضرك وفي الطريق قسم النبي غناء محنين قسمة لم ترضئ ناسا فغضب رجل من المنافقين وصاح في حضرته هذه القسمة ما أريد بها وجه الله فأحمر وجهه عليه السلام غضبا وقال له ويحك من يعدل إذا لم أعدل ووثب خالد وعمر يستأذنانه في ضرب عنقه فأبا وقال لا لعله أن يكون يصلي فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فعاد النبي يقول إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق عن بطونهم أما غزوة تابوك فقد خرج لها النبي عليه السلام إلى حدود الروم سنة تسع للهجرة في أعظم جيش شهده المسلمون في حياته ومن ثم أمر خالد أن يذهب إلى دومة الجندل ليأتيه بأميرها الأكيدر لأنه كان في وسط الطريق بين الحجاز والعراق والشام عينا للروم وحربا للقوافل يدين للقسطنطينية بالعقيدة وبالطاعة ومن خبرة النبي عليه السلام بالقبائل وأحوالها والأمراء وعاداتهم أنه قال لخالد ستجده يصيد البقر فكان ما قال وقد ذهب خالد إلى الدومة في أربعمائة وعشرين فارسا فاقتحم الحصن والطر من فيه إلى التسليم ومنهم الأمير وجاء به إلى المدينة فصالحه النبي على الجزية وعاهده على الأمان وثم بعثة من غير هذا الباب ندب لها خالد ولم يندب لمثلها قط في عهد النبي ولا عهود خلفائه وتلك بعثته إلى بني مراد وزبيد ومذحج باليمن يدعوهم إلى الكتاب ويعلمهم شريعته وأحكامه قيل إنه مكث فيهم أشهرا يدعوهم فلا يجيبونه وإنه عليه السلام بعث بعده علي بن أبي طالب وأمره أن يقفل خالدا ومن معه فإن أراد أحد أن يعقب معه تركه ولا غرابة عندنا في هذا الذي حدث إن كان قد حدث على الوجه الذي ذكره الرواة فإن خالدا لم يسمع من القرآن ولا من فقه الدين كما سمع الصحابة ممن عاشر النبي سنين بعد سنين وإنما هي سنوات قلائل لم يفرغ فيها إلا بضعة أشهر من الغزوات والبعوث وقد أمى الناس بالحيرة وفي خلافة الصديق فقرأ من سور شتى ثم سلم والتفت إلى الناس معتدرا يقول شغلني الجهاد عن كثير من قراءة القرآن ويجوز أن النبي عليه السلام أرسله في هذه البعثة ليدربه على الدعوة وليفرغ بعض وقته للمدارسة والمذاكرة بهداية من معه من فقهاء الصحابة ويجوز أنه عليه السلام تعمد أن يرصده للبطل المشهور عمر بن معد يكرب فارس زبيد ندا له ليكف من غربه ويلزمه التدبر في عاقبة نكسه وانتقاضه وفي تواريخ البعثة طراب قد يشكك القارئ في بعض وقائعها وأغراضها فيجوز أيضا أن البعثة وفقت بعض التوفيق أو كل التوفيق وأن الرواة قد فاتهم في هذا الصدد شيء كثير أو قليل من التحقيق لكنها كائنا ما كان مصيرها ومصير عشر من أمثالها لو ندب إلى عشر من أمثالها لتسقطن من سيرة خالد ويبقين له ما هو حسبه من البطولة وصدق البلاء ولا يكونن بها أو بغيرها خطيبا يبين من منبر التاريخ وإن لم يحمله قط منبر التعليم حروب الردة لتفصيل الكلام في حروب الردة مكان غير هذا المكان لأننا نتناول منها في هذا الكتاب ما يتصل بأعمال خالد وتقديم خصائصه ومزاياه وندع ما عدا ذلك لمكانه من الشروح والمطولات وقد رجعت حروب الردة كجميع الثورات والأحداث الاجتماعية إلى أسباب مختلفة ولم تنحصر في سبب واحد وروبما كان من أسبابها ما خفي على المؤرخين ولا يزال خافيا علينا حتى الآن ولكننا نعتقد أن الأسباب الآتية كافية لتفسيرها وتفسير نصيب خالد منها على القدر اللازم لفهمها وتصحيح دلالاتها فمن أسباب حرب الردة تمرد القبائل القوية على قريش وأقواها القبائل التي تنتمي إلى ربيع دون مضر فإنها كانت تتعصب لنسبها وتأنف أن تعلوها قريش بفضل النبوة والرئاسة وصرح بذلك تليحة النمري حين لقي مسيلمة زعيم بني حنيفة ومدعي النبوة في اليمامة فقال أشهد أنك كذاب لكن كذاب ربيع أحب إلينا من كذاب مضر وكان مسيلمة هذا يقول إنه أراد أن يأخذ نصف الأرض ويترك نصفها لقريش ولكن قريشا قوم ليسوا عادلين ولم تكن المنافسة بين قبائل مضر أخف ولا أضعف من المنافسة بين مضر وربيع فإن المنافسة في الأقربين أشد وأيقظ من المنافسة بين الأبعدين كما هو المعهود في كل قبيل فكانت ذبيان وعبس وبن أسد تكره من سيادة القرشيين ما تكرهه القبائل البعيدة وروي عن عيينة بن حسن مثل ما روية عن طليح النمري إذ قال يؤيد المتنبئة طليحة بن خويلد نبي من الحليفين أحب إلينا من نبي من قريش ويعني بالحليفين بني أسد وبني غطفان وكانت قريش تقابل مثل هذه النصرة بمثلها في أيام خصومتها للنبي وثورتها عليه فكان صفوان بن أمية مشركا في وقعة حنين ولكنه أنكر من أخيه أن يفرح بنصر هوازنة وحلفائها وصحبه وهزيمة المسلمين على أشدها اسكت فض الله فاك أتبشرني بظهور الأعراب والله لأن يكون لي رب رجل من قريش أحب إلي أن يكون لي رب رجل من هوازن ومن أسباب الردة ثورة البادية على الحاضرة فما زال من دأب البادية في كل زمان أن تنقم على الحاضرة سلطانها ونعمتها ولم يشذ عن هذه السنة إلا بضع قبائل فيما بين مكة والمدينة كانت تخشى من سطوة القبائل الكبرى ما ليست تخشاه من سطوة المدينتين وكانت تحتكم في خصوماتها إلى وساطة أهل مكة تارة وأهل المدينة تارة أخرى فتؤثر مودة الجوار بعد طول الخبرة وطول العشرة على بلاء الفتنة فيما بينها إذا زال سلطان مكة والمدينة ولزم بعض هذه القبائل الحيدة يترقب ما يكون وأسرع بعضها إلى تلبية الدعوة فحارب في صفوف المسلمين ومن أسباب الردة نجاح الدعوة المحمدية بعد فتح مكة فإن هذا النجاح أطمع بعض القادة من رؤساء العشائر في بلوغ مثل هذا المطلب الجليل فما هو إلا أن استقر الأمر لمحمد في الحجاز وما حوله حتى شرأبت الأعناق للاقتداء به وظن من ظن أنهم قادرون على ما قادر عليه وأن المسألة كلها مسألة كهانة وأسجاع وقيادة واتباع وقصرت عقولهم عن إدراك سر القوة الأصيلة التي هيأت لمحمد كل ذلك التوفيق العظيم وهي أن دعوته مطلوبة لإصلاح الأخلاق والمعاملات ونظم الحكم والمعيشة في العالم كله وليست مجرد نهزة تنتهز لظهور رئيس المطاع وتحقيق مجد مرموق فظهر الدعاة في حياة النبي باليمن ونجد والبحرين لمجارات الدعوة بالحجاز وجاءت وفاته عليه السلام إثر ذلك فجرأتهم على المجاهرة بالعصيان ومن الأسباب التي أثارت القبائل فريضة الزكاة التي فرضها الإسلام على كل مستطيع فإنها أثارتهم لضنهم بالمال وأنفتهم من الأتاوى وخالفت ما ألفوه حتى من أكاثرة الفرس وقياصرة الروم لأنهم كانوا يأخذون من هؤلاء أكثر مما يعطون وكانت الأتاوات التي يرضخون عنها أقل من المنح التي توزع عليهم بين حين وحين باسم الخلع أو الهبات بل كانت منهم من ضاق ذرعا بالفرائض فأسقطها الدعاة عنهم جميعا وعافوهم من كل فريضة ومنهم من أنف من السجود فقال لهم طليحة الأسدي إن الله لا يصنع بتعفير وجوهكم فاذكروا الله قياما فإن الرغوة فوق صريح ويلحق بهذا وأشباهه أن الدين الجديد لم ترسخ جذوره بعد في نفوس الأقصين من أعراب البادية ولم تهجوا ارتباعهم بعد عادات الجاهلية في العبادة والمعيشة وقد كان المسلمون أعلم بهم من أن يدهمهم بالمفاجأة من قبلهم لأنهم عرفوا طويتهم قبل ذلك من القرآن الكريم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وليس أقرب إلى المألوف من نكوس هؤلاء على أعقابهم بعد موت النبي وشيوع الفتنة والاضطراب عن إيمانهم وشمائلهم مع إغراء الدعاة وفرت الحنين إلى القديم وهو منهم جد قريب وثم تسبب لا يغفل ولو لم تذكره التواريخ بالسند القاطع والنص الصريح وهو الدسيسة المبثوسة من الدول الأجنبية كل منها بما يوائمها وبما هي قادرة عليه وهذا يفسر لنا أن النبوة ظهرت من العرب أولياء فارس ولم تظهر من العرب أولياء الروم وهم الغساسنة ومن جاورهم من قبائل التخوم السورية فهؤلاء يدينون بالمسيحية فلم يظهر بينهم مدعي أو مدعي للنبوة ولكنهم ناوشوا المسلمين على التخوم منوشة الحرب والوقيع أما التغلبيون على مقربة من فارس فلم يكن عليهم حرج من دولتهم التي تحميهم أن يحاربوا دين العرب الجديد بدين آخر ولم يجدوا حرجا من عقيدتهم أن يسمعوا إلى المتنبئين والمتنبئات لأن عقيدتهم هذه كانت مزيجا من المجوسية والوثنية ومسحة من المسيحية لا يرضاها أتبع كتاب فلهذا ظهرت بينهم سجاح وسلكت في التفسير بدينها العجيب مسلكا لا يستريح العقل إلى تفسيره بغير تفسير واحد وهو أنها كانت تعمل لغرض سياسي وبإغراء دولة أجنبية ولا تعمل لغرض ديني ولا بدافع من عندها وعند ذويها فالسجاح هذه كانت من بني يربوع أقرب بطون بني تميم إلى نفوذ فارس ثم تزوجت في أخوالها التغليبيين بالعراق ثم انحضرت من ثم إلى أرض بني تميم مبشرة بدين جديد بعد موت النبي عليه السلام وانحضر معها جيش كثيف لا يستهان بأمره فلما دعت قومها الأولين بني يربوع إلى هذا الدين طلبوا إليها على ما يظهر أن تؤلف بطون بني تميم جميعا إلى دينها قبل الزحف على الحجاز لمحاربة المسلمين فلم يتفق بني تميم على رأي وتركتهم إلى اليمامة حيث كان مسيلمة الكذاب يتحفز كذلك للخروج على الإسلام ولم يكن أوفق لهما بهذه المثابة من التعاهد على غرض واحد هو الزحف على الحجاز ولكنها رجعت إلى قومها وهي تقول إنها وجدته على الحق فتزوجته وإنه سيؤدي لها نصف غلات اليمامة وقد استنجزته شطر هذا النصف قبل مرجعها إلى بلادها فلماذا خالفها بني تميم ولماذا خالفها مسيلمة ولماذا انحذرت ثم عادت إن كان همها التبشير بدين جديد ولماذا هابها مسيلمة وعطها الجزية وهو يأنف أن يعطيها لخليفة المسلمين ويجرد لحربه جيشا قيل إن عدته أربعون ألفا وقيل بل ستون ولم يقل عن عشرين ألفا في تقدير أحد من المؤرخين كل أولئك لغز سخيف لا يقبله العقل إلا على وجه واحد وهو أنها كانت دعية الفرس لتحريض العرب على الثورة ومن ثم أصابت ما أصابت من الإخفاق أو النجاح ويعزز ذلك أنها لقيت في رحلتها عملاء فارس جميعا من أبناء البواد العراقية والنجدية وأنها عملت حيث كان الأكاسرة حرصين على تجديد نفوذهم القديم قال ابن الكلبي كانت عين الكسرة تبذرق أي تحرص من المداء حتى تدفع إلى النعمان بن المنذر بالحيرة والنعمان يبذرقها بخفراء من بني ربيع حتى تدفع إلى هوذ بن علي الحنفي باليمامة فيبذرقها حتى يخرجها من أرض بني حنيفة وتجعل لهم جعالة فتسير بها إلى أن تبلغ اليمن وعلى هذا تكون مهمة سجاح قد وضحت على هذه الصورة التي لا لغز فيها ولا تناقض بين أجزائها ويكون بن تميم وبن حنيفة وغيرهم قد عملوها المعاملة الواجبة لمن يتز بصولة الأكاسرة ويخلف المناذرة في وقت واحد فقد هدمت وقعة ذيقار التي مر ذكرها بأول هذا الكتاب هيبة الأكاسرة في الجزيرة العربية وساء ظن الأكاسرة بالمناذر ملوك الحيرة الذين كانوا صنائع فارس وكانت فارس تعول عليهم في إخضاع البادية القريبة والبعيدة فنكلوا بهم وعصفوا بدولتهم قبيل ذلك بقليل فأرسل الأكاسرة أميرة تغلبية لتخليف المناذرة في هذه المهمة القديمة وكان اختيارها من بني تغلب أدنى شيء إلى المعقول والمنظور لأنهم أعداء بني بكر الذين تصدوا لحرب الفرسي وهزموهم في وقعة ذيقار ثم كان تردد بني تميم وحنيفة في معاملتها أدنى شيء كذلك إلى المعقول والمنظور لأنهم أصدقاء المناذر من زمن قديم فلا هم راضون بهوانهم ولا هم قادرون على إغضاب فارس وغاية ما في وسهم أن يصرفوا سجاح راضية ويقنعها بأن الثورة على الإسلام حاصلة ويكون عملهم جميعا معقولا على هذا التفسير حيث يعوذه الفهم والوضوح على كل تفسير سواه بل نحن نختر هذا في إخلادنا فنفهم كيف اشتد التغليبيون في حرب المسلمين وكيف اشتد المسلمون في حرب التغليبيين يوم اشتبكت جيوش الإسلام وجيوش الأكاثرة على أثر حروب الردة فهي شدة لها أوائلها ونهاية جاءت بعد بداية وكانت رحلة سجاح إلى الجزيرة العربية هي أولى الطلاع في حرب الأكاثرة والإسلام من جملة هذه الأسباب يجوز لنا أن نقول إن المدينة ومكة وجيرتهما كانت تقف وحدها في وجه البادية العربية بأسرها ومن وراء البادية دول كبيرة تنصرها ولا تنصر المدينتين في هذه المعركة وقد كانت حروب الردة طائفا من الشر لا شك فيه ولكنها ولا ريب لم تكن شرا محضا خلوا من جانب المصلحة والفائدة لأن هذه الحروب وحدت عناصر المدينتين وهما وشكتان أن تفترق كل في مفترق تجتمعت منهما قوة تكافئ كل قوة في البادية على انفراد وتيسر لهما من ثم أن تأخذا من البادية قوة تفيل قوة الدول واقفة لهما بمرصد قريب ولولا حروب الردة لكان الخلاف بين المهاجرين والأنصار خليقا أن يتشعب ويستفحل وكان الأنصار فيما بينهم مختلفين شيعتين كبيرتين ثم شيعا صغارا في كل من الشيعتين وكذلك كان المهاجرون من هاشميين وأمويين ومن سائر بطون قريش فإن بني هاشم على انفرادهم لم يجتمعوا بينهم إلى كلمة ولم يكن لهم مطمع في الوفاق بينهم وبين بطون قريش الأخرى ودعاك الوفاق بين طوائف المسلمين أجمعين فلما تحفزت البادية للوثوب على المدينة أحفى المسلمون جميعا أنهم فريق واحد مهدد بخطر واحد فاتفقوا بوحي البداهة التي لا موضع فيها لتعمل التفكير وحيلة الحظ والتحريد ولبثوا متفقين ما كانوا بحاجة إلى الوفاق وما كان الشقاق بينهم مرهوب العواقب محذور الأخطار وغنيا عن القول أن خالد بن الوليد كان في وسط هذه الحومة بكل داع من دواعيه النفسية والعقلية بداعي العقيدة الإسلامية وداعي العصبية القرشية وداعي النشأة الحضرية وداعي القيادة العسكرية التي قدمته إلى طليعة المجاهدين في هذا الميدان فشاهد حروب الردة من أوائلها إلى نهايتها وقسمت له الحصة الكبرى في أهم وقائعها وأعصب أوقاتها ومنها وقعة واحدة ترجح بها جميعا وتعد من حروب الإسلام الحاسمة في صدر تاريخه وهي وقعة اليمامة التي انتصر فيها بعد هزيمة قائدين وتنقسم أعمال خالد في حروب الردة إلى قسمين أحدهما الذي اشترك فيه مع كبار الصحابة بقيادة الخليفة في المدينة وما جاورها والآخر الذي استقل به أو استقل على الأصح بناحيته العسكرية وهو أعظم عملية في هذه الحروب توفي النبي عليه السلام وجيش أسامة بن زيد في الجوف من أرباض المدينة والفتنة على مقربة منها تتطلع برؤوسها فعاد فريق منه إلى المدينة وأشار بعض الصحابة على الخليفة أن يرجع مسيرته ويستبقيه عنده فترة من الزمن ليس ما يطمئن في عقر داره خلال تلك الغاشية فأدى أشد الإباء أن يخلف وصية للنبي أوصى بها في مرض وفاته وقال قولته المأثورة والله لا أحل عقدة أعقدها رسول الله ولو أن الطيرة خطفتنا والسباع من حول المدينة ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين لأجهزن جيش أسامة ونادت المسلمين ليتم بعث أسامة ألا لا يبقين بالمدينة أحد من جنب أسامة إلا خرج إلى عسكره بالجرف وسار الجيش إلى وجهته كما أراد فخلت المدينة من الجند إلا بضع مئات من رجال المهاجرين والأنصار ودرى أقرب المرتدين إليها بحالها من العزلة وقلة الحامية فزحفوا عليها وظنوا أنهم إذا هددوها وهي عزلاء وتوسلوا بالمفاوضة والوساطة في الوقت نفسه رجع الخليفة عن عناده وقبل منهم ما سوامه عليه وهو إقامة الفرائد كلها والإعفاء من الزكاة أو من الجزية كما سموها زحفت مئات من عبس وذبيان وفزارة على المدينة وتركوا شطرا من جموعهم في الربذا حيث تلتقي طرق كثيرة على مسافة سبعين أو ثمانين ميلا من المدينة وساروا بالشطر الآخر إلى دي حسا ودي القصة وهي أقرب محلة إليها ثم أوفدوا سفراءهم ينزلون بالناس في بلوتهم ويتوسلون بهم إلى الخليفة أن يقبل منهم ما عرضوا عليه فأبى إباءه الذي لا ينثني وقال لو منعوني عناقا لجاهدتهم عليه فقفلت الوفود إلى جماعاتها وعلم الخليفة بقفولها وأخذ في التأهب للأمر بحزم العمل وحزم التدبير والحيلة بعد حزم الإيمان فلم يدع شيئا قط يستعد به للخطر المنتظر إلا أعده في أوانه وعلى الوجه الأمثلي في تلك الأحوال فأقام كبار الصحابة على الأبواب وجمع في المسجد من استطاع جمعه من المجاهدين وأرسل العيون على الطرقات من كل سبيل فما هو إلا أن جاؤه بنبأ القوم ومواضع جماعاتها من مختلفة حتى خرج مع الليل ليضربهم من حيث لا يتوقعون قدومه ودهم من كان منهم بذل قصة فذعروا لهذه البغتة التي لم تكن لهم على بال ولاذوا بالفرار حتى لحقوا بأصحابهم في ذي حسا فصمدوا هناك للمقاومة وقيل إنهم تحيلوا على إبل المسلمين التي لم تروض للقتال فضربوها بالأنحاء المنفوخة في وجوهها فنفرت وولت مجفلة من حيث أتت فأطمعهم ذلك في الهجوم على المدينة وظنوا أن أهلها ليفارقوها يومهم على الأقل بعد هذه الهزيمة إلا أن الخليفة لم ينتظرهم معتصما بالمدينة كما انتظروا بل خرج بمن معه في هزيع من الليل على تعبئة كاملة وهبط عليهم عند طلوع الصبح وهم على غير أهبة فلم يلبثوا قليلا حتى تفرقوا وارتدوا ولم تقم لهم بعدها قائمة في هذه المحاولة الفاشلة لأن جيش أسامة عاد من وجهته قبل أن يسعفهم مدد نافع فيأث أن يأخذوا المدينة عنوة أو غرة بعدما أعياهم أخذها وهي قليلة الحامية مفتوحة الطريق تلك كانت هجمة المرتدين الأولى على معقل الإسلام ظفر فيها المسلمون لأنهم يتصموا بحزم الإيمان وحزم التدبير وحزم الوفاق وانخذل فيها المرتدون لأنهم كانوا على نصيب ضئيل من هذه العدد الثلاث فخانتهم عزيمة الدين وعزيمة الرأي وعزيمة الكلمة الواحدة ولعلهم لو شاءوا أن يتحدوا كلمة وفعلا لفاتهم طلاب ذلك لقلة الكلاء والماء الذي يكفيهم مجتمعين فكان تفرقهم مما أعانى المسلمين عليهم وعوضهم من قلة الجند رجحانا يقابلون به الكثرة وهي منحلة الوثاق ومن عجائب الخليفة الصديق أنه كان يعتصم بالإيمان حتى يقال لم يدع مزيدا للحيلة والتدبير ويعتصم بالحيلة والتدبير حتى يقال لم يدع مزيدا للإيمان ففي هذه الفترة التي شغل فيها أولئك المرتدين بالهجوم والدفاع كانت رسله إلى كل مكان تستنفر القبائل الموالية للنجدة وتمشي بالوقيعة والتفرقة بين القبائل المعادية أو المتربسة للعداء وتأتيه بالأخبار من كل صوب فيعمل وهو بصير ويعملون وهم متخبطون مضللون فلم تنقضي هجمة فزارة وعبس وذبيان حتى استتم له جيش كبير من أبناء القبائل الموالية في جوار المدينة ومكة ومعهم جيش أسامة وعدته بضعة آلاف من المدربين على القتال ومضى رسوله عدي بن حاتم الطائي إلى قومه بني طي وهم يترددون فريق يعصي الخليفة ويلحق بالمتنبئ الأسدي طليح بن خويلد ومعهم فلول المرتدين عن المدينة وفريق يحجم عن العسيان ويؤثر البقاء والانتظار فأرهابهم من مغبة العسيان وساعده على إرهابهم مصير عبس وذبيان وأنذرهم لا يهبطن عليهم جيشا لا مقدرة لهم بدفعه من تلك الأمداد التي تتدفق على المدينة أو يثوب إلى الإسلام وإيتاء الزكاة فأصغوا إليه وسألوه المهلة حتى يستخرجوا من لحق بطليحة من إخوانهم لأن لا يقتلهم وهم بين يديه ووعدوه أن يدخلوا بهم جميعا في زمرة جيش المسلمين إلى هنا انتهت المرحلة الأولى التي اشترك فيها المسلمون جميعا بقيادة الخليفة لمدافعة المرتدين عن المدينة وكان شأن خالد فيها شأن غيره من أبطال المجاهدين وآن أن تبدأ المرحلة الثانية وهي المرحلة التي توزع فيها الأعمال بين القادة في شتى الميادين بعد أن تمت العدة وتوافدت الأمداد من مختلف القبائل واستراح الجيش أسامة وهدأت ثورة القيض وبدأ الخريف وأصبح من الميسور للخليفة أن يوجه البعوث إلى المتنبئين في مواطنهم ليعجل كل منهم عن مراده قبل استفحال خطبه ففي أول هذه المرحلة نرى خالدا بذل قصة حيث عقد له الخليفة لواء القيادة على جيش لا تتجاوز عدته أربعة آلاف مقاتل أكثرهم من أبناء القبائل الموالية وأقلهم من المهاجرين والأنصار ووجهته إلى بزاخة من أرض بني أسد حيث اجتمع بن أسد وقيس وحلفاؤهم إلى المتنبئ القائم بأمر الردة هناك طليحة بن خويلد وربما كان الصحيح أن خالدا إنما استقل في أول هذه المرحلة بعمل القائد العسكري في تنفيذ خطة مرسومة بتفصيلاتها إذ كانت هذه الخطة متفقا عليها بينه وبين الخليفة وكان الخليفة اليقضان يأمره بما يستنع خطوة بعد خطوة وينبهه إلى مواقف القبائل ومواطن الخطر منها على درجاته ويسحبه إلى بداية طريقه قال الخليفة وهو يودع الجيش أيها الناس سيروا على اسم الله وبركته فأميركم خالد بن الوليد إلى أن ألقاكم فإني خارج في من معي إلى ناحية خيبر حتى ألاقيكم ثم خلا بخالد وأسر إليه أمرا ثم قال عليك بتقوى الله وإثاره على سواه والجهاد في سبيله والرفق بمن معك من رعيتك فإن معك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل السابقة من المهاجرين والأنصار فشاورهم فيما نزل بك ثم لا تخالفهم فإذا دخلت أرض العدو فكن بعيدا من الحملة فإني لا آمن عليك الجولة واستظهر بالزادي وسر بالأدلاء وقدم أمامك الطلائع ترتد لك المنازل وسر في أصحابك على تعبئة جيدة واحرص على الموت توهب لك الحياة ولا تقاتل بمجروح فإن بعضه ليس منه واحترس من البيات فإن في العرب غر وأقلل من الكلام واقبل من الناس على نيتهم وكلهم إلى الله في سريرتهم وإذا أتيت دارا فقحم فإن سمعت آذانا أو رأيت مصليا أمسك حتى تسألهم عن الذين نقموا ومنعوا الصدقة فإن لم تسمع آذانا ولم تر مصليا فشن الغار فاقتل وأحرق كل من ترك واحدة من الخمس وإذا لقيت أسدا وغطفان فبعضهم لك وبعضهم عليك وبعضهم لا عليك ولا لك متربص السوء ينظر لمن تكون الدبرة فيميل مع من تكون له الغلبة ولكن الخوف عندي من أهل اليمامة فاستعن بالله على قتالهم فإنه بلغني أنهم رجعوا بأسرهم فإن كفاك الله الضاحية فامضي إلى أهل اليمامة سر على بركة الله ولم يكن الخليفة على نية المسير إلى خيبر كما أعلن أمام الناس ولكنه لم يشأ أن يعلن سير الجيش إلى بزاخة نصا لمقاصد متعددة منها أن يخيف بطون طيء حين يقصد إليهم جيش أسامة بقده وقضيده فيجهز على بقية التردد التي تهجس في صدورهم ومنها أن يقنع طليحة بإرساله من عنده من طيء لنجدة إخوانهم والدفاع عن بلادهم ومنها أن يدهم طليحة على غر وهو يظن أن الجيش متجه إلى غير بزاخة ومنصرف عنها إلى حين ومنها أن يلزم أهل خيبر أماكنهم فلا يشتركوا في قتال وقد عمل خالد بهذه الخطة فمضى في طريق بزاخة ثم عرج إلى اليسار قبل منتصف الطريق كأنه يريد الحملة على ديار طيء وهناك وفاه فوق الألف من مقاتلة البطون الطائية ممن تخلى عن طليحة أو كان على نية اللحاق به بعد قليل وقبل أن يستوي خالد في طريقه إلى بزاخة جاءه أناس من الطائيين فعرضوا عليه أن يكفوه حرب قيس ويعفيهم من حرب بني أسد لأنهم خلفاؤهم منذ الجاهلية ولم يكن عدي بن حاتم على رأي قومه فقال لخالد لو ترك هذا الدين أسرة الأدنى فالأدنى من قومي لجاهدتهم عليه أفأنا أمتنع عن جهاد بني أسد لحلفهم فلم يشأ خالد أن يكره أناسا على حرب من يسالمونهم ولا يتحمسون في قتالهم وقال لعدي لا تخالف قومك وانضي بهم إلى القوم الذين هم لقتالهم أنصط والله ما قيسوا بأوهن الشوكتين اندوا إلى أي القبيلتين أحببتم وأتم تعبئته للقتال وهو على الطريق فجعل القبائل على ميمنته والأنصار والمهاجرين على ميسرته وصمد هو في القلب مع فئة من هؤلاء وهؤلاء أما تليحة فالظاهر أنه كان أحذر من أن يؤخذ على غرة فإنه قد رصد العيون على فجاج الصحراء فعلم بمقدم المسلمين قبل وصولهم إلى بزاخة وأعد العدة لكلت الحالتين من غلبة وفرار فعزل أكثر النساء في مكان أمين لألا يقعن في السبي إذا دارت الدائرة عليه وأقام حوله أربعين فارسا من أشد فتيان بني أسد ليدرأ الهجمة عنه كأنه كان يعلم أسلوب خالد في قتاله إذ كان قصده قبل كل قصد أن ينحي بالضربة القاضية على رئيس القوم فيفوت في أعضاد القوم جميعا بقتله أو إكراهه على الفرار ولم يكن تليحة جبانا ينتحي عن الطعن والضرب وراء غيره بل كان مشهورا بالشجاعة معروفا عنه أنه أقسم لا يدوه أحد إلى مبارزة إلا أجابه ولكنه كان على شجاعته أمير إلى الحذر والحيطة منه إلى المجازفة والحماسة وكان في هذه الخصلة نقيد نده الذي يصاوله وينازله بالسلاح والأخلاق فكان خالد أقرب إلى المجازفة والحماسة منه إلى الحذر والحيطة ولقد كانت جيش تليحة مزيتان هما الكثرة والراحة فقد كان جيشه يربو على جيش المسلمين بألف مقاتل أو زيادة مع وفرة السلاح والركائب وكان مستريحا في دياره على خلاف جيش المسلمين الذي كان عليه أن يلقاه بعد مسير مئات من الأميال في الأودية والجبال ولهذا أوشك أن يفوز بيومه لو لا عزمة من عزمات القيادة التي تأتي في إبانها وتدور برح الحرب من طرف إلى طرف في ساعات معدودات فلما التحم الجيشان ثبتت ليحة وأصحابه ثبات المستميت وكروا على المسلمين كرة عنيفة فكشفوا الميمنة ولحقت بها الميسرة وانقضت هنيها خيل إلى المسلمين أنهم منكسرون لا محالة وجاء بعض بني طيء إلى خالد ينصح له أن يتراجع يومه ليعتصم بجبال طيء ويستدرج المرتدين إليها فأنكر عليه نصيحته وزجره قائلا لا أعتصم بغير الله ثم عول على الكرة في كبة الجمع ليبلغ النصر أو يموت دونه فأرسل فرسه وترجل مقاتلا على قدميه ليملك الحركة حيث يشاء ويبعث القدوة في قلوب صحبه ونادى بالأنصار كأنه ذكر موقف النبي يوم حنين يا أنصار الله فلبوه مندفعين إليه وثاب أبناء القبائل إلى مواضعهم فاستحر القتال في الفريقين حتى قتل حرس تليحة جميعا واستقر هو في دثار الكهانة يوهمهم أنه يتلقى الوحي أو ينتظر المدد من السماء وقد كان أتبعه يحبون أن يؤمنوا به مجاملة له ومرضاة لكبرياء القبيلة في أنفسهم فلما جد الجد أحب أن يروا لهذا الإيمان علامة وسأله زعيم فزارة عيينة بن حصن وهو من أعز أنصاره وألد أعداء المسلمين هل جاءك جبريل؟ قال لا ثم رجع له مستعجلاً وحي السماء صائحاً به وقد نسي في غضبه أنه يخاطب على زعمه نبياً من الأنبياء لا أبلك أجاءك صاحبك؟ قال لا فصاحبه حتى متى؟ قد والله بلغ منا فلما عاوده الثالثة خجل أن يجيبه جوابه الأول وقال له نعم جاءني وأوحى إلي أن لك رحى كرحاه وحديثاً لا ننساه فسخر منه عيينة وقال نعم هو حديث لا ننساه ونادى في قومه وهو مؤمن بهزيمة طليحة وإدبار أمره انصرفوا يا بني فزارة إنه لكذاب وجعل طليحة يسألهم من حيرته ما يهزمكم فأجابه أحدهم أنا أحدثك ما يهزمنا إنه ليس رجل منا إلا وهو يحب أن يموت صاحبه قبله وإنا لنلقى قوماً كلهم يحب أن يموت قبل صاحبه وأدرك طليحة حذره وكان قد أعد لهذا الحذر عدته فركب الفرس وأردف امرأته النوار على راحلة وراءه ونجى بها وهو ينادي أتباعه من استطاع أن يفعل هكذا فليفعل وما زال في فراره حتى لحق بالشام وتعقب خالد فلول المرتدين ومن مالأهم من قبائل هواز وسليم حتى لحق بهم في ظفر حيث أحاط بسلمة أم زمل وهي كأمها من قبلها مضرب المثل في العزة والمنعة كان يقال عن أمها أعز من أم قرفة لأنها تعلق في بيتها خمسين سيفاً كل سيف منها لرجل من زويها وقد سبيت هي في عهد النبي عليه السلام فاعتقتها السيدة عائشة رضي الله عنها فذهبت إلى قومها مغضبة لتلك العزة التي انتهى بها عناد قومها إلى الأسر والخدمة واستثارت حمية الرجال بهذه الغضبة التي تثير الطبيعة البدوية ولو لم تجتمع إليها بواعث أخرى للغضب والثورة فدار بين خالد وبين جيشها أحر قتال ووقفت هي على جمل مشهور تضرم النخوة في قلوب جندها وترد الشجاعة إلى من أدبر للفرار ومضى اليوم وهي تكافح ومن حولها زعماء جيشها يكافحون فجعل خالد مئة من الإبل لمن يصيب الجمل وأرسل نخبة من فرسانه عليه فعقروه وقيل إنهم لم يصلوا إليه حتى قتل من دونه مئة رجلا من حماتها المستئسين وقد تفرقت سرايا في أثر المنهزمين تضربهم وتجمع الأسلاب والغنائم وتدعو إلى الإسلام فلم تمضي أيام حتى كان قد فرغ من مهمتيه الأوليين وهما الإنذار والتغلب على الفتنة وبقيت مهمته الأخيرة وهي القصاص والتأديب ولعلها كانت ألزم وأحزم من قمع الفتنة وتمزيق الجيوش لأن المرتدين كانوا قد أسرفوا في التنكيل بالمسلمين الذين أصابوهم بينهم ولم يتورعوا عن مثلة من المثلات التي يتورع عنها المقاتل الكريم وأصابوا أولئك العزل المنفردين في غير ساحة الحرب وبغير نذير من قتال فكانت أوامر الخليفة إلى خالد صريحة ألا يني في عقاب المعتدين ولا يظفرن بأحد قتل المسلمين إلا قتله ونكل به غيره ولم يكن خالد في مواقف الصرامة والبطش بحاجة إلى توكيد وتشديد فلم يقبل من المرتدين إلا أن يأتوه بالذين حرقوا ومثلوا وعدوا على المسلمين ومثل بهم فأحرقهم بالنيران وردخهم بالحجارة ورمى بهم من الجبال كفعلهم بأولئك الأبرياء الغافلين عن عدوانهم الزميم وقاد رؤساءهم في جوامع الحديد إلى الخليفة ليصنع بهم ما يشاء وذلك درس لا شك أنه عنيف مخيف ولكنه لا شك أنه عادل في شرعة الحرب والسلم وأنه لازم كل اللزوم في أحوال كتلك الأحوال وأيا كانت المثلات بالمرتدين فهي على التحقيق لا تتجاوز المثلات التي تؤمر بها حملات التأديب في عصرنا هذا لمعاقبة أناس لم يقترفوا مثل ما اقترفه المرتدون ولم يقرنوا فعالهم بجريرة الخروج على عقيدة أو شريعة ولا بتهديد الدولة في كيانها وهي أحوج ما تكون إلى الأمان والضمان ومع هذا وجد من كبار المسلمين من نام خالدا على الإمعان في تأديبه على النحو الذي نحاه فقال عمر بن الخطاب للخليفة منكرا إحراق الناس بعثت رجلا يعذب بعذاب الله انزعه فلم يستمع إليه الخليفة لأنه كان في حنقه على المرتدين لا يستعظم عليهم ضربا من ضروب العقاب ومهما يكن من مجارات هذا العقاب لطبع خالد فهذه البعثة بين بعثاته جميعا هي بعثة التنفيذ المحض الذي لا يشوبه نصيب من الاستقلال اللهم إلا استقلال القائد الكفؤي بحسن القيام على ما وكل إليه ومما لا غنى عنه قبل الانتقال إلى أعمال خالد المستقلة في بقية حياته أن نتحرى نصيبها من إطاعة الأمر ونصيبها من الإقدام على العمل غير مأمور به ولا محمود عليه فيجوز لقائل في هذا الصدد أن يقول إن الخليفة لم يرسم لخالد خطة القتال والمداورة في بعثة بزاخة وإنما أفضى خالد بهذه الخطة إلى الخليفة فأقرها ووافقه عليها ذلك جائز غير ضعيف الجواز ولكننا على هذا نرجح أن الخليفة هو صاحب الخطة من أليفها إلى يائها وأن نصيب خالد فيها هو نصيب الإقرار والموافقة ويميل بنا إلى هذا الترجيح أن نصائح الخليفة في بدء البعثة قد شملت الصغائر والكبائر وتناولت تفصيل الحركة كما تناولت تفصيل البيان الصحيح عن مواقف المرتدين في كل قبيلة وكل ميدان وأن الخطة قامت على التورية والسبق بالهجوم وكلهما مما تعلمه الخليفة الأول بعد طول الصحبة من النبي عليه السلام إذ كان مأثورا عنه أنه كان إذا قصد وجهة ورى بغيرها وأنه كان لا ينتظر الهجوم بل يسبق الهاجمين إليه وقد جرى الخليفة على ذلك في دفاعه عن المدينة قبل مسير البعوث وعقد الألوية للقواد كذلك تواترت بعض الأقوال بمسير خالد إلى بني تنيم بعد معركة البزاخة قبل أن يأتيه أمر الخليفة بالهجوم قيل إن الأنصار أنكروا عليه المسير إلى بني تنيم وقالوا له ما هذا بعهد الخليفة إلينا إنما عهده إن نحن فرغنا من البزاخة واستبرأنا بلاد القوم أن نقيم حتى يكتب إلينا فقال لهم خالد إن يكن عهد إليكم هذا فقد عهد إلي أن أمضي وأنا الأمير وإلي تنتهي الأخبار ولو أنه لم يأتيني كتاب ولا أمر ثم رأيت فرصة إن أعلنته بها فاتتني لم أعلمه حتى أنتهزها بل قيل أكثر من ذلك إنه أغار على اليمام قبل أن يأتيه الأمر من الخليفة بالإغارة عليها وهي أهول حروب الردة بل لعلها أهول من معظم حروب الفرس والروم فزعم قوم أنه قال لصحبه بالبطاح والله لا أنتهي حتى أناطح مسيلمة فأبى الأنصار وقالوا هذا رأي لم يأمرت به أبو بكر فارجع إلى المدينة فأصر على رأيه وقال لا والله حتى أناطح مسيلمة فرجعت الأنصار فسارت ليلة ثم قالوا والله لأن نصر أصحابنا لقد ندمنا ولأن هزموا لقد خذلناهم فرجعوا إليه ومضى بهم إلى اليمام والذي لا نزاع فيه أن الخليفة لم يبعث أحدا غير خالد إلى بني تميم ولو بعث غيره لصح أن يقال إنه سار إليهم غير مأمور ولكنه قال عند مسير جيشه من ذي القصة إذا فرغ سار إلى مالك بن نوير بالبطاح إن أقام له أما اليمامة فقد بعث إليها الخليفة عكرم بن أبي جهل ثم رأى حاجته إلى المدد فوجه في أثره شرحبيل بن حسنة وأمرهما أن يتلاقيا ولا ينفرد بالهجمة على اليمامة ثم بدأ لعكرم أن يستأثر بالنصر وحده فهجم على مسيلمة قبل أن يوافيه المدد فنكب نكبة شديدة وتلقى الخليفة نبأ هذه النكبة فكتب إلى شرحبيل يأمره بالتوقف حتى يأتيه أمره ولم يقل أحد إن الخليفة توجه قائداً غير خالد لنجدة شرحبيل ولا كان معقولاً أن يكتفي بشرحبيل بعد هزيمة أكريمة وقد كان كلاهما عنده في حاجة إلى التعزيز والإمداد وقد تقدم أن الخليفة قد بصر خالداً بشأن اليمامة قبل خروجه إلى البزاخة وليس ثمة من داع إلى الشك في نسبة ذلك المقال إليه ولا إلى الشك بعد هذا جميعه في تولية خالد قيادة الجيش الذي سار إلى اليمامة ومن المتواتر جداً أن خالداً لقي الخليفة بعد مسيره إلى بني تميم وقبل مسيره إلى بني حنيفة لأنه استدعي لسؤاله عن مقتل مالك بن نويرا وزواجه من امرأته ليلى فهو قد توجه إلى اليمامة مأذوناً مأموراً بعد وقعة البزاخة وبعد وقعة بني تميم وعاد هذا كله يكاد يستحيل على العقل أن يقبل أن خالداً قد تولى حرباً كحرب اليمامة اشترك فيها أعظم الصحابة واستهدف المقاتلون فيها لأكبر الأهوال دون أن ينذب لذلك بأمر صريح وغاية ما نفهمه الآن من ورود ذكر اليمامة عند عقد الألوية في ذي القصة أن الخليفة عرف خطرها فأراد أن يجمع لها أكبر قوة من جيوشه المختلفة وأراد في الوقت نفسه أن يشغل بني حنيفة بأنفسهم فوجه إليهم أكرم أولاً ثم وجه شرح بيل بعده ليتلاقي معاً ويكون خالد قد فرغ في ذلك من أمر بني أسد فيدرك سابقه معززاً لهم إن تعذر عليهم أن يقهروا بني حنيفة قبل قدومه وهي خطة تلائم ما عرف عن خطط الصديق من جرأة وحيطة وسرعة ولا ينمع هذا أن الخليفة أمر خالداً أن يرجع إليه بعد كل مرحلة من مراحل هذه البعثة لعله قد استجد شيء في غيابه وفحو الأقوال الكثيرة التي تتفق بالبداهة على هذا النسق أن خالداً قد تولى التنفيذ في ترتيب أعماله وتولاه أيضاً في أوائل خططه ولكنه قد وكل إلى نفسه في الأمور التي يعلمها الشاهد ولا يعلمها الغائب ومنها موعد المسير وطريقة الهجوم واللقاء فقام بما وكل إليه جميعاً على أكمل الوجوه وأقمنها بموافقة الخليفة إلا في موضعين لكل منهما ارتباط بمسألة زواج أحدهما في البطاح والآخر في اليمامة فقد تعرض فيهما لمؤاخذة الخليفة ومؤاخذة كبار الصحابة ولم يرض فيهما عرف الجاهلية أو عرف الإسلام وظاهر من مقال الخليفة في ذي القصة أنه لم يكن على يقين من عداء بني تميم أو من ضرورة القتال في أرضهم وإنما كان يعلق الأمر على موقفهم عند وصول جيش المسلمين إليهم وبخاصة بعد وفود زعناء منهم بإعلان الطاعة وإيتاء الزكاة وليس أدل من هذا على أن الصديق رضي الله عنه قد كان يعمل عمله في حروب الردة جميعاً وهو على استطلاع وثيق وعلم واثن بأحوال كل طائفة من المرتدين وأن من دواع انتصاره وفاء أخباره بحاجات القتال ونقص أخبار المسلمين عند القبائل المرتدة بعيدها وقريبها على السواء فتقديره لموقف بني أسد منذ البداية كان أصح تقدير وكذلك كان تقديره لموقف بني حنيفة في اليمامة ومثل هذين في صحة الإلمام بالأحوال المختلفة شكه في ضرورة القتال بالبطاح وتعليقه القتال مع مالك بن نويرا على شرط وتخصيصه مالكاً بالذكر دون الآخرين من زعماء بيوت بني تميم فالواقع في أمر بني تميم كما نعلمه اليوم أنهم لم ينطووا على خطر جسام وإن اختلفت في نياتهم الظنون وتاريخهم قبل الإسلام بعشرات السنين يؤكد هذه الحقيقة ويوحي إلى الخليفة رأيه الذي ارتآه كانوا في أجهل أيام الجاهلية في طليعة العربي كثرة ومنعة وسعة بلاء ووفرة ماء ومرعى وكانوا يشترئون على المغامرات التي تفرق منها القبائل الأخرى فبطشوا مرة بقافلة عظيمة من قوافل الفرس التي تسير في رعاية الدولة الفارسية وحراسة أناس من بني حنيفة وفارس دولة ضخمة يهابها العرب وبني حنيفة قوم من المنعة والعزة بمكان فلما استشار كسرى بعد زعماء بني حنيفة في عقوبتهم قيل له إن أرضهم لا تطيقها أساورتك وهم يمتنعون بها ولكن احبص عنهم الميرة فإذا فعلت بهم ذلك سنة أرسلت معي جندا من أساورتك فأقيم لهم السوق فإنهم يأتونها فتصيبهم عند ذلك خيلك وكذلك لم يتمكن منهم كسرى حتى منع عنهم حاجياتهم من أرض الحضارة في سنة مجدبة واستعان عليهم بمن يستدرجهم إلى مكان ينالون فيه ولكن بني تميم على هذا كانوا مثلا من الأمثلة النادرة على عجائب الحضوض في هذه الدنيا فقل ما ظهر للمعتبرين أن الكثرة والساعة والمنع والوفرة تنقلب أحيانا إلى نقمة تشبه القلة والضنك والخوف كلما ظهر ذلك في شأن بني تميم فقد كانت كثرتهم وسعة بلادهم واكتفاء كل بلد منها بمراعيه وأمواهه سببا لتفرقهم وتصدع وحدتهم وتعذر الإجماع بينهم على رئيس واحد فتشعبوا بطونا يدين كل بطن منها لرئيس بل بيوتا في البطن الواحد يبلغ من تنافسهم أن يتحاربوا ويتوارثوا التراث ويصبح التوفيق بينهم أعثر من التوفيق بين أحدهم والغريب الطارئ عليهم من الأعداء والأصدقاء وكان هذا شأنهم يوم ظهرت الدعوة المحمدية فلما بلغتهم خاف كل منهم أن يرفضها فيكون منافسه الوقفون له بالمرصاد حربا عليه فأجاب رؤساؤهم الدعوة وأقرهم النبي على رئاستهم ومنهم الزبرقان بن بدر على الرباب وقيس بن عاصم على مقاعس والبطون ووكيع بن مالك على بني حنظر ومالك بن نويرا على بني يربوع وهم بيت من بيوت بني حنظلة الكبار وكل أولئك رجال من ذوي الرأي الراجح والقول النافذ والمناقب الشخصية ويمتاز من بينهم مالك بن نويرا بمزايا أخرى لم تتفق لواحد منهم وهي اللباقة والظرف والفصاحة وحسن المحاضرة مع الوسامة والصباحة وأناقة الزي والشارة وهي في جملتها تلك الصفات التي ترشح صاحبها لمآسي البطولة في قصص الحياة من واقع أو خيال كانت فيه خيلاء وجفلة وكان متلافا لا يبقي على مال وكان فارسا شاعرا محدثا ظريف المدخل على من يعرف ومن لا يعرف ومن ذاك أنه كان يقصد الحياة من أحياء العداء وله فيه أسرى يريد فكاكهم بالفدية المصطلح عليها فلا يحدث أهل الحي هنيهة حتى يخلبهم بحديثه ويأسرهم بظرفه وحسن سمته فيرد إليه أسيره بغير فدية ويفترق وهم أصفياء وكان مالك هذا أول من قصدت إليه سجاح المتنبئة عند منحدرها من الجزيرة فصرفها عنه بلباقته إلى ملاقات البطون الأخرى من بني تميم ولعله زين لها أن تجمعهم إليها عصبة واحدة لعلمه باستحصاء ذلك عليها وعلى غيرها وإنها وشكة أن تنتقم له منهم إن هي دعتهم إلى الالتفاف بها فلم يجيبوها ولم تزل الأنباء قبل مقدم سجاح وبعد منصرفها تتتابع بعضها بعضا بانكسار المرتدين وغلبة المسلمين عليهم إلا ما كان من هزيمة عكريمة في اليمامة وانتصار بني حنيفة عليه وهو انتصار لا يسر بني تميم لشدة المنافسة بينهم وبين بني حنيفة فلما أخذ الخليفة في عقد الألوية وتسير البعوث كان بني تميم على حالهم المعهود من التفرق والمراقبة بعضهم لبعض على توجس وحذر فسبق بعضهم إلى المدينة بحصته من الزكاة وتأخر بعضهم حتى نزل خالد بأرضهم فدفعوها إليه وتحير مالك بن نويرا فلم يعزم على الحرب ولم يؤدي الزكاة وأغلب الظن أنه بدد ما جمع من الصدقات في هباته وملاهيه ثم ليم في ذلك فأجاب لائنيه بأبيات قال فيها وقلت خذوا أموالكم غير خائف ولا ناظر فيما يجيء من الغد فإن قام بالأمر المخوف قائم منعنا وقلنا الدين دين محمدي يعني أن محمدا هو صاحب الدين وصاحب الزكاة وقد مضى محمد فليس لأحد بعده أن يتقاضاه وهو على الجملة موقف رجل مسرف لا يبالي ما يجيء من الغد كما قال وليس بموقف عناد وتحفز لقتال فلما نزل خالد بالبطاح لم يجد أمامه أحدا يلقاه بزكاة أو يلقاه بقتال فعسكر حيث نزل وأرسل السرايا في أثر هذا البطاح فجاءته بمالك بن نويرا في نفر من بني ربوع فحبسهم ثم أمر بقتلهم وحدث بعد ذلك أنه تزوج بمرأة مالك ليلى أم تميم وكانت من أشهر نساء العرب بالجمال ولسيما جمال العينين والساقين يقال إنه لم يرى أجمل من عينيها ولا ساقيها وتضطرب الروايات هنا أبعد الطراب وأصعبه أن تهتدي منه إلى مخرج متفق عليه فمن قائل إن السرايا وجدت بن يربوع يصلون وسمعت الآذان ومن قائل لم نرى صلاة ولم نسمع بآذان ومن قائل إن الأسرى قتلوا لأن الليلة كانت باردة ونادى مناد من قبل خالد أن دافئوا أسراكم ففهم الحراس أنه يريد القتل لأنهم من بني كنانا والمدفأ بلهجتهم كناية عنه ومن قائل إن مالكا قتل بعد محادثة حامية جرت بينه وبين خالد ثم تضطرب الروايات في نقل حديثهما فلا يدرى له نص صحيح فقيل إن مالكا صرح بأنه لا يعطي الزكاة وإنما يقيم الصلاة فقال خالد أما علمت أن الصلاة والزكاة معا لا تقبل واحدة دون الأخرى فقال مالك قد كان صاحبك يقول ذلك فاتخذ خالد قوله دليلا على تبرؤه من النبي وقال له أوما تراه لك صاحبا ثم حمي الجدل بينهما حتى أمر بقتله ونسجت الخرافة بعد ذلك نسيجها الذي لا يتماسك لوهيه فزعموا أن خالد أمر برأسه فجعل مع حجرين وطبخ على الثلاثة قدرا فأكل منه وأن شعر مالك جعلت النار تعمل فيه إلى أن نضج اللحم ولم يفرغ الشعر وهي خرافة تروى لتدلنا على شيء واحد وهو وجود الحانقين الراغبين في التشهير بخالد وتبشيع أعماله وإغار الصدور عليه وقيل إن مالكا لمح في عيني خالد الإعجاب بمرأته فصاحبه هذه التي قتلتني فقال له خالد بل الله قتلك برجوعك عن الإسلام ويذهب بعضهم إلى أكثر من هذا فيزعمون أن هوى خالد له سابق لحرب الردة وفي ذلك يقول أبو نمير السعدي قضى خالد ضغيا عليه بعرسه وكان له فيها هوى قبل ذلك وقيل إن خالد توعد مالكا بالقتل فقال له مالك أو بذلك أمرك صاحبك قال خالد وهذه بعد تلك ثم تكلم أبو قتادة الأنصاري وعبد الله بن عمر في أمره فكره خالد كلامهما وعاد مالك يقول له يا خالد ابعثنا إلى أبي بكر فيكون هو الذي يحكم فينا فقال خالد لا أقالني الله إن أقلتك وتقدم إلى ضرار بن الأزور أن يضرب عنقه ويزيدون على ذلك أن خالد اندعى أبا قتادة الأنصاري وعبد الله بن عمر إلى حضور عقد الزواج بليلة بعد مقتل زوجها فأبيا وأشار عليه أن يكتب إلى أبي بكر فلم يستمع إليهما وغضب أبو قتادة فأقسم على يجمعه بعد اليوم وخالدا لواء واحد وقصل إلى المدينة غير مستأذن من قائده فلقي الخليفة ولقي عمر بن الخطاب فكانت غضبة عمر أشد وأعنف وطلب إلى الخليفة أن يعزله وأن يقيده قائلا إن سيفه فيه طغيان فلم يجبه الخليفة وقال له يا عمر تأول فأخطأ ارفع لسانك عن خالد فإني لا أشيم سيفا سله الله على الكافرين ولكنه ودى مالكا واستدعى خالدا إليه فلما قدم إلى المدينة رأى عمر منه ما زاده غضبا وشدة في طلب القود منه رأاه قد دخل المسجد وعليه قباء وقد غرز في عمامته أسهما فنهض إليه فنزعها وحطمها وصاحبه قتلت امرئا مسلما ثم نزوت على امرأته والله لأرجمنك بأحجارك فتركه خالد ولقي الخليفة فاعتذر إليه فعنفه الخليفة وأمره أن يفارق ليلى ثم عفى عنه واستبقى خدمته فعاد خالد إلى المسجد وفيه عمر فبادره حين رأاه مناجزا هلما إلي يبنى أم شملة فعرف عمر أن الخليفة قد عفى عنه فلم يكلمه ودخل بيته وحسبنا من هذه الأقوال جميعا أن نقف منها على الثابت الذي لا نزاع فيه والثابت الذي لا نزاع فيه أن وجوب القتل لم يكن صريحا قاطعا في أمر مالك بن نويرا وأن مالكا كان أحق بإرساله إلى الخليفة من زعماء فزارة وغيرهم الذين أرسلهم خالد بعد وقعة البزاخة وأن خالدا تزوج امرأة مالك وتعلق بها وأخذها معه إلى اليمامة بعد لقاء الخليفة وأوجب ما يجبه الحق علينا بعد ثبوت هذا كله أن نقول إن وقعة البطاح صفحة في تاريخ خالد كان خيرا له وأجمل لو أنها حذفت ولم تكتب على قول من جميع تلك الأقوال لأنها لم تضف إلى فخاره العسكري كثيرا ولا قليلا وأهدفته لملام أحمد ما يحمد منه أن له عذرا فيه يقبله أناس ولا يقبله آخرون يجب تقرير هذا عند تقدير خالد لأنه الحق الذي لا يعلو على ميزانه ميزان في ترجيح الرجال والأعمال ولأن الرجل الذي يخشى على قدره من تقرير أخطائه رجل لا يستحق أن يكتب له تاريخ إذ معنى الخشية عليه من أخطائه أنه فقير في الحسنات والعظائم وأنه من الفقر في هذا الجانب بحيث تعصف الأخطاء بعضائمه وحسناته ولم يكن خالد بن الوليد كذلك بل كانت له في ميزان العظمة والعبقرية كثة راجحة ولم يكد يرحل عن البطاح حتى اتصلت له حلقات من كبار الأعمال توزع على عشرة رجال ويجد كل منهم في نصيبه كفايته من الفضل والرجحان خرج من البطاح إلى اليمامة خرج من وقعة لا خطر لها إلى وقعة لها الخطر الأكبر في حروب الردة وفي حروب الإسلام كاثة خلال أيام الخلفاء الراشدين ويرجع هذا الخطر إلى قوة بن حنيفة أصحاب اليمامة ودهاء رئيسهم مسيلم بن تمامة ومنعة بلادهم بالجبال والأودية ووفرة الماء والثمرات هابها أصحاب سجاح وقالوا لها حين حدثتهم بغزوها إن مسيلم قد استفحل أمره عظم فلم تهون عليهم خطبها حتى استنزلت لهم سجعات من وحيها المزعوم تقول فيها عليكم باليمامة دفوا دفيف الحمامة فإنها غزوة صرامة ولا تلحقكم بعدها ملامة وكان مسيلمة هذا رجلا قصيرا أخنس الأنف أفتصه شديد الصفرة زري الهيئة ولكنه على ما يؤخذ من أخباره كان على ذكاء مفرت وحيلة نافذة وكان من أولئك الدهات الذين يعودون بالحيلة باثاتهم من الهيبة والرواء فاشتهر بالخلابة والقدرة على استهواء النفوس من الرجال والنساء فمن خلابته أن النبي عليه السلام أرسل إليه رجلا من قراء القرآن ليعلم أهل اليمامة أحكام الإسلام ويبصرهم بالفرائض والعبادات وهو نهار الرحال فما لبث الخبيث أن استغواه حتى شهد له أنه يوحى إليه وأنه سمع النبي عليه السلام يقول إنه قد أشركه معه وشهد له بالنبوة وقد استغوا سجاح وهي تدعي النبوة حتى شهدت بالنبوته وتزوجته وانصرفت من بلاده بنصيب من الهدايا يقنعها بالذهاب ولا يضمن لها التكرار وكأنه كان على حضوة عند النساء وخبرة بأهوائهم وأساليب مرضاتهم فقد كان نساؤه يحببنه ويجزعن عليه وصاحت إهداهن ساعة أن قتله وحشي بن حرب مولى جبير بن مطعم وأمير الوضاء قتله العبد الأسود وخليق بهذا أن يظن به السحر وتنتظر منه الخوارق بين الجهلاء لأنهم يرون سلطانه ولا يعلمون مأتاه فيخيل إليهم أنه سر من الغيب أو معونة من الجنة والشياطين وهو على هذا كان يعين حيلته بما استطاع من صناعة الشعوذة والألعيب التي كان يحذقها بعض الكهان في بلاد العرب والعجم فكان قبل ادعائه النبوة يطوف بالأسواق ويتعلم النيرانجيات حيث سمع بأساتذتها المبرزين فيها ولم يكن في طبيعته بمعزل عن طبائع السحر وأدعياء الغيب فقد قيل في وصفه وهو يتكهن إنه إذا اعتراه شيطانه أزبد حتى يخرج الزبد من شدقيه والأغلب الأرجح أن به سرعاً كأولئك الذين يشبهونه في الخلائق والدعاوى ومنهم الذين يعالجون الاستهواء من المستهوين أو الوسطاء ولسلطانه على ابناء قبيلته أحبوه ووثقوا به وأطعوه فتأتى له أن يجمع منهم أربعين ألفاً أو ستين وهو عدد ربما ارتفعت به المبالغة أو الجهر بالتقدير ولكنه لا يهبط إلى مدون العشرين قياساً على ما وصفت به معركة اليمامة من الهول وكثرة القتلى والجرح بين الفريقين وقد كان مسيلم يحسب الحساب لأمور كثيرة يوم تصدى لدعوى النبوة ومقاومة الإسلام فكان يقاتل تمام ابن أثال وينوش بني تميم لما بينهم من الذحول والمنافسات ويتوقى شر سجاح وقومها التغلبيين ودولة الأكاثرة من وراء التغلبيين ويعلم أن أشياعه من بيوت بني تميم قد يخذلونه وأن الذين دانوا بالإسلام بين قومه عيون عليه وأن الخليفة لا يمهله ولا يجهل أخباره فتحيل على مهادنة خصومه وفرغ جهده لحرب المسلمين وحدهم وحشد كل ما في وسعه من جند وسلاح ثم تقدم بهم في عجلة إلى موقع يقال له عقرباء في طرف بلاده على مقربة من بلاد بني تميم ولم يكن خالد يجهل خطر الرجل الذي سيلقاه ولم يكن يخفى عليه أن الحرب في العراء غير الحرب في بلاد تكتنيفها الجبال وتقام فيها الأبنية والأسوار فتوجه إلى اليمامة في أهبة كافية بالقياس إلى أهبة المسلمين لأعدائهم في صدر الإسلام ولا يعلم على التحقيق عدد الجيش الذي كان معه في عقرباء ولكنه على التقريب يجاوز الثمانية آلاف ولا يقل عنها لأن جيشه بالبزاخة نحو خمسة آلاف يضاف إليهم جيش شرحبيل بن حسنة الذي سبقه ولبث في انتظاره ولا يقل عن ألفين ويضاف إليهم المدد الذي أرسله الصديق وراءهم بقيادة صليت بن عمر ليحمي ساقتهم وغير هؤلاء من تطوع للحرب مع المسلمين من بني تميم وبني حنيفة فهم في جملتهم يجاوزون الثمانية آلاف ولا ينقصون عنها إن نقصوا إلا بقليل لكن مكان القوة من هذا الجيش الصغير إنما هو كثرة صناديد من أبطال صحابة المشهورين فيه فقد كان جيش المسلمين لا يجاوز في عدته نصف جيش اليمان ولكنه كان في عدة وافية من أفذاذ الرجال الذين يقومون بالألوف فهم عداؤهم بهذه المثابة متناظران متكافئان وكانا متكافئين متناظرين في صدق النية واتقاء العار من الهزيمة هذا تأخذه غيرة الحرم وهذا تأخذه غيرة الدين وقد قال ابن مسيلم لقومه وهم يتقدمون إلى المسلمين هذا يوم الغيرة اليوم إن هزمتم تستنكح النساء سبيات وينكحن غير حظيات فقاتلوا عن أحسابكم وامنعوا نساءكم فليست تعوز الخصمين حرارة الخصومة ولا شواحد الغيرة ولا صلابة العزم ولا توسم الأمل في النجاح ولم يزل خالد يتقدم إلى وجهته على تعبئة كاملة كعادته في معظم غزواته وكان يتلقى الأخبار عن مسيلمة وحركاته في كل مرحلة من مراحل الطريق ولعله استعظم القوة التي حشدها مسيلمة في عقر داره فجنح إلى الأخذ بالأحوط وكتب إلى الخليفة في طلب المدد عسى أن يحتاج إليه بعض الجولة الأولى من جولات القتال فأمده الخليفة بجرير بن عبد الله البجلي ولكنه التحم بالجيوش مسيلمة قبل أن يصل إليه فلقيه منصرفا من اليمامة ولما دنى من أرض مسيلمة مرت مقدمة جيشه في الليل بكوكبة من الفرسان بين الأربعين والستين عليهم مجاعة بن مرارة من زعماء بني حنيفة وأصحاب الرأي والمنزلة فيهم وكأنه كان خارجا لاستطلاع الأمر المسلمين ولكنه أنكر ذلك وزعم أنه ذهب لأخذ سأر له في بني تميم وبني عامر فلما سئلوا عن دينهم قالوا منا نبي ومنكم نبي فأمر خالد بضرب أعناقهم جميعا واستبقى مجاعة عسى أن ينتفع بمنزلته في قومه أو بعلمه بالحرب والمكيدة كما قال لبعض الرواة ونزل خالد على كثيب في مواجهة مسيلمة ثم التحم الفريقان وقاتلت بن حنيفة قتالا لم يعهد مثله واندفعت في هجمتها حتى دخلت خيمة خالد من وراء العسكر وفيها امرأته أم تميم ومجاعة ابن مرارة مطيد بالأغلال فهم بعض الحنفيين بقتلها لو لا أنحمها منهم مجاعة وأوصاهم بها خيرا وهو يقول نعمت الحرة هذه وعليكم بالرجال شهد في كثير من المعارك بين المسلمين وأعدائهم في الصدر الأول أن الكرة الأولى غالبا ما تكون للمشركين ولسيما حين تجتمع لهم مزية العدد والراحة حيث يختارون مكان القتال وهي مشاهدة لا تستغرب ولا تخالف العهود لأن الدفعة الحيوانية أبدا لها الوثبة الأولى مع العدد الكثير وراحة الجزد وإنما الثبات للعقيدة التي يلوذ بها الإنسان بعد المراجعة وللضمير الذي يثوب إليه المرء بعد الامتحان وليس من شأن العقيدة أن تكون كالدفعة الحيوانية وثبة عجلة وهجمة سوارة فاشلة وإنما شأنها أن تحاسب النفس وتستعيد قواها وتستخرج ذخيرتها من أعماقها فهي لهذا تنفع صاحبها في المحنة وبعد التبين الشدة وبخاصة حين يحتاج إليها بعد الجولة الأولى وهذا الذي حدث في عقرباء كما حدث في وقائع شبتة فبعد الجولة الأولى التي فازت بها الدفعة الحيوانية برزت العقيدة إلى الطليعة وجاءت بمعجزاتها وهي معجزات لا يتخيل العقل أن نفسا إنسانية تقدم عليها بغير اعتقاد انتشف الأعراب أولا في أول صدمة وتزلزلت أقدام أناس من الأنصار والمهاجرين من طغيان الجموع الهازمة على السواء فبادر خالد إلى تنظيم جيشه على وضع جديد فميز المهاجرين وميز الأنصار وميز الأعراب كل بني أب على راية وصاحبهم أيها الناس تمايز حتى نعرف من أين نؤتى ثم عول على الموت كما وصاه أبو بكر فوهبت له الحياة ووهب النصر حمل على القوم حتى تجاوز الصفوف وجعل يخاطب مسيلمة ويعرض عليه النصف والرجوع إلى الحق ومسيلمة يروغ منه ثم نادى بشعار المسلمين يا محمداه ودعا إلى المبارزة وهو يصول ذات اليمين وذات الشمال ولا من يثبت له في مجال ولم يبالي أن ينظر إلى ما وراءه لأنه ترك كل شيء في تلك الساعة إلا أن يتقدم أمامه ولم يزد على أن قال لجيرته أو من نسميهم اليوم أركان حربه لا أتين من خلفي ومضى إلى تقدم بغير الرجوع إلا رجوع ظافر مختار وظهرت في مقام الهول فضيلة الصناديد من كبار الصحابة فحفر ثابت بن قيس لقدمه في الأرض إلى أنصاف ساقيه وهو يحمل لواء الأنصار قدما تحنط وتكفن فلم يزل ثابتا حتى قتل في مكانه وساح زيد بن الخطاب أيها الناس عدوا على أدراسكم واضربوا في عدوكم وامدوا قدما ثم أقسم والله لا أتكلم حتى يهزمهم الله أو ألقى الله فأكلمه بحجتي فكانت آخر ما فاه به في ذلك اليوم وحمي البراء بن معرورا وأخذته العرواء التي كانت تأخذه حين تتعالى الوغى ويحتدم القتال فكان كأنما يبحث عن الموت ويهرب من الحياة وتجاوبت الساحة بأصوات الأبطال يصن بعضهم بعضا وينظر بعضهم إلى بعض وهم ينقضون على أعدائهم ويتنادون بينهم يا أصحاب سورة البقرة يا أنصار الله كما نداهم النبي عليه السلام في يوم حنين فاستحى كل مناد منظور المكان منهم في ذلك المشهد العظيم أن ينقص على عقبيه ولم يرى منهم إلا قتيل في موضعه أو زاحف إلى الأمام وما هي إلا سويعات حتى انكشف أصحاب مسيلما منكسرين وهرول مسيلما نفسه إلى حديقة مسورة من ورائه وقد سميت في ذلك اليوم بحديقة الموت لكثرة من قتل في طريقها وكثرة من قتل فيها ولاحت من البراء نظرة إلى جانب الباب فإذا هم قد أوشكوا أن يغلقوه عليهم فصاحب إخوانه يا معشر المسلمين ألقوني عليهم من فوق سورها فاحتملوه فوق الحشف ورفعوها بالرماح حتى بلغت أعلى السور فسقط منه على القوم بعد تردد ولم يزل يعالج باب الحديقة حتى فتحه وقد تواثب أفراد من المسلمين إلى جانبه فأعانوه وقتل في هذه الهجمة مسيلما كما قتل محكم ابن الطفيل أكبر أعوانه ومشيريه فاضطرب بن حنيفة ووقعوا في الحيرة وهم في هزيمة لا يشار فيها برأيه ولا يصغى فيها إلى مشير فشغلوا عن باب الحديقة وأعين المسلمون على اقتحامه من داخلها وخارجها فحق لتلك الحديقة في ذلك اليوم أن تسمى حديقة الموت لأنها اجتملت في يومها على ألوف من القتلى وبلغ عدد القتلى جميعا في ذلك اليوم بين ساحة القتال وحديقة الموت عشرات الألوف أقلهم في تقدير المقدرين عشرة آلاف من بني حنيفة وستمائة من المسلمين وأكثرهم في تقدير المقدرين يرتفعون إلى سبعين ألفا أو ثمانين ألفا خنفيين وألفين مسلمين وهو رقم لا يدل على نبأ صحيح ولكنه يدل على هول صحيح سرى في الآفاق من أنباء تلك المعركة التي ذهبت فيها نخبة من أجل الصحابة وأفقه الفقهاء ومن جراء مقتلهم في هذه المعركة أمر الخلفاء بجمع القرآن في المصحف بعد أن ثني التثيرون من حافظيه وخيف أيثنا آخرون ثم بعث خالد الخيول حول اليمامة يلتقطون ما حول حصونها من مال وسب وعزم على غزو حصونها جميعا ولم يكن بقي فيها إلا النساء والصبيان والشيوخ والكبار فاقترح عليه مجاعة أن يذهب إليهم لينزلهم صلحا عن معاقلهم ثم خدعه وأخلص لقومه لأنه أمر النساء والكبار أن يلبسوا الحديد ويبرزوا من رؤوس الحصون فنظر خالد فإذا الشرفات ممتلئة من رؤوس الناس فآثر المصالحة لما رأى بالمسلمين من الجهد وقد كلوا من كثرة الحروب واشترط أن يسلموا وأن يكون له نصف السبي والغنائم ثم نزل من النصف إلى الربع حين أوهمه مجاعة أن القوم قد رفضوا ما قبل منه فلما اطمأنا المعتصمون إلى الحصون من بني حنيفة فتحوا أبوابها فلم يرى فيها إلا امرأة أو صبي أو شيخ ثان أو رجل هزيل لا يرجى لقتال وقد يتوقع من خالد أن يغضب على مجاعة ويبتش به بطشة خالدية بعد هذه الخضعة التي اشترأ عليه بها علانية وهو في قبضة يديه لكننا في الحق لا نعجب إذا هو لم يغضب لأن عمل مجاعة لا مراء عمل نبيل يكبره في النفوس النبيلة ويبعث له فيها الإعجاب الذي يكفكف من شره كل غضب سريع فهو عمل ينضح بالمرؤة والغيرة على العشيرة وكلتهما فضيلة يعرفها خالد ويعرف للمتصف بها قدره فلا يذله ولا يجزيه شر الجزاء وقصار ما بلغ من غضبه أنه نظر إليه نظرة شدراء وصرخ به ويحك خدعتني فلم يجبن مجاعة ولم يعتذر وإنما قال هم قومي وما نحسب إلا أن الأعجاب بمجاعة قد حبب إلى خالد أن يصر إليه ويوثق الصلة بينه وبينه زعيم شجاع جميل الرأي حسن التدبير غير على قومه عليم كما وصفوه بمكيدة الحرب والسلم فهو خير صهرين في تلك القبيلة التي يذخر سيف الله بدخولها على يديه في الإسلام ويطب له أن يعزز صلة الدين بصلة البيت والنسب وقد طاب له المقام بتلك البقاع المخصبة التي يزينها له النصر كما يزينها له طيب الهوى فاختار له واديا من أوديتها الجميلة يسمى الوبر ليقيم فيه حتى يؤمر بوجهة أخرى وخطب إلى مجاعة فتاة له موصوفة بجمالها وهي خطبة لا ترفض ولكنها قد تقبل وتؤجل لأن مجاعة قد علم من ليلى مثكان سجينا في خيمتها كيف تلقى الخليفة وأصحابه خبر زواجها بخالد في ساحة القتال فأشفق هذا الرجل المحنك البصير بالعواقب من عقبة تسوءه وتسوء ابنته وتسوء خالدا في جريرته فاستمهله ولم يعجل بتلبية طلبه وقال له مهلا إنك قاطع ظهري وظهرك معي عند صاحبك ولكنه لم يلبس أن علم إصرار خالد حتى أجابه ورأى أن عقبة القبول أسلم من عقبة الإباء وكان خالد قد تلقى من الخليفة أمرا باستئصال كل من يحمل السلاح من بني حنيفة فعادت الرسل إلى الخليفة بخبر الصلح وخبر الزواج فحسب أن الأمرين مقترنان واشتد به الصخط على عمل خالد بما وقع في نفسه من حسبان فكتب إليه أعنف خطاب وجهه إلى قائد من قواده أول من ولاته وسماه ابن أم خالد وقال له في خطابه إنك لفارغ ونع عليه أن ينكح النساء وبفناء بيته دم ألف ومئتي رجل من المسلمين لم يجف بعد وقد كتب خالد إلى الخليفة يعتذر في أنفة وعزة أما بعد فلا عمري ما تزوجت النساء حتى تم لي السرور وقرت بي الدار وما تزوجت إلا إلى مرئ لو عمدت إليه من المدينة خاطبا لم أبله دعا أني استثرت خطبتي إليه من تحت قدمي فإن كنت قد كرهت لي ذلك لدين أو دنيا أعتبتك وما حصن عزائي على قتل المسلمين فوالله لو كان الحزن يبقي حيا أو يرد ميتا لأبقى حزني الحيا ورد الميت ولقد اقتحمت في طلب الشهادة حتى يائست من الحياة وأيقنت بالموت وأما خدعة مجاعة إياي عن رأيي فإني لم أخطئ رأيي يوما ولم يكن لي علم بالغيب وقد سمع الله للمسلمين خيرا وأورثهم الأرض وجعل لهم عاقبة المتقين وقال في رسالة أخرى إني لم أصالحهم حتى قتل من كنت أقوى به وحتى عجف الكراع ونهك الخف ونهك المسلمون بالقتل والجراح وقد ذن خالد أن الخليفة لم يكن صاخطا عليه ذلك الصخط لولا إصغاؤه للأعيسر كما كان يسمي عمر بن الخطاب ويخيل إلينا أن صخط الخليفة لم يكن ليبلغ به هذا المبلغ لولا أن زواجه ببنت مجاعة سبقه ذلك الزواج الذي خبطت فيه الظنون بعد مقتل مالك بن نويرة وعلى هذا انقضى واجب خالد بن الوليد في حروب الردة تأحسن ما ينقضي هذا الواجب وقام وحده بأوفر سهم في هذه الحروب لأنه قمع أخطر الفتن في الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها فقمع فتنة بني أسد وحلفائهم وخطرها أنها كانت أقرب الفتن إلى المدينة ومكة وقمع فتنة بني حنيفة وخطرها أنها كانت فتنة القبيلة الأقوى والعديد الأكثر بين العرب قاطبة وحقق كل ما ندبه له الخليفة وكل ما اتفق عليه سواء من الخطط التي نظر معا في تفصيلاتها أو من الخطط التي عرف خالد غاياتها وابتدع لها مرتآه من أساليبها في أماكنها وأوقاتها ولم يخالف رغبة الخليفة إلا في موضعين لهما كما أسلفنا علاقة بمسألة زواج أما الأولى وهي زواج ليلة امرأة مالك فقد تقدم تلخيصها وجملة الرأي فيه كما أسلفنا أنه عمل يحج خالدا إلى الاعتذار والتفسير وأنه صفحة كان خيرا له لو طويت من تاريخه فما فيها مزيد افتخار وفيها على أهون القولين مقام اعتذار وأما الأخرى فلا يسع أحدا أن يسهو فيها عن عجلة خالد إلى الزواج على غير عادة القوم في ميادين القتال ولكن لا يسع أحدا كذلك أن يتعدى هذا إلى مظنة تمس نية الرجل أو تجعل صلحه لبني حنيفة متصلا برغبته في الزواج ببنت مجاعة زعيم الحنفيين في صلح اليمامة ذلك بعيد جد بعيد لأن بنت مجاعة كانت بين يديه وكان في وسعه أن يقتل أباها نقمة من خداعه إياه ومرضا للخليفة الذي أمره باستئصال من يحمل السلاح في القبيلة فهو يقتله ولا معتبت عليه ولم يصالح خالد بني حنيفة وهم مجمعون على قبول صلحه بل كان منهم زعيم له أنصار وأتباع وهو مسيلمة بن عمير أبا أن يذعن لشروط مجاعة ومضى يهتف في قومه يا بني حنيفة قاتلوا عن أحسابكم ولا تصالحوا على شيء فإن الحصن حصين والطعام كثير وقد حضر الشتاء فلما عرضه مجاعة وذهب برأي الأكثرين من قومه تمادى مسيلمة بن عمير في لجاج الخصومة وانسل إلى فستات خالد يريد أن يفتك به ويشيع بموته الفتنة التي لا تؤمن عقابلها في معسكره ومعسكر بني حنيفة فتنبه خالد إليه وسأل من هذا المقبل فعرفوه به فقال أخرجوه عني فلما أخرجوه وجدوه يخفي السيف في ثيابه فلعنوه أوثقوه في الحصن وأخذوا عليه عهدا لا يقربن بعدها من فستات خالد حتى تنتهي بيعة قومه على الإسلام ولكنه غدر بعهده وأثلت بالليل إلى عسكر خالد مصرا على قتله فلما أدركوه دون بغيته أجال السيف على حلقه فقطع أداجه وآثر الموت على التسليم ومع هذا بقيت بلدة القرية ووادي العرض في اليمامة لم يشملها الصلح الذي شمل العسكر في عقرباء فلم تكن مطاولة القوم خيرا من المصالحة في حالة كتلك الحال ولم يكن في طاقة المسلمين أن ينهضوا للمطاولة بعد أن قتل منهم من قتل وجرح من جرح ومضى على أكثرهم عدة شهور بين مشقة السفر ومشقة الهول والبلاء ولم يكن إرجاء التسليم مأمون المغبة إذا استثيرت نخوة الحنفيين وفيهم من يعاند في الخصومة ذلك العناد ولقد يكون المستسلمون منهم أسرع إلى النكسة يوم يشهدون بأعينهم سبي النساء غير حظيات وقتل القادرين على الحرب من فتية وكهول فدواعي خالد إلى الصلح أظهروا وأرجحوا من أن يعتصف معها داع آخر غير معقول ولا مستساغ وأن الداعي الذي لا يعقل ولا يستساغ هنا لهو التعليل بزواجه من فتاة اليمامة وأيسر شيء لديه أن يسبيها بعد قتل ذويها ثم يكون ذلك أدنى إلى رضى الخليفة وتحقيق ما أمر به وذلك قبل أن يطلع على الموقف في اليمامة من جملة نواحيه وبعد فليحسب زواج خالد كله في أي سجل يشاء أن يحسبه الحاسبون ففي سجل المفاخر الإسلامية شيء يحسب له بعد حرب اليمامة لن يطول فيه خلاف فتلك أول حرب ظهر فيها للمسلمين مصداق قول النبي عليه السلام أنه سيف من سيوف الله كان الخطر على الدين الجديد من العرب أنفسهم ومن أمم الأعاجم التي تحيط بالبلاد العربية وقد رأينا نصيب خالد من مقاية الإسلام في أرضه وهو أوفى نصيب وسنرى نصيبه من مراس الخطر الآخر وما هو بأكبر الخطرين ولكن نصيب خالد في مراسه كان أوفى النصيبين الفتوح في سبع سنين قصار فتح العرب كل ما اقتحموه من بلاد الفرس والروم فتقوضت في الشرق دولة الأكاثرة وتدعت في الشمال والغرب دولة القياصرة وذال سلطانها من الشام وفلسطين ومصر وأفريقيا الشمالية وانشغلت بنفسها زمانا عن الفاتحين وما فتحوه عجيبة من أعظم عجائب التاريخ لا يبرح المؤرخون حتى أيامنا هذه يأتون في تعليلها كل يوم بعيللين جديدة ويفيدون في شرح السوابق واللواحق على النحو الذي يفسر العجب بالمألوف ويرد دهشة الجامحة إلى قرار البحث والتدليل وهو جهد لا نتعرض له في هذا الكتاب ولا يلزمنا هنا أن نستقصيه ونحاول البت فيه إنما يعنينا منه شيء واحد وهو تقدير عمل خالد وتقدير الكفاية التي تطلع بذلك العمل وليس تقدير ذلك بعثير ولو بقي التاريخ منشعب اللسان في استقصاء عيلة للهزائم التي نزلت بالفرس والروم فالأسباب التي قضت على الفرس والروم بالهزيمة كائنة ما كانت ليست هي الأسباب التي قضت للعرب بقيام دولة وانتشار عقيدة لأن استحقاق أناس لزوال لا ينشئ لغيرهم حق الظهور والبقاء كذلك لم يكن انتصار العرب على الفرس والروم لأنهم عرب وكفا ولم تكن المسألة في لبابها كفاحا بين الأجناس والعناصر بما لها من المزايا وما فيها من العيوب فقد كان في أرض الدولتين عرب كثيرون يدينون لهما بالطاعة وينظرون إليهما نظرة الإكبار والمهابة وكان القادرون منهم على القتال أوفر من مقاتلة المسلمين عددا وأمضى سلاحا وأقرب إلى صاحات العراق والشام من أولئك النازحين إليها من جنوب الجزيرة العربية وقد كان هناك عرب كثيرون إن هزموا أمام المسلمين وهم كذلك أوفروا في العدد والسلاح وأغنى بالخيل والإبل والأموال فهي نصرة عقيدة لا مراء وينبغي أن يذكر المؤرخون هذه المسألة من جانبيها ولا يقصر النظر فيها إلى جانب واحد فاستحقاق النظم القائمة للضياع هو في وقت واحد سبب ضياعها وهو حجة العقيدة التي تخلفها وتنتصر عليها في ساحة النزاع إذ كان أدعى الدواعي لظهور عقيدة جديدة أن النظم القائمة قبلها لا تتماسك ولا تصلح لحماية ذمارها فإذا قيل إن العقيدة الجديدة قد انتصرت لتداعي النظم التي استضمت بها فليس هذا تعليلا وكفى ولكنه كذلك شفاعة وحجة للظهور ودليل على أنها حق صالح كأصلح الحقوق الكونية وأنها علاج عالمي مطلوب جاء في الأوان لكن القول بانتصار العقيدة هنا لا يغني عن كل قول أفكل مناضل متذرع بالعقيدة صالح في تلك الأوينة للانتصار؟ ينبغي أن يكون الأمر كذلك لو كان تعليل النصر بالعقيدة مغنيا عن كل تعليل ولكن الواقع أن الذين انتصروا بالعقيدة كانوا رجالا أولي خبرة وقدرة يؤمنون بها ويعرفون كيف يتغلبون بها على أعدائها وقد أفلح أناس وأخفق آخرون فانهزم أكريمة بن أبي جاهل وشرحبيل بن حسنة حيث انتصر خالد في اليمامة وخرج خالد وعياد بن غنم لفتح العراق من طرفيه في وقت واحد فسار خالد من نصر إلى نصر ومن توفيق إلى توفيق وظل عياد يتردد ويتقدم خطوة ثم يحجم أخرى حتى أدركه خالد بالمعونة في دومة الجندل وسبق خالد بن سعيد خالد بن الوليد إلى الشام فغرر به الروم حتى استدرجوه إلى مرج الصفر فأوغل وراءهم ولم ينتظر حتى تدركه أمداد الخليفة التي أرسلها إليه تباعا بقيادة أكريمة بن أبي جاهل والوليد بن عقبة وذلك اللاعي الحميري فأحدقت به جحافل الروم وأوشكت أن تلتف به من ورائه ولولا إقظت الخليفة وتلاحق أمداده في أوقاتها لقضوا عليه فلنحلال الدولتين الفارسية والرومانية بمغنى عن الاعتراف للعقيدة المنشأة بحقها في الغلبة وحاجة العالم إليها في تلك الآونة وللعقيدة المنشأة بمغنية عن فضل رجالها وحوماتها وكفاية سواسها وقادتها فهي عقيدة منشأة يذود عنها حماة قادرون وكان خالد بن الوليد في طليعة هؤلاء الحماة سبقه اسمه إلى أطراف الدولتين فحارب أعداءه بهيبته قبل أن يحاربهم بسيفه وكانت هذه أول مزية لاختياره وأول فضل يحسب له في ميزانه ويضاف إلى قيادته ويعمل عمله في نفوس أعدائه كما يعمل عمله في نفوس أتباعه قال صاحب دومة الجندل لقومه حين سمع بمسيره إليه أنا أعلم الناس بخالد لا أحد أيمن طائرا منه ولا أصمد في حرب ولا يرى وجه خالد قوم أبدا قل أو كثر إلا انهزموا عنه فأطيعوني وصالح القوم وكان الرجل من العرب يعيش في الشام ويهجر موطنه الأول ولكنه يسمع باسم خالد ويتلقى أنباءه من وراء المثازة البعيدة والدروب فما هو إلا أن ينضوي إليه حتى يوقن بيمن طائره ويسرع إلى طاعة أمره عليما بأنه لا يأمر الأمر إلا وهو قادر على إنجازه كما قال الشاعر الفارس عمر بن العمرد إذا قال سيف الله كر عليهم كررت بقلب رابط الجأش صارني ويتنقل الرواة قصة لقائد من قادة الروم لا تقل فيها دلالة الخيال عن دلالة الحقيقة إلا أن كانت القصة من توليد الخيال قيل إن قائدا من قادة الروم اسمه جورج برز له في أكبر وقائع الشام وسأله أحق أن الله أنزل على نبيكم سيفا من السماء فأعطاته فلا تسله على قوم إلا هزمتهم قال خالد لا قال فبما سميت سيف الله قال تابعناه فقال أنت سيف من سيوف الله سله على المشركين ودعا لي بالنصر فسميت سيف الله فأنا من أشد المسلمين على المشركين وكل هذا شبيه بأن يكون فإن لم يكن نبأ خالد قد وصل إلى عدو من أعدائه فالذي لا ريب فيه أن أتباعه كانوا على علم بنبائه فكانوا على ثقة بسداد رأيه ومضاء عزمه وكانوا يطمئنون إليه فيعملون معه عمل المطمئن إلى نجاح سعيه وهذا هو فضل القيادة الصالحة في نفوس الأتباع خرج خالد وزملائه للقاء الفرس والروم بعد وفاة النبي عليه السلام بسنة واحدة وبعد حروب طالت في الجزيرة العربية عدة سنين فلو كانت الفتن وموت الزعماء قاضية على كل أمة كيفما كان السبب وكانت البيئة لكان مصاب العرب كمصاب الفرس والروم في تلك الأعوام فتن وفتن ونبي مات وملك قتل أو قيصر شاخ فهؤلاء وهؤلاء في العلة سواء لكن حركة العرب حركة إنشاء ونماء وحركة الروم والفرس حركة اختلال وتقويد وجسم الفتل يافع مضطرب لا يستقر على حال وكذلك جسم الهرم الذاهب ولكن شتان اضطراب واضطراب كانت علل الفناء قد اصطلحت على بنية الدولة الفارسية يوم قصد خالد إلى تخومها من ناحية السواد وكانت علل مثلها وإن كانت أخف منها قد اصطلحت على بنية الدولة الرومانية الشرقية يوم قصدها زملائه القواد من شتى نواحيها قبل الشام والبلقاء وهذه خلاصة وجيزة عن الحالة يومئذ في الدولتين يقول شراح الحضارات إن الحضارة تبتدئ بمعنى روحي قليل المظهر ثم تنتهي إلى مظهر ضخم يتراخى به الزمن حتى لا تبقى فيه بقية من المعاني الروحية وهذه هي الحالة التي كانت عليها دولة الفرس والروم عند اصطدامهما بالدعوة الإسلامية في نهضتها الأولى ففي بلاد الفرس خفت صوت الدين ومضى على ظهور زردشت مصلحهم الديني الكبير زهاء 14 قرنا فرث الصالح من مذهبه وازداد الطالح شوءا على ثوء وخلف في بيت الملك أمراء ضعفاء بعد آبائهم الأقوياء فشغلوا بالنزاع بينهم وأسقطوا هيبتهم في بلادهم وغير بلادهم ونهكوا قوة الدولة في فتن وبيلة وخيمة وترف أوبل وأوخم ومبرحوا في طغيانهم وتهافتهم حتى ولي الملك أرتشير فرأى بصدعه وأوشك أن يعيده إلى سابق مجده وتركه في القرن الثالث للميلاد وهو موحد بعد التوحيد بالقياس إلى مكان عليه قبل ذلك من التفرق بين العشائر والرؤساء ثم نكس النكسة الأخيرة وشع فيه الفساد علوا وسفلا قبيل ظهور الدعوة الإسلامية وكان الملك المعاصر للنبي عليه السلام تسرى أبرويز فثار به ابنه شيروي فقتله ونكل بذوي قرباه وأعقب طفلا صغيرا لم يلبث أن قتل وتولى بعده قائد الجيش شهر عزار فنفس عليه القواد والعظماء منزلته المغصوبة فقتلوه وولوا عليهم بوران بنت كسرى أبرويز فلم تتم في الملك سنة وبضعة أشهر حتى ماتت وخلفها فتى من بني عمومتها الأبعدين ثم قتل وخلفته بنت أخرى لكسرى أبرويز فقتلت وقتل من بعدها إلى أن تولى الأمر يزجر ابن شهريار والدولة تترنح من فرط الآياء ومنيت في أيامها الأخيرة بضربة قوية في حروبها الخارجية وهي غلبة الروم عليها وانتزع مصر والشام منها ورد حدودها إلى دجلة والفرات بعد أن طغت على حدود آسيا الصغرى وقبل هذا منيت بضربة دون هذه الضربة في القوة والضخامة ولكنها أشد منها أثرا فيما نحن بصدده من أحوال الدعوة الإسلامية وتلك هي ضربة الهزيمة بذيقار التي تقدم وصفها في أول هذا الكتاب فإن هذه الهزيمة أطمعت فيها العربة بعد مخافة رهيبة ولسيما العربة المقيمين بجوار ذيقار وأرباض السواد ومنهم جند خالد وزملائه الذين تقدموا لمنازلة الفرسي في العراق وساءت من جراء ذلك كله شؤون الأمة في الديار الفارسية فتهالك العلية على المظاهر وانغنسوا في الترف واستكثروا من النفائس والأموال وشغلوا عن سواد الأمة فشع بينهم الفقر والضنك والتذمر وبغض الحكام ولم يعلموا فيما هم مسوقون وعلى أي شيء يقاتلون ويتفانون وهي حال تؤذن بالتصدع والانهيار لأول صدمة تهز الأركان والجدران ومن أعجب العجب أيفتنا رجل كالمغيرة ابن شعبة لدلالة هذه الحال وهي معدودة في عصرنا من دروس علوم الاجتماع والتاريخ التي لا يصل إليها الباحث إلا بعد مقارنة واطلاع واسع مستفيد ولكنه العجب الذي يفسر لنا ما هو أعجب منه وهو وثرة نصيب العربي يومئذ من أقطاب الرجال ذوي الحنكة والنظر البعيد وإنهم قد ظفروا لأنهم كانوا على أهبة في هذا الباب حرمتها كلتا الدولتين على كثرة من بهما من الزعماء أصحاب المظاهر والشارات دخل المغيرة ابن شعبة على رستم بطل الفرس المشهور في التواريخ والأساطير فجلس معه على سريره فاستكبر أعوانه هذه الجرأة من ذلك البدوي المغرور واجتذبوه من مكانه على السرير في عنف شديد فما اهتز المغيرة ولا استكان ولا زاد على أن قال لقد كانت تبلغنا عنكم الأحلام ولا أرى أسفها منكم إن معشر العرب لا يستبعد بعضنا بعضا فظنت أنكم تواصلون قومكم كما نتواسى أي نتساوى فكان أحسن من الذي صنعتموهم معي أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض إن هذا الأمر لا يستقيم فيكم ولا يصنعه أحد وإني لم آتكم ولكن دعوتموني اليوم علمت أنكم مغلبون وأن ملكا لا يقوم على هذه السيرة ولا على هذه العقول كلمات من ذهب لو كان فيمن سمعها من الفرس من يدارع المغيرة لقال في جوابه واليوم علمنا أنكم غالبون وأن أحق الملك أن تقوم له قائمة لهو الملك الذي قوامه من هذه السيرة وهذه العقول على أن الأمم لا تقفر من الأحلام كل الإقفار في أظلم ظلمات الجهالة والإدبار فقد وزن ياسجيرد شأن العرب والفرس بالميزان الصحيح حين قال ليرستوم إنما مثلهم ومثل أهل فارس كمثل عقاب أوفى على جبل يأوي إليه الطير بالليل ستبيت في سفحه في أوكارها فلما أصبحت تجلت الطير فأبصرته يرقبها فإن شد منها شيء اختططه فلو نهضت نهضة واحدة ردت وأشد شيء يكون في ذلك أن تنجو كلها إلا واحدا وإن اختلفت لم تنهض فرقة إلا هلكت فهذا مثلهم ومثل الأعاجم وصف صادق من جملة أطرافه وعلامة من علامات الانحلال ألا ينفع الوصف الصادق ولا يهدي العارفين به إلى رأي متفق عليه كما يعرف المرض ولا ينتفع بعرفانه في العلاج إذا شرف الجسم الفناء ولهذا اتفق يسجر دورستوم على الصفة ولم يتفق على العمل النافع مع العرب فافترق مختلفين وكما بقيت في أهل فارس يوم ذاك مسكة من حلوم بقيت لهم كذلك مسكة من مرؤة الفرسان أو على الأصحة مسكة من المراسم والمأثورات الحربية وهم أولعوا أمة بالمراسم والمأثورات كافة وهذه المسكة شرف قادر ولكنها بلاء على العاجز المتخاذل كأنها الوثبة التي تعجل بالهلاك إن وثبها المريض الهزيل وإنها في الأقوياء لمعوان على المجد والطموح فربما أقدموا على القتال وهم يحسبون أنهم مقدمون على مباراة في حلقة صراع ينظرون عدوهم حتى يصل إليهم كما ينظر المشارع نده حتى يأخذ بعض ديه في أمان ففي وقعة الجسر أقبل بهما جاذوي ومعه راية الفرس الكبرى من جلود النمور طولها عشر أذرع وعرضها ثمان وبين يديه جيش يربو على جيش المسلمين مرات فأرسل إلى أبي عبيد قائد المسلمين يقول له إما أن تعبروا إلينا وندعكم والعبور وإما أن تخلوا بيننا وبينه فتعجل أبو عبيد وعبر النهر على جسر نصبوه والفرس ينتظرون مثل هذه المراسم جهل بحقيقة الحال وحقيقته أنه صراع الحياة والموت بين أمتين وليس بحلبة سباق أو حلقة رهان بين لعبين في ملهات أما دولة الرومان الشرقية فقد كانت في حال لا تفضل حال جارتها وعدوتها في محنة العقيدة ومحنة النزاع على الملك والولاية ضرب المثل بالجدل البيزنطي في التاريخ القديم والحديث من جراء الخلاف على المذاهب الدينية في دولة الرومانية الشرقية وكان معظم أبناء الولايات من النصاطرة والهعاقبة يخالفون مذهب الدولة الرسمي وينقطون رجاله ويرمونهم بالهرتقة والوثنية وكان القائلون منهم بالطبيعة الواحدة للسيد المسيح أقرب إلى الإسلام منهم المسيحية وابتزل عرش الملك بالقتل والاغتصاب فضعف الولاء له في نفوس العلية وقواد الجيوش وقد استقر الأمر زمنا للقيصر هرقل الذي حضر عهد النبي عليه السلام ولكنه شقي بالفتن في أخريات عهده وركبته الوساوس في شيخوخته ولسيما بعد بنائه ببنت أخته فاعتقد أنه مغضوب عليه مستحق لعقاب السماء ومن كان من الرعية ذا دين غير المسيحية فهو صاخط ناقم كاليهود والوثنيين لأن رؤساء الكنيسة والدولة اتهموهم غير مرة بالتواطئ على فتح البلاد مع المغيرين عليها من الفرس والبرابرة فأذخنوا فيهم قتلا وتشريدا حتى قل إنهم كانوا يفتكون في المذبحة الواحدة بعشرات الألوف من الرجال والنساء والأطفال وعاشت في ظل الدولة الرومانية قبائل غسان وجذاع وكلب وتنوخ وغيرها من قبائل العرب فكانت تعينها وتستعين بها على منافساتها من قبائل المنادرة في الحيرة ولكن غلبت الفرس تارة وغلبت الروم تارة أخرى على تلك البقاع ضيعت ثقة بالدولتين وهيأ نفوس العرب لقبول دعوة جديدة ولسيما الدعوة التي تأتيهم من أبناء جنسهم في الجزيرة العربية وبها اعتزازهم على العجم كافة من فرس وروم واتفق في تلك الفترة انقطاع الهبات التي كان رؤساء العشائر يتلقونها من قياصرة الدولة وولاتها فبرموا بها وودوا لو انقلبوا عليها ساعة يأمنون كيدها ويوثقون الصلة بينهم وبين خصومها ويأخذ من رسالة فيجتيوس في علم الحرب ان نظام الجيش الروماني في الغرب والشرق كان قد تعاوره الخلل قبل ظهور دعوة المحمدية بأكثر من قرنين ففي هذه الرسالة يقول فيجتيوس الذي يعدونه امام اساتذة الحرب بين الغربيين ان الليجيون قد وهن وضمحل ويذكر من اسباب وهنه وضمحلاله ان مناصبه الكبرى اصبحت تمنح للمحابة والصنيعة بعد ان كانت وقفا على الكفاية والخدمة الطويلة وان عامة جنوده يهربون منه ويؤثرون الخدمة في الفرق المتطوعة لانهم يستثقلون تمريناته واسلحته ويستقلون جزاءه ويضيقون ذرعا بوطأة نظامه وقد اتيحت للرعية في الشام والبلقان فرصة حسنة للمقارنة بين حكم العرب وحكم الرومان قبل الوقائع الفاصلة التي دارت فيها الدائرة على الجيوش الرومانية فقد كان رجال الجيش الروماني يهبطون المدينة فينهبون بيوتها وغلاتها ويستبيحون اعراضها ويهتكون حرماتها ويسكرون ويعربدون فلا يأمنهم احد مطموع في ماله او غير مطموع منه في شيء على الاطلاق وانما هي العربدة والدروة والاستخفاف ثم جاءهم قوم لا يعتدون على عرض ولا يقربون الخمر ولا يعفون عمن يقربها منهم ولو كان من عليتهم ويقيمون في المدينة ثم يرحلون عنها فيردون الجزية الى اهلها لانهم انما اخذوها لحمايتهم وحمايتها فكانت المقابلة بين الحكمين مدعاة الى التراخي في الدفاع عن الحكم القديم وتمني الغلبة للحكم الجديد وقد تجاوز ذلك الى المساعدة الظاهرة كما حدث من بعض العرب المسيحيين والوثنيين على السواء بل ربما تجاوزت كل هذا الى ازعاج ثقة القادة بانفسهم عند المقابلة بينهم وبين قادة خصومهم فمما يروى في هذا المعنى وهو كثير ان اخ القيصري وقائده سأل رجلا من قدعا عن شأن المسلمين بعدما اقام بينهم اياما فقال له هم رهبان بالليل فرسان بالنهار لو سرق ابن مليكهم قطعوا يده ولو زن رجموه اقامة للحد فقال القائد لان كنت صادقا لبطن الارض خير من لقاء هؤلاء على ظهرها ولما بدأت المعارك بين العرب والدولتين كان العرب ربما اخطأوا فلم يضربوا ضربتهم في موضعها فيتسع لهم الوقت لاصلاح الخطأ والرجوع الى الخليفة لطلب النجدة والمشورة لان اعداءهم مشغولون ابدا بنزاع او فتنة او ريبة اما الروم والفرس فلم يكن لهم متسع لاصلاح خطأ يخطئونه وكثيرا ما كانوا يخطئون فبدأت المعارك بين الفريقين وعند احدهما كل مظاهر الاسباب التي تدعو الى النصر وعند الاخر كل حقائق الاسباب التي تدعو اليه وقد اتفقت كلمة الصحابة على حرب فارس والروم وسيف الله بوادي الوبر في اليمامة فلم يطل استقراره في غمضه بعد وقعة عقرباء وهناك حلقات من الحوادث تسوغ لنا ان نعتبر حرب فارس الثانية امتدادا للوقعة الاولى بذيقار او استئنافا لتلك الوقعة بعد فترة لا تحسب طويلة في تواريخ النزاع بين الامم وهي ما يقارب او يزيد على العشرين سنة فالقبائل التي ارتدت بالبحرين وقبائل التغلب التي انحذرت مع سجاح من الجزيرة كانت كلها من اتباع الدولة الفارسية على صورة من صور اتباعية في ذلك الزمان وكانت تعيش كلها في ظل تلك الدولة من ايام المناظرة الى زوال ملكهم بعد وقعة ذيقار والبطلان لذان تعودا ضرب الفرس والاغارة على مراكز قواهم في تلك الافقاع كانا من بني بكر الذين نغضوا بالعبء الاكبر في وقعة ذيقار وما برح العداء بينهم وبين الفرس والقبائل التي توليهم على اشد ما يكون وهما المثن بن حارس الشيباني وسويد بن قطب العجلي وكلهما على ذكر من هزيمة الفرس وعلى خبرة بقتالهم في اطراف العراق وقد صحب المثن النهر في غاراته حتى بلغ القطيف وهجر ولم يقف له احد في طريقه فهذا مع عجل الفرس عن تأديب رعاياهم في اليمن لدخولهم في الاسلام قضي على تردد الخليفة في امر البعثة الفارسية فصحت عزيمته وعزيمة اصحابه على تجريدها بعد الفراغ من حروب الردة باسابيع معدودات وقد علمنا من دأب الخليفة الصديق انه كان لا يبرم امرا الا احكم تدبيره مرحلة مرحلة من طريقه الى منتهاه وهكذا كان شأنه في البعثة الفارسية فانه ندب لها قائدين هما خالد بن الوليد وعياد بن غنام وامر خالدا ان يتجه الى الابلاء ثغر الهند كما سماها وامر عيادا ان يتجه الى المصيخ بشمال العراق فايهما بلغ الحيرة قبل الاخر كان هو قائد الجيشين معا ووجب الطاعته على زميله وقال لهما اذا اجتمعتما بالحيرة وقد فضتما مسالح فارس امنتما ان يؤتى المسلمون من خلفهم فليكن احدكما ردعا للمسلمين ولصاحبه وليقتحم الاخر على عدو الله وعدوكم من اهل فارس دارهم خطة محكمة يبلغ بها الخليفة مقاصد شتى في وقت واحد ففيها اذكاء المنافسة بين القائدين وفيها تشتيت جهود الفرس في الدفاع عن بلادهم وفيها تدبير النجاة سلفا لمن يحتاج اليها من الجيشين وفيها تيسير امر الماء والكلاء في الطريق للجيشين معا لان امواه الطريق ومرعيه تضيق بالجيشين المجتمعين اذا سارا في طريق واحد وكان الصديق واخوانه يعلمون ان المسألة في هذه الحرب مسألة يقين وعزيمة وليست مسألة كثرة وهيئة فحرص لهذا على ان يجنب الجيوش الاسلامية مخاوف المرتدين ونكساتهم واوصل قائدين ان لا يقبل احدا منهم وان لا يكره احدا من غير المرتدين على المسير في جيشهما ما لم يقبل على الحرب برضا منه ورغبة ولما نظر خالد الى من حوله يرفض كثيرهم ويبقى قليلهم كتب الى الخليفة يستمده فامده بفارس واحد هو القعقاع بن عمر التميمي فعجب اصحابه وقال له اتمده برجل واحد قال نعم لا يهزم جيش فيه مثل هذا ولم تنضي ايام حتى ظهر للمسلمين انه مدد كاف واي كفاية فان ثقة الناس بجيش يكون القعقاع فيه ويتولى قيادته خالد بن الوليد قد جاءت بالمتطوعين للقتال من كل صوب حذب فبلغ جيش خالد يوم شارف ميدان القتال قرابة عشرة الاف عدى جيش المثن بن حارثة وهو يبلغ ثمانية الاف ولم يتقدم المسلمون خطوة في ميدان القتال حتى كانت للقعقاع وقفة لعلها انقذت الجيش كله وانقذت البعثة كلها من بدايتها ولم يكن احد ليعلم ماذا تكون العاقبة لو لا تلك الوقفة التي تعلق بها الكثير من مصير جيش الفرس ومصير جيش المسلمين ففي الوقعة الاولى دع القائد الفارسي هرموز خالدا للمبارزة قبل التحام الجيش واضمار نية الغدر به حين يخرج منفردا بين الصفين فوكل به شرزمة من فرسانه ينقضون عليه وهو مشغول بمبارزته فيراع الجيش العربي بمقتل قائده كما سبق الى وهمه ويطبق الجيش الفارسي بعدده الكبير على الجيش العربي بعدده القليل فتكون الغلبة لاكبر الجيشين واكمل العدتين واوشكت هذه المكيدة ان تتم على النحو الذي دبره هرموز لو لا انه اخطأ الحساب في اغتراره بقوته وجهله بصولة خالد في مبارزته فظن ان الجولة بينهما تطول قبل ان يخرج فرسانه للغدر بخالد ولكنه سريع في جولة واحدة وفجئ اصحابه بهذه السرعة فاقتربوا من خالد على عجل وهو مشغول بالاجهاز على قائدهم واذا بالقعقاع اسرع اليهم من لمح البصر ومن ورائه جيش المسلمين بجملته يضرب في قطيع مذور مأخوذ بالمفاجأة ومهابة هذه الصولة العاجلة فكانت وقعة اليوم وقعت رجلين في جولة واحدة ثلتها الجولات اللاحقات التي ترسمت خطاها وثارت على هداها صار خالد الى العراق في اوائل السنة الثانية عشر للهجرة النبوية واتم في سنة واحدة ما اعيى الرومان ان يتموه في اجيال وقد تكتب في شرح وقعاته بالعراق مجلدات طوال يستغرق بحثها ومعارضة رواياتها مئات الصفحات ولكننا لا نتوسع في ذلك الشرح هنا لان اعمال خالد تعنينا في هذا الكتاب لمقصد واحد وهو الرجوع بها الى مصدرها من نفسه وعقله ومقومات شخصه وفي هذا حسبنا ان نقول على الاجمال قبل الاشارة الى وقعاته انه لقي الفرس واولياءهم في خمس عشرة وقعة لم يهزم ولم يخطئ ولم يفشل قط في واحدة منها وان قوادا من المسلمين اخطأوا في حروب الردة وحروب الفرس والروم كما حدث منا كريمة وشرحبيل وابي عبيد وخالد بن سعيد ولكن خالد بن الوليد لم يخطئ قط عن خدعة او عجلة او قلة اهبة وكان يسير بجيشه ابدا بتعبئة كاملة ليقاتل عدوه حيث لقيه مفاجئا او غير مفاجئ وكان ابدا كما وصفه عمر بن العاص في انات القطاط ووثبة الاسد فلا يهمل الحيط ولا يجعل التعويل كله على الشجاعة دون الحزم والحيلة ولا يعز عليه ان يتحامى لقاء عدوه في بعض الساحات لينتقل به الى المكان الذي هو اصلح لحركاته واعون له عليه ومن هلمه بفنون القتال انه كان يحارب بثمانية عشر الفا وكأنه كان يحارب بخمسة اضعاف هؤلاء فاذا ارسل اربعة الاف او ثلاثة الاف الى مكان يغنون فيه فذات اجدى من تسير الجيش كله او تسير عدد منه يربو على الحاجة الضرورية فان ترأ في خلال مسيره ما ليس في الحسبان فمعوله في الحالة على سرعة خاطفة كسرعة الباشق وهو ينقض على فريسته فلا تشعر الفرقة التي اشخصها الى مكانها بالحاجة اليه حتى يكون معها كأنها لم تفارقه ولم يفارقها فهي شجاعة ويقضة وخبرة وسرعة ومعرفة بما هو لازم في وقت لزومه ولم تخذله خصلة من هذه الخصال قط في ساحات فارس ولا في ساحات الشام مع اختلاف الميادين واختلاف الاحوال واختلاف الاعداء وقد كانت تعبئة خالد في المسير تشبه التعبئة التي جرى عليها العرف في ايامه وهي قسمة الجيش الى ميمنة وميسر وقلب وطليعة تسبقه وردء يلحق به ليحمي ظهره او يلبث في موضع من المواضع كمينا ينزل الى الساحة على غير انتظار لتقوى به سواعد اصحابه وتنخذل به عزائم اعدائه ولكنه كان عند القتال يفتن باتخاذ طريقة الهجوم او الدفاع كما توحي بها ضرورة الساعة فيقاتل بالصفوف كما يقاتل بالكراديس ويواجه خصمه او يدور عليه ويتراجع امامه او يمعن في الهجوم على كبة جمعه ويحصره او يخلي له سبيل الهرب حسب ما تدور به المعركة في اثنائها او توحي به توالعه قبل ابتدائها فلما عقدت له القيادة على البعثة الفارسية ارسل جيشه على فرق ثلاث من طرائق مختلفة فقدم المثنى على رأس فرقة ثم الحق به عدي بن حاتم صاحبه في حرب بني اسد ثم لحق بهم على رأس جيشه ووعدهم موضعا الى الجنوب الغربي من البصرة الان ولعله توخى تسهيل السقي والمرعى بهذا التقسيم ثم اختبار الطريق بقيادة الرجل الذي كانت له سابقة الدراية بهذه الدروب وكتب الى هرموز قائد الفرس يخيره بين الاسلام او الجزية او الحرب ويقول له في ختام كتابه الوجيز جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة ثم عادل الى كاظمة بعد ان كان موعده الاول في الحفير لانها كانت على ما يظهر اوفق لتعبئة جيشه وهناك التقى بجيوش الفرس وعلى رأسهم هرموز فوقعت بينهم الوقعة التي سبقت الاشارة اليها وتعرف باسمه ذات السلاسل لان الفرس كانوا يؤثقون انفسهم فيها بالسلاسل جماعات جماعات ليثبتوا في القتال ولا يتأتى لهم الفرار ان ارادوه ولان صح هذا لقد كانت مخاوف الشك فيه اظهر من صدق العزيمة والطمأنينة الى النية القوية ولما تبدد جيش هرموز تعقبه المثنى بن حارثة وعبر الفرات ليأخذه متفرقا قبل ان تتجمع فلوله حيث تأمن احتثاث الملاحقة وراءها ولكن الفرس علموا بعد مقتل هرموز وتفرق جيشه انهم مهددون في المدائم عاصمة ملكهم فحشدوا لملاقات المسلمين جيشا عظيما بقيادة قارن بن قريانس يعاونه اميراني من بيت ارتشير فادرك فلول هرموز في المدار وضمهم اليه وكان المثنى قد علم بخروج هذا الجيش العظيم واجتماع الفلول المتفرقة اليه فكتب الى خالد يستأمره ويستمده فكان خالد هو الجواب ووصل خالد الى المذار وهو كامل التعبئة فتصدى قارن لمبارزته على عادتهم قبل بداية القتال فنهض اليه خالد ومعقل بن الاعشى يستبقان واراد معقل ان يحمي خالدا من مثل مكيدة هرموز فيتلقى الضربة دونه او يسبقه الى قتل قارن وبرز عدي بن حاتم وعاصم بن عمر لمنازلة الاميرين فضفروا بهم جميعا ثم اشتبك الفريقان في ملحمة خاربوا فيها كما قال المؤرخون حرب حنق وضغينة وبلغ بعضهم بعدد القتلى من الفرس ثلاثين الفان ولولا النهر ولياذ الفرس بالسفن لكانت المقتلة اعظم من ذاك ولم يكد يفلت من الموت احد ورانت الحيرة بعد وقعة المذار على عقول القادة من الفرس فخيل اليهم ان في هؤلاء العرب سرا لا يدركونه واحب ان يحاربوا آفتهم بآفة من جنسها فاستعانوا باوليائهم من ابناء القبائل العربية فيما بين النهرين واشترك هؤلاء في كثير من الوقائع التي دارت بين الفرس والمسلمين بعد وقعة المذار وضايق للمسلمين غير قليل في الوقعتين التاليتين بالولجة واليس وكان خالد كعادته في الحيطة والمبادرة فاستبقى طائفة من جيشه في البلاد التي فتحها حماية لظهره واستعدادا لمن يشترئ عليها بعد مسيره وتقدم الى الولجة على تعبئة كاملة بمن معه جميعا ثم فصل طائفتين من الجيش اثناء الطريق ليكمن على مقربة من الولجة ويلتفى في ساعة الحرج بالجيش الفارسي من ورائه فطالت المدافعة والمراوغة بين الفريقين قبل ان يظهر الكمينان وتردد النصر بين الفرس والمسلمين تارة هنا وتارة هناك حتى ظن الفرس انهم من النصر قاب قوسين او ادنى ثم ظهر احد الكمينين وظهر الكمين الاخر قبل ان يفيق الفرس من دهشة الكمين الاول فتولاهم اعياء اليأس بعد اعياء المصابرة والمجاهدة وولوا مدبرين وهم يتخففون من السلاح والعتادي في مهربهم فكثر منهم القتلى والاسرى كما كثر نصيب المسلمين من الغنائم والاسلاب وجاءت بعد وقعة الولجة وقعة اليس وهي اعجب الوقائع في حرب العراق بما اتفق فيها من صنوف الحلة وصروف المقادير ومعارض النقمة وعواقب الرجاء مع الغالب وعواقب اليأس والقنوط مع المغلوب ولعلها هي الوقعة الحاسمة في النزاع بين المجوسية والاسلام راع الشاهنشاه تلاحق الهزائم على جيوشه وغاض العرب المولين له ان يؤخذوا في حماهم وانفوا ايهانوا ولا يراهم الناس كفاءا لتلك القبائل الواغلة عليهم فتلاقوا في الوقعة الوسطى بين ديارهم جميعا وهي اليس وانتظروا هناك جحافلة من الفرس وعدوهم ان تربية في العدد والعدة على كل جيش نزلوا به الى الميدان في المعارك الماضية وهنا تتراعى في الموقف اصبع المقادير فان بهمن جذوي قائد الفرس الذي امره الشاهنشاه بالمسير الى اليس انبع عنه قائدا اخر يدعى جبان وشخصه الى المدائن ليلقى مولاه ويقلب معه الامر على وجوهه في مسائل شتى لا تغني فيها المراسلة غناء الحديث والمشاهدة وليأتي من المدائن بمدد اخر يضاف الى جيشه الاول والى جموع القبائل العربية عند الفرات وقال لجابان وهو يودعه تذكف نفسك وجندك عن قتال القوم حتى الحق بك الا ان يعجلوك وبلغ المدائن فاذا مولاه مريض يجود بنفسه وليس نظام الوراثة على عرش فارس في ذلك الحين من الوضوح والاستقرار بحيث يطمئن اليه اذا مات الملك والجيش بعيد والمتربصون كثير والشيع في البلاد اكثر من المتربصين فبقي بهما في المدائن ووصل جابان الى اليس قبل ان يصل اليها خالد فالقى اثقاله وامر بتهيئة الطعام ووصل خالد وهم مقبرون على طعامهم لا ينتظرون وصوله فلبثوا على طعامهم لانهم امروا من جهة الا يعجلوا الى القتال حتى يوافيهم قائدهم الكبير ولانهم من جهة اخرى لم يحسبوا ان خالد يلقي اثقاله وهو على تعبئة كاملة مستعد للنزال في كل لحظة ولانهم على ما يظهر كانوا يواجهون القتال ابدا كأنهم يواجهون ساحات الصوالج والاكر او ساحات المباراة في الالعاب الرياضية انما تبدأ فيها المباراة باتفاق الطرفين ولكن خالد ضرب ضربته الاولى في الجموع العربية فقتل قائدها واذخن القتل في صفوفها وثار الفرس الى السلاح مكرهين لان لا يمهل خالدا حتى يفرغ من الجموع العربية ويتحول اليهم بين لحظة واخرى فثبتت الجموع العربية حين اسعفتها النجدة وثبت الفرس وطالبهم الثبات لعلمهم انه صبر ساعات ثم يدركهم قائدهم الكبير وابتلي المسلمون من هؤلاء وهؤلاء ببلاء لم يعهدوا من القوم قبل ذلك اليوم فاشتد الامر بخالد وثاب الى الله يستلهم العزم للمسلمين وينذر له الضحايا ان منحه اكتاف اعدائه فلا يستبقي منهم احدا يقدر عليه حتى يجري نهرهم بدنائهم وفي هذا النذر بقية من البدوية المخزومية لا تخفى على اللبيب وطال صبر الفرس فنفد وتساقطت رؤوس العرب المولين لهم فجزعوا ولاحت لخالد لوائح النصر الذي سأله الله فلم ينسى نذره ونادى في المسلمين الاسر الاسر لا تقتلوا الا من امتنع لانه نذر لا يجري النهر بالدماء وامر بضرب اعناق القوم في النهر وقدح بسماؤه فلم يجري بالدماء لان الدماء تترقرق ولا تسيل ولو قتل اهل الارض كما قال له اصحابه فاطلق الماء فسال بالدم احمر قانيا ثلاثة ايام وحمادة ما يقال في الاعتذار لخالد من هذه النقمة المفردة في تاريخ صدر الاسلام انها كانت شرعة الحرب في تلك الايام وانه كان يدين بها اناس صنعوا بالملل الاخرى مثل ما صنع بهم في هذه المعركة وعملوا اسر الحرب ومن لم يحاربوهم قط مثل هذه المعاملة في حروبهم مع العرب والدولة الرومانية وان خالدا حسب ان هذه الذبائح قربان الى الله ودماء المشركين اشبه القرابين بميادين الحروب وهو حسبان يوائم سرامة طبعه ويحيك في صدر رجل الحربي وسليل رجال الحربي منذ امد بعيد واكبر الظن عندنا انه لو كان قائد الجيش رجلا ممن طالت صحبتهم للنبي عليه السلام كابي عبيدة او سعد بن ابي وقاص او عمر بن الخطاب لتوسل الى الله بغير هذه الوسيلة حين تأذم الموقف وجد الجد في معركة اليس فقد صفح عمر بن الخطاب عن اسر السواد وظفر المسلمون بألوف الاسرى في معارك العراق والشام ومصر فسرحوهم وعاملوهم بحكم الاسرى في القرآن الكريم وقد اختلف فقهاء المسلمين في جواز قتل الاسرى من غير مشركي العرب فلم يجزه من اجازه منهم الا لحسم مادة الفساد انخف ان لا تحسم بغير هذه الذريعة وقد كانت مادة الفساد في عقاب الدولة الساسانية خليقة ولا نكران بضربة من امثال هذه الضربات فقد اعيت فيها الحيلة من دعوة واغناع ومصابرة وكانت النكبة بدوان هذه الدولة اشد على الفرس انفسها من نكبة القتلى في تلك المعركة الشعواء وهي في غرابة صروفها ادنى ان تحسب من معارك الاقدار وتلك هي المعارك التي يراد فيها الغالب والمغلوب على الامر ولا يريدان فيه وقديما علمنا من طوارق الحرب والسلم ان الشر المحض والخير المحض في هذه الدنيا عزيزان او مستحيلان فهذه النقمة الخالدية جاءت على غير المألوف في حروب صدر الاسلام ولكنها عجلت بختام عهد موبوء كان لابد له من ختام فخلعت القلوب وسكت الركب وزلزلت سلطان الطغاة في بلاد الفرس بل في بلاد الروم وكان من جرائها ان الامصار التي كانت تفزع من حصار خالد لها كانت تلقي بانفسها في احضان غيره من قادة المسلمين كما اسرع اهل دمشق الى ابن الجراح يلتمسون مصالحته مخافة الفتح عنوة على يد ابن الوليد كانت هذه الوقائع تتوالى يوما بعد يوم وتتوالى معها البرد الى المدينة باخبار النصر وغنائم القتال فلا يفرغ الناس من حديث بريد حتى يتبعه ما وراءه بنصر جديد وسبقت ضربات خالد كل امال الاملين في سرعة الضفر بدولة الاكاسرة فقال ابو بكر وهو يبلغ الناس عن باء الضفر ليزف بشرها الى الجزيرة العربية يا معشر قريش عدا اسدكم على الاسد فغلبه على خراذيله اعقمت النساء ان يلدنا مثل خالد ثم سلمت الحيرة بلد النعمان وموئل نابغة بني ذبيان فكان لتسليمها صدى بين ابناء العروبة لا يعادله صدى الفتح في بلد من البلدان لانها كانت في عالم الشعر والبلاغة حديثا على كل لسان الا ان الخليفة الذي عرفناه رجلا حصيف الجرأة جريء الحصافة لم ينسى اليقين مع الحيطة ولم ينسى الحيطة مع اليقين وادركه الحذر في هذه المرحلة من مراحل الحرب الفارسية فجنح الى الانات والتريث واخذ بعنان خالد فلم يأذن له ان ينطلق وراء الحيرة حتى يوافيه زميله عياد بن غنم ويأمن كلهما من ورائهما غادرات الطريق وحجة الخليفة في ذلك اظهر من ان تخفى فمن تجاوز الحيرة احط به الفرس من اليمين والروم من الشام من العسار ثم ان السواد نفسه اقليم حديث العهد بالاسلام لم ترسخ فيه قدمه ولا يؤمن تركه والتطوح بعده الى حمى الدولة الفارسية في عواصمها من وراء النهرين وقد نمى اليه ولا شك ان فلول العرب المهزومين هجروا حوض العراق واوغلوا في الصحراء الى دومة الجندل يتجمعون ويتربصون وفي الشام راجيف عن تعبئة القيصر لجيوشه لا تغمض عنها العيون قبل ان تستقر الطرق وتتمهد مواطئ الفتوح فان لم يخرج عياد بن غنم من معاقل دومة الجندل بين العراق والشام مالكا زمامها وزماما ما حولها فكل خطر هناك محتمل وكل عجلة قد تجر الى وبال ولكن الفرس الكريم الذي يحبس في الحلبة يعاني من امان الحبس ثقلة لا يعانيها من تعجل العواقب ومكافحة الاخطار فحز في طبع خالد جذب العنان واقام في انتظار زميله قرابة عام وهو يسميه سنة نساء ولو كتب لرجل غيره ان يظفر في هذه السنة المستريحة بمثل ما ظفر به لارتضاه لنفسه سجل عمر كامل لانه خاض ثماني وقائع فيما يليه من البلاد لم يحسبها وقائع تحصى وله في كل وقعة منها نصر يعتز به قائد فخور وقد عرضت لخالد في هذه السنة وما قبلها عوارد شتى تدخل في الحساب او تأتي من هنا وثم على غير حسبان فتصرف فيها جميعا تصرف الرجل الذي خلق للتقلب في اجواء الحرب كما خلق السمك للتقلب في الماء فلا تفاجئه حالة من حالتها بما يربكه او يعيه البدوي لا عهد له بسفنة غير سفنة الصحراء وهي الجمل ولكن خالدا غنم السفنة الفارسية بعد وقعة اليس فاركب جيشه فيها ليكفيه ويكفي مطاياه ما شقت السير فلم تنقله السفن الا قليلا حتى جف الماء ولسقت بالقاع لان الفرسة تسامعوا بمسيره في النهر فأصدوا قناطر الحيرة وحبسوا الماء عن مجراه ولو بدوي غيره هذا البدوي فجئ بهذه الحيلة الحضرية وهذه اللعبة الهندسية لوقع في حيس بيس وترك السفن في قاعها ورجع الى مطاياه ولكنه ابا الا ان يبلغ بالسفن الى حيث شاء فانبعث في نفر من اصحابه كالبزات الى القناطر واطلقوا ماءها ولبثوا هناك في حراستها وفي انتظار السفن التي ارتفعت براكبيها كأنهم يشهدون غريبة من غرائب السحرة تعبثوا بالسفينة بين بر يابس ونهر غزير وخفروا له في الانبار خندقا ثم احتموا وراء الخندق بحصن ينظرون اليه من اعلاه كأنهم يهزؤون به ويستعجزونه ان يعبر الخندق وان يفلح في علاج الحصن اذا وصل اليه فلم يلبس امام الخندق كثيرا ولا قليلا بل امر لتوهي بنحر الابل العجاف والقى بها في الخندق فسدته ودع جيشه الى العبور عليها فاصبح من في الحصن سجناء في يديه وتوصلوا اليه ان يرسلهم في سبيلهم مجردين من السلاح والمتاع وهم يحمدون الله على النجاة من يوم كيوم اليس فاجابهم الى ما طلبوه وعلم ان عقا بن عقا يحشد لهم في عين التمر حشودا من تغلب واياد واصحاب المتنبئة سجاح ويوهم الفرصة انه ند للعرب لانه اخبر بهم من غيرهم فوثب على معقله بالصحراء وهو كدأ به على تعبئة كاملة وبصر بعقا حين دنى من الموقع فقال لصحبه اكفونا ما معه فاني حامل عليه بنفسي ثم احتضنه وحمله اسيرا وهو لا يتوقع ان يؤخذ من اساليب القتال العربي بهذا الاسلوب العجيب في كل قتال وقد كان خالد يعمد اليه كل ما بدى له ان يجز في الحركة ويدرب قلب اعدائه بدرب عميدهم المطاع فيهم فيصيب ما اراد واعطى الدعوة حقها كما اعطى القتال حقه في كل معركة بما تقتضيه وتوحيه اليه فكان اذا لقي العرب سألهم مذكيا فيها من اخوة العروبة ويحكم انتم عرب فما تنقمون من العرب او عجم فما تنقمون من الانصاف والعدل وكان يعين الحمية الدينية في جيوشه بما يغري النفوس من نعيم الدنيا ومتاع الحياة فاباح الاسلاب لمن سلبها بالغا ما بلغ قدرها وربما قسم للمقاتل الواحد في بعض الوقائع الف دينار فلا يستكثرها عليه ولا ينتزع منه غنيمة وقعت في يديه وقال لهم يوما بعد وقعة المذار الا ترون الى الطعام كرفغ التراب والله لو لم يلزمنا الجهاد في الله والدعاء الى الله عز وجل ولم يكن الا المعاش لكان الرأي ان نقارع على هذا الريف حتى نكون اولى به ونولي الجوع والاقلال من تولاه ممن وثاقل عما انتم عليه واحكم الصلح كما احكم الحرب فكان عهده مع اهل الحيرة نموذجا للعهود من قبيله وكان يصالح المفتسلمين صلح من يعني كل حرف يخطه بيمينه فلا يزيد ولا ينقص قال في عهد اهل الحيرة هذا ما عاهد عليه خالد بن الوليد نقباء اهل الحيرة ورضي بذلك اهل الحيرة وامروهم به عاهدهم على 190 الف درهم تقبل في كل سنة جزاء على ايديهم في الدنيا رهبانهم وقسسهم الا من كان منهم على غير ذي يد حبيسا عن الدنيا تاركا لها وعلى المنع وان لم يمنعهم فلا شيء عليهم حتى يمنعهم وان غدروا بفعل او قول فالذمة منهم بريئة وكانت كتابة هذا العهد في شهر ربيع الاول سنة 12 هجرية وعلى قدر سطوته الجائحة بمحاربيه ومعانديه كانت رعايته ورفقه بأولئك المظالم الخالدين منذ راعي تلك البلاد فللمرة الاولى في التاريخ من قبل بابل ونينوى رأى فلاحو السواد حاكما يحفظ لهم غلاتهم وينصفهم من دهاقينهم او مستغليهم ويستمع شكاية ضعيفهم من قويهم ويشرع بينهم شرعة المساواة والامان وبلغ من رفق الحكم الجديد برعاياه مسلمين وغير مسلمين انه تكفل بالعبد اذا تحرر وبالغني اذا افتقر وبالعائل اذا انقطع عائلوه وهذا مثل مما تكفل به الحكم الجديد في كتاب خالد قال اني دعوتهم الى الله والى رسوله فابوا ان يجيبوا فعرضت عليهم الجزية او الحرب فقالوا لا حاجة لنا بحربك ولكن صالحنا على ما صالحت عليه غيرنا من اهل الكتاب في اعطاء الجزية واني نظرت في عدتهم فوجدت عدتهم سبعة الاف رجل ثم ميزتهم فوجدت من كانت به زمانة الف رجل فاخرجتهم من العدة فصار من وقعت عليه الجزية ستة الاف فصالحوني على ستين الفا وشرط عليهم ان عليهم عهد الله وميثاقه الذي اخذ على اهل التوراة والانجيل اللا يحالف ولا يعين كافرا على مسلم من العرب ولا من العجم ولا يدلوهم على عورات المسلمين عليهم بذلك عهد الله وميثاقه ان اخذه اشد ما اخذ على نبي من عهد او ميثاق او ذمة وان خالفوا فلا ذمة لهم ولا امان وانهم حفظوا ذلك ووعدوه وادوه الى المسلمين فلهم ما للمعاهد وعلينا المنع لهم فان فتح الله علينا فهم على ذمتهم لهم بذلك عهد الله وميثاقه اشد ما اخذ على نبي من عهد او ميثاق وعليهم مثل ذلك ان لا يخالفوا وجعلت لهم ايما شيخ ضعف عن العمل او اصابته آثة من الافات او كان غنيا فافتقر وصار اهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما اقام بدار الهجرة ودار الاسلام فان خرجوا الى غير دار الهجرة ودار الاسلام فليس على المسلمين النفقت وعلى عيالهم وايما عبد من عبيدهم اسلم اقيم في اسواق المسلمين ثابع باغلى ما يقدر عليهم في غير وكث ولا تعجيل ودفع ثمنه الى صاحبه ولهم كل ما لبسوا من الزي الا زي الحرب من غير ان يتشبهوا بالمسلمين في رباسهم وايما رجل منهم وجد عليه شيء من زي الحرب سئل عن لبسه ذلك فان جاء منه بمخرج وان لا عوقب بقدر ما عليه من زي الحرب وشرط عليهم جباية ما صالحتهم عليه حتى يؤده الى بيت مال للمسلمين عما لهم منه فانطلبوا عونا من المسلمين اعينوا به ومأونة القواد من بيت مال للمسلمين وقد عزلت هذه الرعاية من جانب وتلك السطوة من جانب اخر عزلا فاصلا بين الرعاة والرعاية في السواد وفي الديار الفارسية فنظرت الدهماء الى الحرب تأنها حرب على الرعاة وحدهم لا ناقة لهم فيها ولا جمل فلا هي تعينهم ولا هم يخشون من عواقبها العجلة او الاجلة بل هم بهذه العواقب ينعمون واليها يتشرفون وكانت وقعة الفراد اخر اعمال خالد الكبار في العراق واوفاها دلالة على عجل الدولتين معا دولة الفرس ودولة الرومان الشرقية عدى ما فيها من الحوادث التي هي اصلح ما تكون للتفرقة بين مغبة العمل الواحد تأتيه الامة في عهد اقبالها وتأتيه الامة في عهد ادبارها فهو ضربة موت من ناحية وهو من الناحية الاخرى كالضربة التي تشهد عزيمة المضروب وترد التوازن اليه الفراد في اعلى العراق بين مسالح الفرس والروم يوشك هؤلاء وهؤلاء فيها اي تناظروا متقابلين وقد هبط عليهم خالد في وثبة من وثباته فتألب عليه هناك عرب البادية وجيش الروم وكان وشكا ان يتألب معهم جيش من الفرس لو لا ما شغلوا به من امر العرش ووراته والمتنازعين عليه وقال الروم لخالد كما قال الفرس بعد ذلك لابي عبيد اما ان تعبروا الينا واما ان نعبر اليكم فلم يصنع خالد صنيع ابي عبيد بل قال لهم ابروا انتم ان شئتم وتركهم حتى يعبروا ليحصرهم بينه وبين النهر فلا يهرب منهم هارب وارسل الفرسان والرامحين ليعزلوهم قطيعا قتلعا ويضيق عليهم مسالكهم ثم يحصدوهم حصدا وهم اشبهوا بالمحكوم عليهم في ساعة التنفيذ منهم بالمقاتلين على انه لم يسب على الفراض وثبته تلك حتى كان قد طهر جوف الصحراء من جموع الاعراب التي تتوفت الى دومة الجندل وعوقت عندها زميله عياضا قرابة عام فلما ترامت انباء فتوحه الى عياض كتب اليه يستشيره ويستنجده فكان هو على عادته اول جواب بعد رجع الخطاب وكتب اليه يقول لبسا قليلا تأتك الجلائب يحملن اسادا عليها القاشب كتائب تتبعها كتائب وكانت تفصله من دومة الجندل مسيرة اسبوعين فقطعها هو في اقل من عشرة ايام ووجد حصن الدومة مكتظا بمن فيه وحوله زرافات ضاق بها الحصن فعسكرت بالعراء فجعل القوم جميعا بينه وبين عياض وتولى عياض حرب من قبله فهزمهم لما جاش في نفسه من نخوة المنافسة وما جاش في نفوسهم من الوجل والحيرة وتدافع المنهزمون الى الحصن يريدون بابه فسبقهم خالد اليه وانتزعه وحال بين النازلين في الحصن ومن حوله ثم استبى كل من اصابه من رجال ونساء ومن هؤلاء السبايا ابنة الجودي بن ربيع استباها خالد لنفسه وقيل انه اشتراها ثم بنى بها واقام معها في دومة الجندل ايام مقامه فيها وكان اهل الدومة قد عاهدوا المسلمين غير مرة ونكثوا بعهودهم فامعن القتل فيهم وجعلهم نكالا لغيرهم ثم قفل الى العراق وهو مطمئن الى غزوة الفراد باعلى الفرات فغزاها وفرغ منها كما تقدم وبقيت له في العراق عزمة خالدية اخرى ولكنها من نوع غير هذا النوع فلم يلبث انقضاها بقي على موسم الحج اسبوعان وهو اول حج حان بعد تلك الغزوات المتلاحقات التي امده الله فيها بنصره وعونه ايفوته قضاء الشكر في هذا الموسم واداء الفريضة في موعدها ولما الخوف من الاعداء العائق من بعد الشقة ووعورة الطريق العذر من الاعدار التي يعتصم بها القاعدون عن الحج برخصة من الفقهاء كل اولئك عوائق لا يستهم بها ولكنها خلقت ليذللها لا لينقص عنها ففي خطفة الريح العاصفة خرج من اعلى العراق الى اقصى الحجاز وادى الفريضة وعاد الى معسكره دون ان يعلم احد من الاعداء ولا من المسلمين الا اقرب خاصته المقربين بل دون ان يعلم الخليفة نفسه وقد كان على الحج في ذلك العام ويروق بعض المؤرخين ان يحسب هذه العزمة الخالدية من مغامراته التي تنم على فرط الثقة بنفسه ولا تنم على شيء غير ذلك ولكنها في الواقع دلت على ثقته بغيره كما دلت على ثقته بنفسه فقد علم ان معه بالجيش من فيه غنى وكفاية اذا جد في غيبته طارق اداهم او خطب حازب وكفا بالمثنى رائده المقدام وبالقعقع صاحبه القديم وموضع ثقته الحميم علم الخليفة بمغامراته هذه فجاءه منه ملام واعجاب وتكليف ووصاه امره بحرب الدولة الرومانية بعد هذا الفوز الذي اصابه في حروب الدولة الفارسية وان يسارع الى مرضات الله وقتال اعداء الله ويكون كمن يجاهد في الله حق جهاده وقال له سر حتى تأتي جموع المسلمين باليرموك فانهم قد شجوا واشجوا واياك ان تعود الى مثل ما فعلت فانه لم يشج الجموع من الناس بعون الله شجيك ولن ينزع الشجي من الناس نزعك فليهنك ابا سليمان النية والحضوة فاتمم يتمم الله لك ولا يدخلنك عجب فتخسر وتخذل واياك ان تدل بعمل فان الله له المن ولي الجزاء وكتب الى ابي عبيدة في الشام يخبره بمقدم خالد اليه ويقول له في كلام صريح سلام الله عليك اما بعد فقد وليت خالدا قتال العدو في الشام فلا تخالفه واسمع له واطع فاني لم ابعثه عليك الا تكون عندي خيرا منه ولكنني ظننت ان له فتنة في الحرب ليست لك اراد الله بنا وبك خيرا والسلام فارسل خالد الى ابي عبيدة رسولا يبلغه قبل مقدمه بكتاب يقول فيه اتاني كتاب خليفة الله يأمرني بالسير الى الشام وبالقيام على جندها والتولي لامرها والله ما طلبت ذلك قط ولا اردته اذ وليته فانت على حالك الذي كنت عليه لا نعصيك ولا نخالفك ولا نقطع دونك امرا فانت سيف المسلمين لا ننكر فضلك ولا نستغني عن رأيك واول خاطر سبق الى ظن خالد حين حوله الخليفة من حرب فارس الى حرب الروم انه عمل من اعمال الاعيسر كما يسميه ويعني به عمر بن الخطاب وانه نفس عليه ان ينفرد بفتح فارس فارسله الى ميدان له فيه شركاء من اعلام الصحابة ذوي الخطر والسابقة الملحوظة بين المسلمين وهو ظن بعيد يخطر على بال خالد لانه يتوقع شيئا من صوب عمر ولكنه لا يخطر على بال غيره اذ لا ينفس عمر على خالد ان ينفرد بغلبة الفرس ثم يرسله ليغلب الروم بعد ان تأخر الفتح على ايدي كبار القواد من اجلاء الصحابة فهذا مزيد من الفخر يتطاول اليه المتطاول وليس بنقص منه يتعمده لخالد من يأباه عليه وانما اختار الخليفة خالدا لان العراق كان في هدأة من جانب الفرسي بعد هزائمهم الكثيرة وكان في جيش المسلمين وقواده بالعراق كفاية للمثابرة على الفتح بعد ان تم التدويخ والتمهيد ولان خالدا كان اقرب مددا الى الشام ولم يكن بالحجاز بقية من قوة فاضلة تضاف الى قواتهم في حرب الرومان فاختاره الخليفة وهو يقول لانسينا الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد وليس من عادة خالد ان يضيع وقتا قل او كثر اذا نط به امر من الامور فلما ندب للجهاد بالشام نظر فاذا بينه وبين الشام يومئذ من خمسمائة الى ستمائة ميل على حسب الطرق التي يسلكها وهي اربع يختار منها اصلحها لانجاز العمل الذي يوكل اليه من هذه الطرق الاربع ما هو سهل موفور الماء والكلاء ولكنه من اجل هذا موفور الحراس والسكان فهم يعقونه بالمقاومة عن الاسراع بالمطلوب دون ان تكون للغلبة عليهم فائدة تذكر في القتال الحاسم بين المسلمين والرومان ومنها ما هو قليل الحراس والسكان وفيه الماء والكلاء ولكنه بعيد يطول السير فيه ومنها ما هو وعر قليل الماء والكلاء مخيف غير مطروق او كما قال الدليل الذي سأله خالد انك لن تطيق ذلك بالخيل والاثقال والله ان الراكب المفرد لا يخافها على نفسه وما يسلكها الا مغرور انها لخمس ليال جياد لا تشاب فيها ماء مع مضلتها وايسر شيء على القارئ الذي عرف خالدا ان يعلم اي هذه الطرق يسلكه خالد فما هو بسالك حيث سلك الا الطريق الذي هو احوج الى قدرة القائد وادل على العزمة والمضاء وابعدها جميعا ان يتوقع العدو هجوما منه فاجمع عزمه على طريق من الطرق الاربع واصعبها واقصرها وهو الذي خوفه الادلاء منه وقال لدليله الاكبر رافع ابن عمير الطائي ولا احد يغني غناءه في السير بتلك المفازلة المهلتة وان كان يومئذ من حصر النظر كالمكفوف الضرير ويحك انه والله ان لي بدا من ذلك ان القوة تأتي على قدر النية وان المسلم لا يمرغي له ان يكترث بشيء يقع فيه مع معونة الله ويروي الرواة ان الدليل قال لهم بعد ذلك اكثروا من الماء من استطاع منكم ان يصر اذن ناقته على ماء فليفعل فانها المهالك الا ما دفع الله ثم قال لخالد ابغني عشرين جزورا عظاما سمانا موسان فاتاه بهن فضمأهن حتى اذا اجهدن عطشا اوردهن فشربن حتى اذا تملأنا عمد اليهن فقطع مشافرهن ثم كعمهن لان لا يجتررن واشار على خالد ان يقطط اربعا من هذه الجزور كلما نزل منزلا ليسقي الخيل وان يشرب الجند مما حملوا من الماء فسعلوا ما اشار به حتى كان اخر يوم في المفازة فقال له خالد ويحك يا رافع ما عندك فارسل رافع جماعة ينظرون شجيرة من عوسج في موضع كان يعهدها فيه ويعهد فيه الماء على مقربة منها فلم يجدوها فصاح الرجل بالويل واسترجع قائلا هلكتم والله اذا وهلكت لا ابا لكم انظروا انظروا فلما نظروا امعنوا النظر رأوا جذرا قد بقي منها وقطع سائرها فكبروا فرحا وشكروا وحفروا في اصلها فنبع لهم الماء فشربوا ونجوا من هذا الخطر الالين الذي دونه كل خطر من لقاء الاعداء وفي ذلك يقول ابو احيحة القرشي لله عينا رافع ان اهتدى في مهمة مشتبه الى ثوى والعين منه قد تغشاها الردى معصوبة كأنها ملآثرا فهو يرى بقلبه ما لا يرى من الصوى تترى له بعض الصوى فوز من قراقر الى ثوى والسير زعزاع فما فيه ونى خمس اذا ما سارها الجيش بكى في اليوم يومين رواحا وسرى ما سارها من قبله انس يرى هذا لعمري رافع هو الهدى وسواء صحت رواية الجزور المضمأ او كان فيها شيء من توسع الخيال فالطريق الذي سلكه خالد معروف والقدرة عليه هي موضع العبرة والتأمل في هذا المقام اما نحن فالذي نراه ان خالد لم يكن لينتظر حتى تضمأ الابل وهي لا تجهد من الضمأ الا في ايام وان الابل لا تخزن الماء في جوفها وان لم تجتره دون ينصرف منها وان عشرين جزورا تمتلئ كروشها بالماء لا تسقي الخيل في الجيش كله وعدته عشرة الاف فلابد من تدبير اخر مع هذا التدبير تجدمع فيه السرعة الى التخفيف الى الاقدام والامر الذي لا شك فيه بعد هذا كله ان خالد سار بجيشه وعدته عشرة الاف من عين التمر الى قراقر ثم من قراقر الى سواء وبينهما تلك المفازة المهلكة ثم الى تدمر فالغوطى فبصرة فقطع هذه المسافة في ثمانية عشر يوما لانه كما قال الشعر كان يطوي مسافة اليومين في يوم واحد في اليوم يومين رواحا وسرى خرج من الحيرة في اوائل سفر من سنة ثلاث وعشر للهجرة وطوع تلك المسافة في تلك الايام بعد ان قمع كل مقاومة لقيها من المسالح والحصون وراء المفازة الخاوية من كل ديار واتفق خروجه من الحيرة وجيوش المسلمين في الشام تشرع في خطة جديدة للتراجع الى الجنوب وملاقات الجيوش الرومانية الجرارة في جمع واحد ينهض لها ويحول دون الاحداق بكل جيش منها على انفراد وكان الخليفة قد سيرها بعيد منتصف السنة ثانية عشر للهجرة مع اربعة من كبار القواد في طرق مختلفة الى وجهات متعددة فسير يزيد بن ابي سفيان على رأس سكة الاف او سبعة الاف الى دمشق وسير شرحبيل بن حسن على مثل هذا العدد الى الاردن وسير عمر بن العاص على رأس جيش يزيد على ذلك قليلا الى فلسطين وسير ابا عبيدة بن الجراح على رأس خمسة الاف او ستة الاف الى الجابية وامدهم بعكلمة ابن ابي جاهل في جيش صغير ليحمي ظهور من يحتاج منهم الى الحماية ويسرع بالنجدة الى من يطلب منهم المعونة ولا نعلم على التحقق حكمة التفريقة بين هذه الجيوش في طرائقها ووجهاتها ولكنها على ما يظهر مسألة الماء والكلأ من جهة ثم رغبة الخليفة في تشتيت جموع الروم وتوزيع اغراضها ولا يخلو الامر من الحطة لمنع الالتفاف بالجيش الواحد اذا اوغل في البلاد كما حدث قبيل ذلك لجيش خالد بن سعيد فان الجيوش الاربعة يكون كل منها مددا لصاحبه ومانعا للالتفاف به او منقذا من الالتفاف اذا وقع فجأة وهذا مع علم الخليفة يومئذ بتفوق الحاميات الرومانية في مواقع البلاد الداخلية اذ كان الرومان على ما يظهر قد اطمأنوا من جانب الفرس بعد انتصارهم عليهم واطمأنوا الى جانب العرب بعد رجوع حملاتهم الثلاث على النحو المعروف وهي حملات مؤتة وتبوك وجيش اسامة وزادهم اطمئنانا انهم غلبوا الحملة الرابعة وهي حملة خالد بن سعيد وانهم عرفوا اشتغال العرب بحرب الفرس فوقع في روعهم ان العرب اضعفوا من ان يشغلوا انفسهم بحرب دولتين عظيمتين في وقت واحد فمن هنا خلات ربوع الشام من جيش كبير للرومان وعلم الخليفة ذلك فاعتقد ان تفريقة الجيوش في زحفها الى الشام اقرب الى توزيع العمل والاسرع فيه فان تغير الموقف وعمد الرومان الى حشد الحشود الكبيرة سقد اوصى القادة بالتشاور والتعاون في مقابلة هذه الطوارئ كما اوصاهم بالرجوع اليه وقد نجحت هذه الجيوش في وجهتها وتقدم بعضها الى دمشق وبعضها الى حمص واوغل بعضها الى فلسطين ثم نمى اليهم ان القيصر يستعد لهم بجيش كبير في انطاكية وجيش اخر في جوار بيت المقدس وبلغت عدة الجيش الاول على تقدير بعض المؤرخين مئتين واربعين الفا وعدة الجيش الثاني سبعين الفا او نحو ذلك ولو نزلنا بعدة الجيشين الى النصف حصبانا للمبالغة وجهل الحقيقة لما كان نصف هذا العدد بالشيء القليل لانه يربي على ثلاثة اضعاف الجيش العربي كله بعد قدوم جيش خالد اليه ولم يرتفى به احد الى ما فوق الخمسين الفا على اعظم تقدير فتشاور القواد فيما يصنعون فاستقر رأيهم على التراجع الى الجنوب ليتجمعوا قبل ان يتلاقى الجيشان الرومانيان ويشتبكا بهم وهم متباعدون متفرقون كل منهم في بضعة الاف ولعلهم يصبحون في تراجعهم اقرب الى الامن اذا حاربوا وظهورهم الى الصحراء وقد علموا بالامثلة الكثيرة ان الجيوش الرومانية تحجم عند حدودها ولا تجسر على خوضها في اعقاب جيش كبير او صغير والمؤرخون مختلفون في من هو صاحب المشهورة الاولى بالتراجع الى الجنوب فمنهم ما يقول انه ابو سفيان بن حرب ومنهم ما يقول انه عمر بن العاص وهذا القول الاخير ادنى الى الواقع لان عمر كان يتراجع في الجنوب قبل ان تصل الجيوش الاخرى اليه وكان من الموافق لخطته ان توافيه الامداد في ميدانه بفلسطين وايا كان صاحب الرأي الاول في هذا فقد تم التراجع باقرار الخليفة وكان شعوره بحرج المسلمين في اماكنهم هو البعث له ان يستدي خالدا من العراق الى الشام فكتب لقواده بالشام يقول اجتمعوا فتكونوا عسكرا واحدا والقوا زخوف المشركين بزحف المسلمين فانكم اعوان الله والله ناصر من نصره وخاذل من كفر به ولن يؤتى مثلكم من قلة وانما يؤتى العشرة الاف وزيادة على العشرة الاف اذا اتوا من تلقاء الذنوب فاحترسوا من الذنوب واجتمعوا باليرموك متساندين وليصل كل رجل منكم باصحابه ومن المتعذر جدا تمحيص التواريخ في ترتيب الوقائع بعد وصول خالد الى الشام ولكن الارجح فيما نرى ان المعركة الاولى بدأت مع الجيش الاصغري في اجنادين بالجنوب لان البدء باصغر القوتين واخلاء الجنوب قبل الانتقال الى الشام اولى واوفق من ترك هذا الجيش الاصغر وراء ظهور المسلمين ومواجهتهم بالجيش الاكبر بين عدوين ولان معركة اجنادين لم يشترك فيها معظم القواد المسلمين مما يرجح انها وقعت قبل اجتماع هؤلاء القواد في صعيد واحد ولو انها وقعت بعد المعركة الكبرى في اليرموك لما كان مفهوما ان يترك اولئك القواد جيشا كجيش الروماني في فلسطين دون ان يتعقبوه جميعا مع فراغهم من اسر الجيش الكبير في اليرموك وعلى اي حال هزم الروم في اجنادين وكانت الوقعة الحاسمة بينهم وبين المسلمين في اليرموك على اختلاف كثير في التواريخ واتفاق في تصوير خطة القتال ويحسن بنا قبل ان نستطرد الى الكلام على المعركة ان نجمل حالة الجيشين المتقاتلين عند اللقاء فالجيش الروماني كان اوفر عددا واكمل عدة بغير خلاف ولكنه خليط من عناصر عدة منها الروم والارمن والعرب واجناس اخرى وقد يظن لاول وهلا انه امتاز بالنظام والخطة الفنية على اعدائه ولكنه في الحقيقة كان ابعد الجيشين عن النظام الصحيح اذا اردنا بالنظام وحدة الحركة والتوجيه لان المتطوعين فيه من ابناء القبائل كانوا يحاربون على عادتهم والجنود النظاميين يحاربون على عادة اخرى وتعوقهم العدد الكثير والشكك السابغة التي حسبت من مزاياهم فهي الى النقص هنا اقرب منها الى المزيد وقد اثيرت فيهم حمية الدين ولكنهم ثاروا لها متشككين متفرقين وجعلتهم حماستهم الدينية يترقبون من الله عقابا ينزله بهم على خطاياهم وخطايا قيصرهم ورؤسائهم المتهمين عندهم بالزيغ ومطاوعة الشيطان فحمية الدين تثيرهم من ناحية وتديرهم من ناحية وليست هي من قوة اليقين المكين اما جيش العرب فقد كان من امة واحدة تدين بعقيدة واحدة وترجع الى قيادة واحدة وفي صدورهم من حمية القتال كل ما يحفز القلب الانساني الى الثبات والاستبسال غيرة على الدين وغيرة على العرض وناهيك بالغيرتين ويقين من نعيم الاخرة ونعيم الدنيا اذا كتب له الفلاح وكفى باغراء النعيمين كان في جيش المسلمين اصون كرائم البيوتات القرشية بنت ابي بكر وام معاوية وزوج عكريمة ابن ابي جاهل وعقائل اناس من الجند والقادة وقد امرهن ابو عبيدة قبل المعركة اي اخذن بايديهن اعمدة البيوت والخيام ويجعلن الحجارة بين ايديهن فان كان الامر للمسلمين اقمنا على ما هن عليه وان رأينا احدا من المسلمين منهزما ضربن وجهه باعمدتهن وارجعهن بحجارتهن ورفعن اليه اولدهن وقلن له قاتل عن اهلك وعن الاسلام ولم يقنع خالد بهذا بل قال لهن يا نساء المسلمين ايما رجل اقبل عليكن منهزما فاقتلناه ومن اجل هذا لا نعجب ان يكون هرقل قد وزن القوى وفكر حقا في عرض الصلح على المسلمين وقال لبطانته وذوي شوراه لان تعطوهم نصف ما اخرجته الشام وتأخذوا نصفه وتقربوا من جبال الروم خير لكم من ان يغلبوكم على الشام كلها ويشاركوكم في جبال الروم ولكنهم استضعفوه وكبر عليهم ان يجيبوه اما المسلمون فالصلح الذي فكروا فيه قبل القتال هو الصلح على شرطهم المعلوم الاسلام او الجزية فان لم يقبل شرط من الشرطين فالحكم للسيف وقد افادهم عرض هذه الشروط قوة على قوة وزادهم في نفوس اعدائهم مهابة على مهابة فلما ذهب وفدهم يعرض هذه الشروط قبل القتال على القائد تيودر اخ القيصر حسب هذا انه يهولهم بالبذخ والثراء ويكسر نفوسهم بما يريهم من حلل الابهة والنعيم فاقام لهم سرداقا من فاخر الحرير يستقبلهم فيه فوقفوا عند بابه ولم يدخلوه قائلين ان ديننا يمنعنا ان نفترش الحرير والدباج فهالوه بزهدهم اكثر مما هالهم بترفه واعثر شيء على جنوده بعد ذلك ان يؤمنوا حق الايمان انهم وهم الغارقون في المناعم والملذات يقاتلون في سبيل الله قوما هذا مبلغ زهدهم في المناعم واللذات وهذا مبلغ استعلائهم على الدنيا وما تبسطه لهم من غواية ولم يخفى على احد من قادة الرومان والعرب خطر المعركة الكبيرة التي هم مقبلون عليها هي معركة فاصلة في مصير الشام ما في ذلك ريب وقد تكون المعركة الفاصلة ايضا في مصير الدولة الرومانية ومصير الامة العربية فان هزيمة الدولة الرومانية فيها تنزع من يدها الاماكن المقدسة ويعقبها ضيع مصر وثورة المتربصين بالقيصر واهل بيته في بلاده الاسيوية والاوروبية وان هزيمة الجيش العربي تعني هزيمة الجيش الاكبر الذي لا يتسع الوقت ولا تتسع الطاقة لتجريد جيش غيره على اتر الهزيمة وقد تغري القيصر الروماني بارسال قبائل الشام في اعقاب المسلمين الى الحجاز والجزيرة العربية ولا يبعد ان تثير ابناء الجزيرة العربية انفسهم على خليفة الاسلام ممن لا تزال لهم ترات تغلي في حنايا الصدور فاستعد الفريقان غاية ما في الوسع من استداد وارتضى كلاهما موقع اليرموك للوقعة الفاصلة بينهما لانه يوافق طلبة القيصر من مكان واسع المترض ضيق المهرب ولا يترهه المسلمون لانهم رأوا منزل الروم فيه منزلا محصورا بين النهر والبحيرة والوادي وجيش المسلمين او كما قال عمر بن العاص حين رآهم ايها الناس ابشروا حصرت والله الروم وقل ما جاء محصور بخير تحاجز الجيشان اشهران لا يشتبكان الى جماد الثاني او رجب على قول بعض الرواة وكلهما ينظر كيف يبدأ الاخر هجومه ليرتب له لقاءه وكلهما قد عبأ طاقته من سلاح الايدي ولم يزل يعبئ طاقته من سلاح النفوس سلاح العقيدة والفداء واستعان الرومان بالقسيسين يلهبون الحمية ويضرمون الحفيظة ويهونون على اتباعهم بذل الارواح في سبيل الملة والدولة والمجد القديم واقبل المسلمون على القرآن يرتلونه وعلى الليظات يذمرون بها القلوب وجعلوا وراءهم حرسا من الاعراض هو اقوى الحراسي بعد الايمان ثم تثرت الحركة اياما في جيش الروم فعلم القادة المسلمون انهم مقتربون من الهجوم ولم يشأ خالد ان تبتدئ المعركة بقيادة متفرقة لا تتحدوا في نظام واحد فصرف همه الاول الى تنظيم الفرق جميعا في تعبئة واحدة يقودها رجل واحد ووجد من زملائه قلوبا مصغية فاجابوه الى ما دعاهم اليه قال لهم قبل ابتداء القتال هذا يوم من ايام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي اخلصوا جهادكم وارضوا الله بعملكم فان هذا اليوم له ما بعده ولا تقاتلوا قوما على نظام وتعبئة وانتم متساندون فان ذلك لا يجمل ولا ينبغي وان من وراءكم لو يعلم علمكم حال بينكم وبين هذا فعملوا فيما لم تؤمروا به بالذي ترون انه الرأي ثم قال وقد سألوه رأيه ان الذي انتم فيه اشد على المسلمين مما قد غشيهم وانفعوا للمشركين من امدادهم ولقد علمت ان الدنيا فرقت بينكم فالله الله ان تأمير بعضكم لا ينقصكم عند الله ولا عند خليفة رسول الله هلموا فان هؤلاء قد تهيأوا وهذا يوم له مع بعضه ان رددناهم الى خندقهم اليوم لم نزل نردهم وان هزمونا لم نفلح بعدها فهلموا فلنتعاور الامارة فليكن عليها بعضنا اليوم والاخر غدا والاخر بعد غد حتى يتأمر كلكم ودعوني اليكم اليوم فاسندوا اليه قيادتهم يومها وكان توحيده القيادة اول خطوة في طريق النصر الحاسم بمعركة اليرموك ثم اسرع الى تعبئة قواده وجنوده على الوضع الذي رآه ملائما للتعبئة الرومانية وهو الوضع الملائم للحرب في العمق كما يقول العسكريون في هذه الايام فاقام عمر بن العاص على الجناح الايمن ويزيد ابن ابي سفيان على الجناح الايسر وابع بيدة ابن الجراح على القلب واتخذ مكانه في كبة الجم ولجأ الى طريقته التي اختارها لحرب بني حنيفة وهي طريقة الكراديس لانها اصلح للنفاذ في الصفوف وادعاها الى التنافس بين المقاتلين وتمييزهم بالتبعة او بالثناء وكانت كل فرقة من الميمنة او القلب او الميسرة تتألف من كراديس عدة على كل منها قائد معروف ومنهم صاحبه القديم القعقاع وزميله في حرب اليمامة عكرمة بن ابي جاهل وزميله في دومة الجندل عياد بن غنم وابنه عبد الرحمن وهو يومئذ دون العشرين وجملة الكراديس جميعا ثمانية وثلاثون معظمها في القلب وعدته ثمانية عشر كردوسا رئيسهم ابو عبيدة وفيهم عكرمة والقعقاع وكان موضع الميمنة بحيث يستطيع الالتفاف بالجيش الروماني اذا امعن في الهجوم والاطباق عليه مع القلب اذ ارتد الى الوراء وفرغ من التعبئة فعمد الى القوة الادبية يوليها حقها من عنايته الكبرى واخرج المقداد يقرأ على الجيش سورة الانثال ودعا كل رئيس ان يعظ جنده ويبصرهم بمرماه في حركاته وجمعوا هذه العيضات خطبة عمر بن العاص حيث قال غضوا الابصار وجثوا على الركب واشرعوا الرماح فاذا حملوا عليكم فامهلوهم حتى اذا ركبوا اطراف الاسنة فثبوا في وجوههم واثبت الاسد فوالذي يرضى الصدق ويثبت عليه وينقط الكذب ويجذي بالاحسان احسانا لقد سمعت ان المسلمين سيفتحونها كفرا كفرا وقصرا كفرا فلا تهولنكم جموعهم ولا عددهم فانكم لو صدقتموهم الحملة تطايروا تطاير الحجول وخطب مثله معاذ بن جبل وابو سفيان وبرز القعقاع وعكرمة قائد المجنبة في القلب يرتجزان واختير يوم القتال في يوم ريح سموم سافياء في حمارة القيض فكان الطاقة المسلمين به اتبر من طاقة الروم ثم اشتبك الجيشان على نحو لا يعلم تفصيله على التحقيق ولكنه بدأت ما تعودنا في حروب المسلمين بهجمة شعواء من جانب العدو يتزعزع لها العدد الصغير امام العدد الكبير ثم تكون الكرة الثانية لحمية العقيدة ومراجعة الايمان والاعتصام بنية الفداء فلما انكشف المسلمون بعد الهجمة الاولى ثابوا الى عزماتهم بنخوة الايمان ونخوة العرض والانفة فضربت النساء في وجوه الخيل قائلات الى اين يا حماة الاسلام وطلاب الشهادة وصاح عكرمة كأنه يؤنب نفسه قتلت رسول الله في كل موت وافر اليوم من يبايع على الموت تبايعه اربعمائة من الفرسان المغاوير لا يقوم في وجههم قائم وصدموا الروم حتى صدوهم غير حافلين بما اصابهم وقد قتل في طليعتهم اهكرمة وابنه ومعظم اولئك الفرسان ولم ينجوا منهم قط الا جريح مثخن بالجراح وافلحت الكرة الثانية وتقهقر الروم وقد اهتم خالد بالعزل بين خيل العدو ومشاته فتضايقت الخيل وعجزت عن الجولان وولت هاربة فاخلوا لها الطريق ورجع المشات الى الخنادق فلحقهم بها المسلمون ثم احاطوا بهم من ورائهم فشاع فيهم الذعر وسقطوا وهم مولون مهرولون في هوة الواقوسة اوادي الرقاد وقيل ان موتاهم بالواقوسة كانوا اكثر من قتلاهم في حومة الوغى لانهم قدروا بثمانين الفا سقطوا في الوادي فرادا وجماعات اذ كان بعضهم يقرنون انفسهم في السلاسل كل عشرة في السلسلة واحدة تثبيتا لاقدامهم وتيئيسا من الفرار فاذا بالوجل يثل حديد السلاسل كما فل عزائم القلوب وبلغ اليأس مبلغه من اشراف القوم فقاعدوا في اماكنهم ينتظرون الموت فكأنهم قد فروا قاعدين وحق لهرقل وقد احبطت محاولاته جميعا بعد اليرموك اي ودع الشام العزل يستحق الرجل ان يسمى بطلا من ابطال تاريخ اذا كان له دور تاريخي يقضيه ويتسم بملامحه ودوعيه وآية انقضاء ذلك الدور يبلغ البطل من الاعمال المقدورة له قمتها العليا التي لا قمة وراءها وانه يعدو هذا الدور فاذا هو متقدم على الاخرين ممن لهم حق مثل حقه في ادوار التاريخ او يعدوه الى اعمال يغني فيها الاخرون مثل غنائه وتدخل في باب من السعي والدراية غير بابه وقد بلغ خالد في معركة اليرموك قمته العليا التي لا مرتقى بعدها لراق قمع فتنة الردة وضرب دولة الاكاسرة ضربته الدامغة ووحد قيادة المسلمين في حرب الرومان فصدهم الى مع وراء حدودهم ودخلت ميادين الشام بعدها من اعمال يسح ان تسمى بالاعمال الخالدية فهي بين حصار او مراوغة او تسليم وانما يراد خالد لتحطيم قوى الاعداء التي تعز على التحطيم وان يكن من عمل خالدي في ميادين الشام بعد معركة اليرموك فهو عمله في مرج الروم ثم عمله في قنسرين ففي مرج الروم كان هو وابو عبيدة ينازلهما قائدان رومانيان هما جونس وتوذر كما سماه خالد فتسلل توذر تحت الليل ليفاجئ الجيش العربي عند دمشق لقيادة يزيد بن ابي سفيان ويأخذ الجيوش المسلمين على غرة متفرقين فاتفق خالد وابو عبيدة على تعقبه ومفاجأته من خلفه قبل ان يفاجئ يزيد بن ابي سفيان فاوقعاه في الفخ الذي نصبه ولم يرجع خالد الى ابي عبيدة الا وتوذر مقتول وجيشه مبدد كما قال نحن قتلنا توذرا وشوذرا وقبله ما قد قتلنا حيدرا نحن اذرنا الغيدة الاكيدرا وفي قنسرين حصر خالد الرومان المحتمين بحصونها فطاولوه وابرموه فقال لهم حانقا لو كنتم في السحاب لحملنا الله اليكم او لانزلكم الينا وابأي صالحهم بعد ذلك الا على تخريب المدينة ودك حصونها فختمت بذلك ضرباته الخالدية ولكنه كان قبل مرج الرومي وقنسرين قد وفى دوره التاريخية اتمل وفاء فلو فاته هذان العملان لما نقص من مجده شيء ولا تغير مجرى الحوادث في اعقاب هزيمة الرومان اما سائر الميادين فقد تولاها قواد اخرون ففتحت بقية فارس وفتحت مصر وشطر من افريقيا الشمالية وكتبت بذلك ادوار تاريخية اخرى للمسن بن حارثة وسعد بن ابي وقاص والنعمان بن مقرن وعمر بن العاص ورجال غيرهم يساونهم او يقلون عنهم في المقدرة ولا يقلون عنهم في المقصد والنية وكل زيادة في عمل خالد لا تضيف اليه مجدا فوق مجده وتنقص ولا ريب من عمل هؤلاء وتحرم الاسلام ايديا كثيرة تعمل له وتدفع عنه وليس هو بمستغن عن تلك الايد الكثيرة بيد واحدة بالغا ما بلغ بها الرجحان والاستعلاء قلنا في اول هذا الفصل ان انقضاء الدور التاريخي لبطل من الابطال له ايات تدل عليه ومنها اياد ودوره الى اعمال يغني فيها الاخرون مثل غنائه وتدخل في باب من السعي والدراية غير بابه ونزيد على هذا ان غناء الاخرين في هذا خير من غنائه لهو اولى ان يدل على انقضاء دوره وانتقاله الى من هو احق به واخلق وفي ميدان الشام بعد معركة اليرموك كان ابو عبيدة بن الجراح احق بالموقف الجديد من خالد بن الوليد لانه موقف التسليم والمسالمة واستلال الحقود وضمد الجراح وتقريب القلوب وفي جميع اولئك يتسع المجال لهوادة ابو عبيدة ويضيق بضربات خالد فابو عبيدة يسرع الى المسالمة اذا فتحت له ابوابها ولا يبتع عن الحرب اذا وجبت عليه اسبابها فان كانت بالمسالمة جدوى فذاك وان كان يوم الضربات الخالديات فهي لديه يرمي بها في مرانيها وانما يكون العمل الاول هنا لمن يسالمهم ويتقبل التسليم ويكون العمل التابع له لمن يرفع صوت النقمة على الذين يلجون في العداء كاهل قنسرين فلا يسلمون الا بتخريب الديار ودك الحصون ولا جرم كان ابناء الامصار يتسامعون بحلم ابي عبيدة فيقبلون على التسليم اليه ويؤثرون خطابهم له على خطابهم لغيره وكان خالد يرضى بهذا حينا ويسخط منه حينا كما سخط عند تسليم دمشق ووساطة ابي عبيدة في العفو عن اهلها فانه كان يحسبهم مغلوبين عنوة فيعقبون بالسبي والقصاص ولا يبسط لهم مهاد العذر والموادع ولو انه لا يغدر بعهد عاهدهم به ابو عبيدة لما كان لهم من شرط عنده غير شرطه على اهل قنسرين فصواب التاريخ وصواب ابن الخطاب قد تلاقياها هنا باسناد الامر الى ابي عبيدة ابن الجراح في اوانه المقدور وان كان تلاقيا لم يجري على قصد مرسوم تولى الفاروق الخلافة بعد الصديق عليهما الردوان ورأي الفاروق في ابي عبيدة ابن الجراح معروف فقد كان لا يعدل به احدا من الصحابة الاولين وقد هم بترشيحه للخلافة بعد وفاة النبي عليه السلام وقال وهو يجود بنفسه انه لو كان حيا لعاهد اليه ولم يلجأ الى مجلس الشورى الذي وكل اليه امر انتخاب الخليفة بعده وتحدث عمر بن العاص مرة الى الفاروق في رئاسة الجيوش الموجهة الى الشام فاجابه في مقال صريح انه ليس على ابي عبيدة امير ولابو عبيدة عندنا افضل منزلة منك واقدم سابقة والنبي عليه السلام قال فيه ابو عبيدة امين هذه الامة وكما عرف رأي الفاروق في ابي عبيدة عرف كذلك رأيه في سابقة الاسلام والغزو على الاجمال فانه خالف الصديق في التسوية بين انصباء المسلمين كافة يوم اخذ الصديق في توزيع الارزاق والانفال وجعل الرجل نصيبا يختلف باختلاف سابقته في الاسلام والجهاد لانه لا يجعل من قاتل رسول الله كمن قاتل معه ولا يسوي بين من هاجر الهجرتين وصل الى القبلتين وبين من اسلم عام الفتح خوف السيف فاقامة ابو عبيدة على ولاية الشام وقيادة جيوشها حادث لا غرابة فيه من الفاروق ولا ينتظر منه غيره وبخاصة حين تكون امارة خالد بن الوليد بغير تأمير من الخليفة الاول انما هي اتفاق على تقسيم القيادة بين الامراء يوما بعد يوم وبهذه المثابة تكون ولاية ابي عبيدة سنة عمرية معروفة ولا يبلغ منها ان تكون قضية بين الفاروق وخالد على الصورة التي هول بها بعض المؤرفين واتخذوا منها محورا للجدال والتنقيب عن الاسباب والاقوال واذا نحن تجاوزنا النظر الى الموضوع من جانب هذه السنة العمرية فولاية ابي عبيدة كانت في اعتقادنا اصلح الولايات للشام في تلك المرحلة التي انتهت اليها الحرب بين المسلمين والروم فما نظن احدا تفوته حاجة الشام في مثل تلك المرحلة التي انتهت فيها بطشة الحرب الكبرى وبدأت فيها مماهدات السلم والحكم والمصالحة وهذه مهمة وال يحسن الحرب ويحسن التوجيه اليها في مناسباتها وليست مهمة قائد عسكري يجري الامر على سنة السطوة العسكرية ويكون عمله الاكبر تحتيم قوى الاعداء في ضربة طاحنة ثم يلاحقهم متى شاء بالمطاردة والتضييق والاحراج كما كان دأب خالد في بطشاته التي لا تبقي بعدها بقية لغير الاجهاز واذ تكون هذه هي المهمة المطلوبة بعد معركة اليرموك فلا خلافة في اي الرجلين اولى بالولاية عند ذاك ابو عبيدة بن الجراح او خالد بن الوليد سواء كان الخليفة على رأي الفاروق ام كان على غير هذا الرأي في امين الامة وفي سوابق الاسلام والجهاد ونمع الى الفاروق بعد ذلك ان خالدا وعياضا اغارا على بلاد الروم ورجعا منها بغنائم واسلاب وان الاشعث بن قيس قصد خالدا ومدحه فاجازه بعشرة الاف برهم واجاز اخرين من ذوي البأس وذوي الشرف وذوي اللسان فاعظم هذا البذل على الفاروق وكتب الى ابي عبيدة ان يقيم خالدا ويعقله بعمامته وينزع عنه كل صوته حتى يعلمهم من اين اجاز الاشعث هل من مال الله ام من ماله ام من اصابة اصابها فان زعم انه من اصابة اصابها فقد اقر بالخيانة وان زعم انها من ماله فقد اسرف وامر ابو عبيدة ان يعزله على كل حال وان يضم اليه عمله وكان يومئذ يولي امور قنسرين وان يقاسمه ماله نصفين فصدع ابو عبيدة بالامر وجمع الناس وجلس على المنبر ودعا بخالد فسأله يا خالد امن مالك اجزت عشرة الاف ام من اصابة فلم يجب وابو عبيدة يعيد السؤال مرة بعد مرة فوثب اليه بلال مؤذن النبي عليه السلام وقال له ان امير المؤمنين امر فيك بكذا وكذا ثم تناول عمامته ونفضها وعقله بها وخالد لا يمنعه وسأله ما تقول امن مالك ام من اصابة فقال لا بل من مالي فاطلقه وعممه بيده وهو يقول نسمع ونطيع لولاتنا ونفخم ونخدم موالينا ثم قسم ماله حتى بقيتنا عليه فقال ابو عبيدة ان هذا لا يصلح الا بهذا فقال خالد اجل ما انا بالذي اعصي امير المؤمنين فاصنع ما بدا لك ولما علم خالد بعزله ذهب الى قنسرين فخطب اهل عمله وودعهم ثم ذهب الى حمص فخطب اهلها وودعهم وقال في بعض خطبه ان امير المؤمنين استعملني على الشام حتى اذا كانت بثينة وعسلا عزلني وآثر بها غيري فنهض له رجل من السامعين فقال صبرا ايها الامير فانها الفتنة فما تردد خالد ان قال انضاع ان اخریف اختيار اشعر ان while اخوص اشتركوا في القناة